بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الالوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق ان تقدم لكم هذه الماتق مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام للدكتور يوسف القرضاوي يقرأه عليكم اسماعيل لوضة مواقف الناس امام مشكلة الفقر وقف الناس من قديم الزمن امام مشكلة الفقر مواقف شتى نوضحها فيما يلي اولا موقف المقدسين للفقر فمنهم طائفة من المتزهدين والمترهبنين ودعاة التقشف والتصوف زعموا ان الفقر ليس شرا يطلب الخلاص منه ولا مشكلة يطلب لها العلاج بل هو نعمة من الله يسوقها لمن يحب من عباده ليظل قلبه متعلقا بالاخرة راغبا عن الدنيا موصولا بالله رحيما بالناس بخلاف الغنى الذي يطغي ويلهي ويؤدي الى البطر والبغي ومن هؤلاء من يقول ان هذا العالم كله فساد والدنيا كلها شر وبلاء والخير كل الخير في التعجيل بفناء هذا العالم وتقصير مدة بقائه او على الاقل مدة اقامة الانسان فيه ولذا يجب على العقلاء التخفف من اسباب الحياة وطيباتها وعدم المشاركة فيها الا بقدر ما يمسك على الانسان الحياة وقد وجد في الاديان الوثنية والاديان السماوية من يدعو هذه الدعوة ويمجد الفقر ويقدسه لانه وسيلة لتعذيب الجسد وتعذيب الجسد وسيلة لترقية الروح وشاع هذا عند بعض متصوفة المسلمين بتأثير الثقافات الاجنبية التي شابت الثقافة الاسلامية الاصيلة وكدرت صفاءها كالصوفية الهندية والمانوية الفارسية والرهبانية المسيحية ونحوها من النحل الدخيلة على حياة المسلمين ولازلت اذكر نصا قرأته في بعض هذه الكتب نقلا عن احد هذه الكتب المنزلة السابقة فيما زعموا يقول النص اذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين واذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته ومن العبث ان نطالب هذا الصنف من الناس الذي ينظر الى الفقر هذه النظرة ان يقدم لنا علاجا لمشكلة الفقر وهو لا يعتبر الفقر مشكلة اصلا ثانيا موقف الجبريين وهناك طائفة ثانية تخالف هؤلاء في النظرة الى الفقر وترى فيه شرا وبلاء ولكنها ترى انه قضاء من السماء لا يجدي معه الطب والدواء ففقر الفقير وغين الغني بمشيئة الله تعالى وقدره ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس كلهم اغنياء ومنح كلا منهم كنوز قارون ولكنه تعالى شاء ان يرفع بعضهم فوق بعض درجات يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ليبلوهم فيما اتاهم لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه الى غير ذلك من الكلام الحق الذي يراد به الباطل والعلاج الذي يقدمه هؤلاء لمشكلة الفقر ينحصر في وصيتهم للفقراء ان يرضوا بالقضاء ويصبروا على البلاء وان يقنعوا بالعطاء فالقناعة كنز لا يفنى وثروة لا تنفد والقناعة عندهم هي الرضا بالواقع على اي حال وهذه الطائفة الجبرية لا تهتم بالاغنياء وما هم عليه من صرف وترف فتوجه اليهم نصيحة ما انما توجه نصيحتها الى الفقراء ونصيحتها هذا قسم الله لكم فارضوا به ولا تطلبوا شيئا فوقه ولا تحاولوا ان تغيروه ثالثا موقف دعاة الاحسان الفردي وهناك طائفة ثالثة تشارك الطائفة الثانية في مجمل نظرتها الى الفقر وترى فيه شرا وبلاء كذلك وتعده مشكلة تتطلب الحل غير ان حلها لا يقتصر على وصية الفقراء بالرضى والقناعة كالطائفة الثانية بل تتقدم خطوة اخرى فتوصي اغنياء فتوصي الاغنياء بالبذل والاحسان والتصدق على الفقراء وتعدهم بجميل المثوبة عند الله اذا استجابوا لهذه الدعوة الخيرة وقد تنذرهم بسوء المصير وعذاب السعير اذا قسوا على الفقير والمسكين وهذا الحل لا يحدد مقادير معينة تجب على الاغنياء للفقراء ولا يفرض عقوبة خاصة على من يمتنع عن هذا الواجب ولا يشرع من الانظمة ما يضمن وصول المعونة المطلوبة الى مستحقيها فكل اعتماده على قلوب المؤمنين وضمائر المحسنين الذين يرجون الثواب ويخشون العذاب ثواب الاخرة لمن تصدق واحسن وعذاب الاخرة لمن بخل واستغنى وهذه هي النظرة التي اشتهرت بها الاديان السابقة على الاسلام الاعتماد على الاحسان الفردي والصدقات التطوعية في علاج الفقر بغض النظر عن الافكار التقديسية والجبرية التي كانت سائدة لدى الكثيرين من رجال الاديان وسدنتها وهي النظرة التي سارت اوروبا طوال القرون الوسطى فلم يكن للفقراء فيها حق معلوم ولا نصيب مقدر محتوم الا ما تجود به انفس الخيرين من عباد الله الصالحين رابعا موقف الرئيس مالية وهناك طائفة رابعة ترى ان الفقر شر من شرور الحياة ومشكلة من مشكلاتها ولكن المسؤول عنه هو الفقير نفسه ولكن المسؤول عنه هو الفقير نفسه او الحظ او القدر او ما شئت لا الامة ولا الدولة ولا الاغنياء فكل فرد مسؤول عن نفسه حر في تصرفه حر في ماله وزعيم هذه الطائفة هو قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتاه الله من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة ولما نصحه قومه بقولهم وابتغي فيما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين كان جوابه الصريح ما حكاه القرآن قال انما اوتيته على علم عندي وكذلك يرى اتباع النظرية القارونية ان ما جمعوه من المال ان ما جمعوه بذكائهم وحدهم وان مالك المال احق بماله من سواه وله حرية التصرف فيه بما يرى ويشاء فاذا جاد على الفقير بشيء من ماله فهو صاحب الفضل وحسب المجتمع في نظر هؤلاء ان يتيح الحرية للجميع ليكسبوا ويغتنوا فمن تخلف منهم عن الكسب والغنى فليس المجتمع مسؤولا عنه وليس الاغنياء مكلفين حمله والانفاق عليه الا من باب العطف والشفقة وابتغاء المحمدة في الدنيا او الثواب في الاخرة لمن يؤمن بها وهذه النظرة هي نظرة الرئيس مالية الخالصة التي سارت اوروبا في مطالع العصر الحديث ولا شك ان الفقراء في مجتمع هذا شأنه وتلك فلسفته اضيع من الايتام في مأدبة اللئام لا حق لهم يطالبون به ولا سند لهم يعتمدون عليه ولا عجب ان تميزت هذه الرئيس مالية في اول ظهورها وعنفوانها بالقسوة البالغة والانانية المفرطة التي لا ترحم صغيرا ولا تحن على انثى ولا تشفق على ضعيف ولا تنظر بعين العطف الى فقير او مسكين مما اكره النساء والصبيان والصغار ان يذهبوا الى المصانع يعملون بادنى اجر حتى لا تسحقهم الرحى الجبارة التي لا ترحم وحتى لا يدوسهم الاقوياء في مجتمع الغابة الجديد الذي قست قلوب اهله فهي كالحجارة او اشد قسوة ولكن هذه الرأسمالية المتجبرة قد اضطرت تحت وطأة الظروف والثورات والحروب وتطور الافكار والمذاهب الاشتراكية في العالم كله ان تعدل عن موقفها فاعترفت للعاجزين والضعفاء والفقراء بشيء من الحق ظل ينمو شيئا فشيئا حتى انتهى الى ما يسمى الان بالتأمين الاجتماعي والضمان القانوني ففي التأمين يدفع المواطن مبلغا من دخله في مقابل تأمينه عند عجزه الدائم او المؤقت ويكون ما يُعطى لكل فرد بنسبة ما دفع قلة وكثرة ولهذا يكون حظ محدودي الدخل من التأمين اقل من غيرهم من ذوي الدخل الكبير مع انهم هم الاكثر حاجة اما في الضمان فالدولة نفسها هي التي تقوم باعطاء العجزة والمحتاجين اعانات دورية من ميزانيتها العامة دون ان يكونوا هم قد اشتركوا او ساهموا بدفع شيء من مالهم خامسا موقف الاشتراكية الماركسية الطائفة الاخرى تقول ان القضاء على الفقر وانصاف الفقير لا يمكن ان يتم الا بالقضاء على طبقة الاغنياء ومصادرة اموالهم وحرمانهم من ثرواتهم من اي وجه جاءت وفي سبيل ذلك يجب تأليب يجب تأليب الطبقات الاخرى في المجتمع عليهم واثارة الحسد والبغضاء في صدورهم وتأريث نيران الصراع بين هذه الطبقات بعضها ببعض حتى ينتصر في النهاية اكثرها عددا وهي الطبقة العاملة الكادحة التي يسمونها البروليتاريا ولم يكتفي دعاة هذا المذهب بتحطيم طبقة الاغنياء ومصادرة ما ملكوا فذهبوا الى محاربة مبدأ الملكية الخاصة وتحريم التملك على الناس ايا كان مصدره وبخاصة الارض والمصانع والالات ونحوها مما يسمى ثروات الانتاج هؤلاء هم دعاة الشيوعية والاشتراكية الثورية فهناك قدر متفق عليه بين النزعات الاشتراكية كلها متطرفة ومعتدلة هو انكار مبدأ الملكية الفردية ومحاربته واعتباره مصدر كل شر وان اختلفت وسائلها في محاربته فبعضها يتخذ الطريقة الدستورية الديمقراطي وبعضها يتخذ طريقة التغيير الثوري يقول جورج بورجان وبيار رامبير في كتابهما هذه هي الاشتراكية يقول البعض ان الاشتراكية تعني حرية الفرد واحترامه فيجيب اخرون بل انها تمليك وسائل الانتاج للشعب والسعي لتثبيت ديكتاتورية والسعي لتثبيت ديكتاتورية الطبقة العاملة اما نحن فلن نتوقف طويلا عند هذه المناقشات الحامية فهي ليست حديثة العهد وهذا ما لاحظه مكسيم لورو فقال في كتابه رواد الاشتراكية الفرنسية لا شك في ان هناك اشتراكيات متعددة فاشتراكية بابوف تختلف اكبر الاختلاف عن اشتراكية برودون واشتراكيتا سان سيمون وبرودون تتميزان عن اشتراكية بلانكي وهذه كلها لا تتمشى مع افكار لويس بلان وكاييه وفوريه وبيكور وانك لا تجد داخل كل فرقة او شعبة الا خصومات عنيفة تحفل بالاسى والمرارة ولكن عاملا مشتركا يوحد بين هذه الاشتراكيات جميعا وهدفا واحدا ينتظمها ويقرب بينها وهو الغاء الملكية الخاصة مصدر كل ظلم وكل جور وكل حيف في المجتمع اما الاشتراكية الثورية او العلمية او الماركسية فليس بينها وبين الشيوعية الا فروق ضئيلة كلاهما يقوم على النظرة المادية للحياة والانسان وكلا المذهبين يحتقر الدين ويعزله عن المجتمع ويدعو الى دولة علمانية لا دينية وكلاهما يقوم على العنف والصراع الدموي وتدمير الاوضاع القائمة بالقوة والقسوة يقول الاستاذ محمد عبدالله عنان والشيوعية تقصد الى نفس ما تقصد اليه الاشتراكية والاشتراكية الخالصة ترمي في النهاية الى الشيوع والاشتراكية الثورية هي شيوعية بذاتها لا تفترق عنها الا في بعض الاجراءات والتفاصيل الشكلية ولكن الشيوعية مذهب ثوري محض في جوهره وفي وسائله لا يعرف شيئا من الوسائل السلمية والتطورية التي تؤثرها الاشتراكية المعتدلة واذا فالشيوعية تعتمد على الثورة دون غيرها لتحقيق غاياتها ومثلها نظرة الاسلام الى الفقر اولا الاسلام ينكر النظرة التقديسية للفقر ينكر الاسلام على الطائفة الاولى نظرتها الى الفقر بصفة خاصة والى الحياة الطيبة بصفة عامة وينكر على المتصوفين قبولهم للافكار التي وفدت على المسلمين من المانوية الفارسية والصوفية الهندية والرهبانية النصرانية وما شابهها من النحل المتطرفة وليس في مدح الفقر آية واحدة من كتاب الله تعالى ولا حديث واحد يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الواردة في مدح الزهد في الدنيا لا تعني مدح الفقر فإن الزهد يقتضي ملك شيء يزهد فيه فالزاهد حقا من ملك الدنيا فجعلها في يده ولم يجعلها في قلبه والإسلام يجعل الغنى نعمة يمتن الله بها ويطالب بشكرها ويجعل الفقر مشكلة بل مصيبة يستعاذ بالله منها ويضع مختلف الوسائل لعلاجها وحسبنا هنا أن نذكر أن الله سبحانه وتعالى امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بالغنى فقال ووجدك عائلا فأغنى وجعل سبحانه وتعالى ايتاء المال من عاجل مثوبته لعباده المؤمنين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للمرء الصالح وقال تعالى لرسوله في شأن أسرى بدر يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فجعل تعويضهم عما خسروا من مال جزاء لما يعلم في قلوبهم من خير وبر والأحاديث النبوية تعتبر الفقر آفة خطيرة يخشى سوء أثرها على الفرد وعلى المجتمع معا على العقيدة والإيمان وعلى الخلق والسلوك وعلى الفكر والثقافة وعلى الأسرة والأمة جميعا الفقر خطر على العقيدة فلا شك أن الفقر من أخطر الآفات على العقيدة الدينية وبخاصة الفقر المدقع الذي بجانبه ثراء فاحش وبالأخص إذا كان الفقير هو الساعي والمترف هو المتبطل القاعد الفقر حينئذ مدعاة للشك في حكمة التنظيم الإلهي للكون وللارتياب في عدالة التوزيع الإلهي للرزق ومثل هذا هو الذي جعل شاعرا قديما يقول كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العالم النحرير زنديقا فإذا لم يؤدي الأمر إلى مثل هذا الضلال البعيد أدى إلى نظرة جبرية قائمة على نحو ما قال القائل الرزق كالغيث بين الناس منقسم هذا غريق وهذا يشتهي المطر هذا الانحراف العقدي الذي نشأ من الفقر الناشئ من سوء التوزيع هو الذي جعل بعض السلف يقول إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك وقال ذنون المصري الصوفي أكفر الناس ذو فاقة لا صبر له وقل في الناس الصابر فلا عجب أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا رواه أبو نعيم في الحلية عن أنس ولا عجب أن يستعيد بالله من شر الفقر مقترنا بالكفر في سياق واحد وذلك حيث يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر رواه أبو داود وغيره ويقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة الفقر خطر على الأخلاق والسلوك وإذا كان الفقر خطرا على الدين باعتباره عقيدة وإيمان فليس بأقل خطورة عليه باعتباره خلقا وسلوكا فإن الفقير المحروم كثيرا ما يدفعه بؤسه وحرمانه وخاصة إذا كان إلى جواره الطاعمون الناعمون إلى سلوك ما لا ترضاه الفضيلة والخلق الكريم ولهذا قالوا صوت المعدة أقوى من صوت الضمير وشر من هذا أن يؤدي ذلك الحرمان إلى تشكك في القيم الأخلاقية نفسها وعدالة مقاييسها كما أدى إلى التشكك في القيم الدينية وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شدة وطأة الفقر على صاحبه وأثره في سلوكه خذوا العطاء ما دام عطاء فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه ولستم بتاركيه تمنعكم الحاجة والفقر رواه أبو نعيم في الحلية والطبراني من حديث معاذ وفي بيان أثر الدين على المستدين قال إن الرجل إذا غرم أي إذا استدان حدث فكذب ووعد فأخلف رواه البخاري وفي إشارة إلى علاقة الفقر والغنى بالفضائل والرذائل ذكر حديث الرجل الذي تصدق بالليل على رجل فصادفت صدقته سارقا فحدث أو فتحدث الناس بذلك ثم تصدق مرة أخرى على امرأة فصادفت صدقته زانية فأصبح الناس يتحدثون بذلك تصدق الليلة على زانية فجاءه في المنام من قال له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما صدقتك على زانية فلعلها أن تستعف عن زناها هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة فظهر بهذا أثر الغنى في استعفاف الرجل عن السرقة وفي استعفاف المرأة عن الفاحشة الفقر خطر على الفكر الإنساني وليس بلاء الفقر وخطره مقصورا على الجانب الروحي والخلقي للإنسان وإنما يشمل أيضا الجانب الفكري منه فالفقير الذي لا يجد ضرورات الحياة وحاجاتها لنفسه وأهله وولده كيف يستطيع أن يفكر تفكيرا دقيقا ولا سيما إذا كان هناك بجواره من تغص داره بالخيرات وتموج خزائنه بالذهب وقد رووا عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة أن الجارية أخبرته يوما في مجلسه أن الدقيق نفد فقال لها قاتلك الله لقد أضعت من رأسي أربعين مسألة من مسائل الفقه ويروى عن الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا تستشر من ليس في بيته دقيق أي لأنه مشتة الفكر مشغول البال فلا يكون حكمه سديدا وذلك أن الانفعال الحاد يؤثر على سلامة الإدراك وصحة الرأي كما يقرر علم النفس وكما جاء به الحديث الصحيح لا يقضي القاضي وهو غضبان وقاس الفقهاء على الغضب شدة الجوع وشدة العطش وغيرهما من الانفعالات المؤثرة وفي نحو هذا يقول الشاعر إذا قل مال المرء قل بهاؤه وضاقت عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان داريا أقدامه خير له أم وراؤه الفقر خطر على الأسرة والفقر خطر على الأسرة من نواحي عديدة على تكوينها وعلى استمرارها وعلى تماسكها ففي تكوين الأسرة نجد الفقر مانعا من أكبر الموانع التي تحول بين الشباب وبين الزواج وما وراءه من أعباء المهر والنفقة والاستقلال الاقتصادي ولهذا أوصى القرآن أمثال هؤلاء أن يعتصموا بالعفاف والصبر حتى تواتيهم القدرة الاقتصادية وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله كما نرى بعض الفتيات وأولياءهن من يعرضون عن راغب الزواج إذا كان رقيق الحال قليل المال وهو داء قديم عرض له القرآن ونصح الآباء أن يعدلوا موازينهم في اختيار الرجال ويقوموهم بالصلاح لا بالمال وحده يقول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وفي استمرار الأسرة نرى ضغط الفقر ربما غلب الدوافع الأخلاقية ففرق بين المرء وزوجته على كره منه وربما على كره منها وهذا أمر اعتبره القانون الإسلامي فأجاز للقاضي تطليق المرأة من زوجها لإعساره ولعجزه عن النفقة عليها رفعا للضرر عنها وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار وفي العلاقات بين أفراد الأسرة نجد الفقر كثيرا ما يكدر صفاءها بل قد يمزق أواصر المحبة بينها بل نجد القرآن الكريم يسجل حقيقة تاريخية رهيبة هي أن بعض الآباء قتلوا أولادهم وفلذات أكبادهم تحت وطأة الفقر المدقع أو خشية الفقر المتوقع وهو جريمة يندى لها جبين الإنسانية خجلا ويسود لها وجه الفضيلة حزنا فلا عجب أن أنكرها القرآن أشد الإنكار وحذر منها أبلغ التحذير فقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وفي سورة أخرى يقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا والإملاق هو الفقر وإنما قال في الآية الأولى من إملاق للدلالة على أن الفقر حاصل فعلا وفي الآية الثانية خشية إملاق للدلالة على أن الفقر هنا مخوف وليس واقعا بالفعل وسواء أكان الفقر واقعا أم مخوفا فلا يجوز أبدا أن يكون سببا لاقتراف تلك الجريمة النكراء وهذا الخطء الكبير الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك الأكبر فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم فقال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك ثم أي قال عليه الصلاة والسلام أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك والإسلام بهذا يعترف بأثر العوامل الاقتصادية في السلوك البشري حتى أنها لتطغى في بعض الأحيان وعند بعض البشر للأسف على الدوافع الفطرية الأصيلة كعاطفة الأبوة لكن هؤلاء الشواذ ليسوا مقياسا لكل البشر في كل الأقطار وفي مختلف الأعصار وفي شتى الأحوال فهناك لا شك عوامل أخرى كثيرة تحكم سلوك الناس وعلاقاتهم عوامل نفسية ودينية وأخلاقية واجتماعية لها وزنها ولها تأثيرها الواضح الفعال في كافة الناس من فضلك تابع بقية المادة الفقر خطر على المجتمع واستقراره وفوق ذلك كله فالفقر خطر على أمن المجتمع وسلامته واستقرار أوضاعه وقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه وقد يصبر المرء إذا كان الفقر ناشئا عن قلة الموارد وكثرة الناس أما إذا نشأ عن سوء توزيع الثروة وبغي بعض الناس على بعض وترف أقلية في المجتمع على حساب الأكثرية فهذا هو الفقر الذي يثير النفوس ويحدث الفتن والاضطراب ويقوض أركان المحبة والإخاء بين الناس وما دام في المجتمع أكواخ وقصور وسفوح وقمم وتخمة وفقر دم فإن الحقد والبغضاء يوقدان في القلوب نارا تأكل الأخضر واليابس وستتسع الشقة بين الواجدين والمحرومين ومن هنا تتخذ المبادئ الهدامة أو كارها بين ضحايا الفقر والحرمان والضياع والفقر خطر أيضا على سيادة الأمة وحريتها واستقلالها فالبائس المحتاج لا يجد في صدره حماسة للدفاع عن وطنه والذود عن حرمات أمته فإن وطنه لم يطعمه من جوع ولم يؤمنه من خوف وأمته لم تمد إليه يد العون لتنتش له من وهدة الشقاء إنه لا يبعد أن يضن بدمه في سبيل وطن قسى عليه وأشاح بوجهه عنه ولماذا يكون عليه هو واجب الدفاع ولأناس غيره حق الاستمتاع وكيف يدعى في غرم الوطن وينسى في غنمه وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جنوب هذا وللفقر أخطار سيئة أخرى على الصحة العامة لما يتبعه عادة من سوء التغذية وسوء التهوية وسوء السكن وعلى الصحة النفسية لما يلازمه عادة من الضجر والتبرم والقلق والسخط وفي ذلك خطر على الإنتاج والاقتصاد إلى غير ذلك من الأخطار والأضرار ثانيا الإسلام ينكر النظرة الجبرية للفقر وكما أنكر الإسلام على الطائفة الأولى نظرتها التقديسية للفقر والحرمان المادي والعذاب البدني على وجه العموم فإنه ينكر على الطائفة الثانية نظرتها الجبرية للفقر وزعمها أن قضية الفقر والغنى أمر محتوم وقدر مقسوم لا راد له ولا حيلة في دفعه وأن غنى الغني بمشيئة الله وفقر الفقير بمشيئة الله ومشيئته تعني رضاه فليرض كل واحد بوضعه لا يطلب له تبديلا ولا تغييرا إن هذه النظرة تعد حجر عثرة في سبيل أي محاولة لإصلاح الأوضاع الفاسدة أو تعديل الموازين الجائرة وإقامة العدالة للمرجوة والتكافل الإنساني المنشود وكان على الإسلام ليتم رسالته في تحريض الإنسان من رق الفقر والعوز وإقرار حق الفرد في الحياة الحرة الكريمة وإرساء دعائم التكافل الاجتماعي كان عليه أن يحارب تلك الفكرة الجبرية الخاطئة التي شاعت وأخذت طريقها إلى العقول والقلوب من زمن قديم ومن العجب أن يروج هذه الفكرة الأغنياء مكابرة وخبثة ويتقبلها الفقراء جهلا وانخداعا وينساق في تيارها بعض رجال الأبيان غفلة أو نفاقا جاء القرآن فوجد هذه الفكرة فدع الأغنياء القادرين إلى الإنفاق من رزق الله على عباد الله وفرض في أموالهم حقا معلومة للسائل والمحروم فلما احتجوا بمشيئة الله وقدره رد عليهم زعمهم ورماهم بالضلال المبين وفي ذلك جاء القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وأي ضلال أبين من أن يقيد هؤلاء مشيئة الله سبحانه وتعالى بأفواههم وبأهوائهم العمياء فإذا شاء الله أن يطعم عاجزا أو محتاجا في رأيهم أنزل له من السماء خبزا وإداما أو سمنا وعسلا ولو أقلوا وأنصفوا لعلموا أن الله يرزق الناس بعضهم من بعض وأن القادر حين يقوم بكفاية العاجز إنما يكفيه بمشيئة الله عز وجل لقد كان من أعظم المبادئ التي غرسها الإسلام أن لكل معضلة في الكون حلا ولكل دواء دواء فإن الذي خلق الداء خلق الدواء والذي قدر المرض قدر العلاج فالمرض بقدر الله والعلاج بقدر الله عز وجل والمؤمن الصادق يدفع قدرا بقدر كما يدفع قدر الجوع بقدر الغذاء ويدفع قدر العطش بقدر الشرب ولهذا قال أمر الفاروق رضي الله عنه حين رجع بمن معه من الشام خشية الوباء وقيل له أفرارا من قدر الله يا أمر المؤمنين فقال رضي الله عنه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله وقبل ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أدوية يتداوون بها وتقات يتقونها هل ترد من قدر الله شيئا فقال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله رواه أحمد وابن ماجه فإذا كان الفقر داءا فإن الله سبحانه وتعالى جعل له دواءا وإذا كان الفقر قدرا من الله تعالى فإن مقاومته وتحرر من ربقته من قدر الله عز وجل أيضا معنى القناعة الرضا بما قسم الله أما ما جاءت به الأحاديث من حث على القناعة والرضا بما قسم الله تبارك وتعالى فليس معناها ترضية الفقراء بالعيش الدون والحياة الهون ولا القعود عن السعي إلى الغنى الحلال والحياة الطيبة والعيش الرغيد ولا ترك الأغنياء في سرفهم وترفهم يعبثون ويعيثون إن القناعة والرضا بما قسم الله تعالى لا تعني شيئا مما ذكرنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الغنى كما يسأله التقى ودعا لصاحبه وخادمه أنس فكان مما قاله اللهم أكثر ماله هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجة عن أبي هريرة وأثنى على صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال ما نفعني مال كمال أبي بكر فماذا تعني القناعة إذن إنها تعني أمرين أولهما أن الإنسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنيا لا يكاد يشبع منها أو يرتوي وقد صور ذلك الحديث النبوي الشريف لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ عين بن آدم إلا التراب رواه البخاري وغيره وكان لابد للدين أن يهديه إلى الاعتدال في السعي للغنى والإجمال في طلب الرزق وبذلك يقيم التوازن في نفسه وفي حياته ويمنحه السكينة التي هي سر السعادة ويجنبه الإفراط والغلو الذي يرهق النفس والبدن معا ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولو ترك الإنسان يستسلم لنزعات حرصه وطمعه لأصبح خطرا على نفسه وعلى جماعته فكان لابد من توجيه طموحه إلى قيم أرفع ومعان أخلد ورزق أبقى وذلك هو وظيفة الدين معه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله وظيفة الإيمان هنا أن يحد من سورة الحرس والطمع وتغيان الشراهة والجشع على النفس البشرية فلا تستبد بها وتجعلها تحيا في قلق دائم لا تكتفي بقليل ولا تشبع من كثير لا يطفئ غلة طمعها ما عندها فتمتد عينها إلى ما عند غيرها ولا يشبعها الحلال فيسيل لعابها إلى الحرام مثل هذه النفس لا ترضى ولا تستريح إنها كجهنم تلتهم الملايين في جوفها ثم يقال لها هل امتلأت وتقول هل من مزيد وظيفة الإيمان أن يوجه النفوس إلى القيم المعنوية الخالدة وإلى الدار الآخرة الباقية وإلى الله الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى ويعلم المؤمن أن الغنى إن كان ينشد الغنى ليس في وفرة المال وكثرة المتاع وإنما هو في داخل النفس أصلا وبذلك ورد الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس متفق عليه عن أبي هريرة وثاني ما تعنيه القناعة والرضى بما قسم الله تعالى أن تفاضل الناس في الأرزاق كتفاضلهم في المواهب والملكات سنة مضطردة اقتضدها طبيعة هذه الحياة ووظيفة الإنسان فيها وما منحه الله من إرادة واختيار وما حفه به من ابتلاء واختبار قال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وقال أيضا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وقال سبحانه وتعالى أيضا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم فكما أن في الناس القصير والطويل والدميم والجميل والغبية والذكي والضعيف والقوي كذلك يوجد الموسع له والمضيق عليه هذه طبيعة الحياة وهذه سنة الله تعالى التي لم يستطع الشيوعيون أنفسهم أن يغيروها رغم تشدقهم بالمساواة ومحو الفوارق الاقتصادية بين الناس فالإسلام يريد من المسلم أن يكون واقعيا يعترف بالحياة كما هي ولا يعيش حياته في هم ناصب وتعب واصب جريا وراء وهم كاذب الإسلام يريد من المسلم أن لا يكون أكبر همه النظر إلى ما أوتيه الآخرون نظرة العدو المتربص الذي يأكل قلبه الحسد ويغلي صدره بالبغضاء وتموج نفسه بالطمع فإن نظرة الإنسان إلى ما أوتيه الآخرون وما حرمه هو لا يجلب عليه إلا النكد والشقاء وأولى من ذلك أن ينظر إلى ما أوتيه هو من نعم كثيرة وأن ينظر إلى من دونه ممن حرم مثل هذه النعم فيسعد ويرضى ويطمئن قلبه فمعنى هذه القناعة هنا أن يرضى الإنسان بما وهب الله له مما لا يستطيع تغييره فالمرء تحكمه موارث جسمية وعقلية ونفسية وتحده البيئة والخبرة والظروف القاهرة وفي حدود ما قدر له يجب أن يكون نشاطه وطموحه فلا يعيش متمنيا ما لا يتيسر له متطلعا إلى ما وهب أو إلى ما وهب لغيره ولم يوهب له وذلك كتمني الشيخ أن يكون له قوة الشباب وتطلع المرأة الدميمة إلى الحسناء في غيرة وحسد ونظرة الشاب القصير إلى الرجل الطويل في حسرة وتلهف وطموح البدوي الذي يعيش في أرض قفراء بطبيعتها إلى رفاهية الحياة وأسباب النعيم وكما حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من تمني النساء أن يكون لهن مال الرجال فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله في حالة العسر وضيق الرزق التي تحل بالأفراد ولا تخلو منها حياة الناس وفي الأزمات الطارئة التي تحل بالأمم نتيجة حرب أو مجاعة أو نحوها وفي البلاد والدول التي تقل مواردها الطبيعية عن توفير الرفاهية لأهلها ولا يهتدي كثير منهم سبيلا لتنمية رزقه أو للهجرة من بلده تكون القناعة بما رزق الله تعالى هي الدواء الناجع والبلسم الشافي وتطلع مثل هؤلاء الذين ذكرنا ليس طموحا ولا علو وهمة إنه طمع في غير مطمع وتمن لما لا يكون وحرص لما لا ثمرة له إلا الهم والحزن وهؤلاء في حاجة أن يعلموا ويوقنوا أن السعادة ليست في وفرة أعراض الحياة ولكنها في داخل النفس وأولى ما يقال لهم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وقد أفلح من هدي للإسلام وكان رزقه كفافا وقنع به ما قل وكفى خير مما كثر وألها إن الغني هو الغني بنفسه ولو أنه عار المناكب حافي ما كل ما فوق البسيطة كافيا وإذا قنعت فبعض شيء كافي وقد فسر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحياة الطيبة بالقناعة ثالثا الإسلام ينكر الاقتصار على الإحسان الفردي والصدقات التطوعية والإسلام وإن بدى موافقا للطائفة الثالثة في دعوتها الأغنياء إلى الصدقة والإحسان في فعل الخير ومواساة الضعفاء ومد يد المعونة والتبرع لإخوانهم الفقراء فإنه ينكر اقتصارها على هذا الجانب التطوعي ويرى أن ترك الفقراء والضعفاء في المجتمع تحت رحمة الأغنياء وما تجود به أيديهم أو تفيض به عواطفهم إن هو إلا مضيعة للفقراء والمساكين وسائر ذوي الحاجات وخاصة إذا قست القلوب وضعف الإيمان وغلب الشح والأنانية على الأنفس وغدى المال عند أربابه أحب إليهم من الله ورسوله ومثوبته كذلك المجتمع الجاهلي الذي خاطبه القرآن بقوله كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما والقصور في معالجة الفقر هنا راجع إلى طبيعة فكرة الصدقات التطوعية نفسها وفكرة الإحسان الفردي الاختياري ذاته تلك الفكرة التي يحللها الأستاذ الدكتور إبراهيم اللبان في بحث له عن حقوق الفقراء فيقول كانت فكرة الإحسان أقدم الوسائل التي استخدمتها الديانات السماوية لمعالجة مشكلة الفقر في المجتمع وقد اعتمدت عليها الإنسانية عصورا طويلة في مكافحة ظاهرة البؤس والفاقة ومعاونة جماهير الفقراء والمساكين ولكن هذه الفكرة على جلالتها وسموها وحسن أثرها لم يكن في مقدورها أن تستأصل الفقر من جذوره وتنهض بجميع العجزة والمعوزين إلى مستوى الحياة الإنسانية الكريمة ويرجع هذا إلى طبيعة الفكرة نفسها ومن ثم كان لابد لنا أن ندرس حقيقتها ونعرف خصائصها ونحدد مواضعها مواضع النقص والقصور فيها ليتسنى لنا أن نضع أصابعنا على أسباب فشلها في تنقية المجتمع من شرور الفقر والفاقة للواجبات في الحياة عادة وجهان فهي من ناحية واجب ومن الناحية الأخرى حق فالثمن في البيع يمثل من ناحية المشتري واجبا يؤديه ويجب أداؤه ولكنه يمثل من ناحية البائع حقا قائما له أن يتقاضاه ويستمد هذا الحق قوته من عاملين العامل الأول أن وراءه مطالبا يطالب به ويستقضيه ولا يتركه للإهمال والضياع والثاني أن الدولة نفسها ترى من واجبها إيصال هذا الحق إلى مستحقه ونستطيع أن نقرر في ثقة واطمئنان أن العامل الأكبر في نجاح عملية التبادل هو وجود فكرة الحق إلى جانب فكرة الواجب وأن فكرة الواجب وحدها لا يمكن أن تكفل النجاح لعملية التبادل الاقتصادي فشعور البائع بأن الثمن حق له ومطالبته الدائمة عنصر أساسي لنجاح هذه العملية ولا يقل عن هذا وضوحا أن تدخل الدولة إلى جانب صاحب الحق أمر لا غنى عنه ليصل صاحب الحق إلى حقه ويقوم من عليه الواجب بأداء واجبه كانت هذه مقدمة لا غنى عنها لفهم فكرة الإحسان فالإحسان يمثل في أغلب الأذهان واجبا لا حقا ومن ثم لم يشعر الفقير في العهد الذي سادت فيه فكرة الإحسان أن له على الغني حقا يجب أن يطالبه به ويأخذه منه ومن ثم استطاع الأغنياء أن يهمل الإحسان دون أن يطالب الفقراء أو تقوم الدولة بتحصيله لهم ودفعه إليهم وفي فكرة الإحسان أيضا أمور حالت دون تدخل الدولة إلى جانب الفقير ويرجع هذا إلى أمرين هامين أما الأمر الأول فهو درجة الإلزام فإن الناس لم يشعروا إزاء الإحسان بأنه يتمتع بدرجة عالية من الإلزام فقد عرف الناس منذ القدم أن الإلزام الخلقية وغير الخلقي تتفاوت درجاته ولم يحدث أن رفعوا الإحسان إلى درجة عالية في سلم الإلزام ويجب أن يضاف إلى هذا أن الإحسان يخلو من الشروط الضرورية لتدخل الدولة فالدولة يمكن أن تجبي ضريبة محدودة المقادير مبينة الشروط ولكنها لا تستطيع أن تجبي الإحسان لأنه خال من هذه المقومات فليس هناك تحديد لمقاديره ولا بيان واضح دقيق لمن يجب عليه الإحسان ومتى يجب بقي الإحسان إذن مجرد واجب وفقد ما قد كان يتمتع به من قوة لو أنه وصل إلى مرتبة الحق وعينت مقاديره فتمكنت الدولة من جبايته وتوزيعه وقد كان هذا الوضع من أسباب عجزه وفشله فقد أصبح الأمر كله موكولا إلى الأغنياء متروكا لدى شعورهم بواجبهم إزاء الفقراء والمعوزين وهو شعور يغالبه الحب الطبيعي للمال والنفور من بذله وإنفاقه فكانت النتيجة أن انصرف الناس عن الإحسان تدريجيا وسقط الفقير في هوة سحيقة من البؤس والعوز دون أن يجد له من نظام المجتمع عونا أو كافلا وإجمال القول أن الإحسان مبدأ ضعيف في ذاته عاجز عن أن يعالج مشكلة الفقر علاجا شافيا فهو من ناحية لم يحدد المبلغ المطلوب بما يتناسب وحاجة الفقراء في المجتمع ومن الناحية الأخرى لم يتمتع بدرجة عالية من الإلزام تكفل دوامه وانتظامه ومن ثم كانت حصيلته ضئيلة وغير مستقرة وزاد الطين بله أنه واجب فردي متروك لإرادة الفرد ومشيئته وليس للدولة أن تتدخل في جبايته من الشعب وإنفاقه على الفقراء والمساكين فلم يكن ثمة ما يكفل أداءه منظمة ولهذا لم يلبث أن دب إليه دبيب الضعف ولضمحلال في كل المجتمعات الإنسانية رابعا الإسلام ينكر النظرة الرأسمالية وكما ينكر الإسلام فكرة الاقتصار على الإحسان الفردي الاختياري ينكر أيضا اعتبار الغني هو المالك الحقيقي لماله وثروته وهو صاحب الحق الأول والأخير فيها يتصدق منها على من يشاء ويبخل إن شاء ويسرف على شهواته إن شاء كما هي نظرة الرأسمالية المطلقة نظرة قارون الذي فضل المال كله إلى نفسه وجحد نعمة ربه وبغى على حق قومه فخسف الله به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين إن الإسلام ينكر هذه النظرة من أساسها ويرى أن المال مال الله هو خالقه وواهبه وأن الغني مستخلف فيه وأمين عليه وبعبارة أخرى هو نائب عن المالك الأصلي في رعايته وتنميته وتصريفه وفقا لأوامره ومرضاته يقول الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وقال وآتوهم مما لله الذي آتاكم وقال أنفقوا مما رزقناكم فالمال في يد الغني إنما هو في الحقيقة مال الله عنده ورزق الله لديه ومن هنا يجب الله تعالى خالق الإنسان وخالق المال وخالق الكون كله على الأغنياء حقا معلوما في أموالهم بل في أموال الله تعالى التي آتاهم إياها واستخلفهم عليها ولا يكتفي الإسلام هنا بمجرد الوعظ والترغيب والترهيب والدعوة إلى البذل والتصدق فهذا وحده لا يكفي إذا قست القلوب وسقمت الضمائر وضعف الإيمان ولكنه يضم إلى ذلك تدخل الدولة باسم الشرع لتأخذ من الأغنياء وترد على الفقراء فمن أبى أن يطيع قانون الله قوتل على ذلك حتى ينقاد للحق طوعا أو كرها وبهذا يجمع الإسلام بين الحسنيين ويأخذ بكلا الوسيلتين وسيلة الإرشاد الديني والتوجيه الأخلاقي ووسيلة التشريع القانوني والإلزام الحكومي من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطف أن تقدم لكم هذه المادة مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام نواصل القراءة تحت عنوان الإسلام ينكر النظرة الرئسمالية وكيف عالجها الإسلام وبهذا يجمع الإسلام بين الحسنيين ويأخذ بكلا الوسيلتين وسيلة الإرشاد الديني والتوجيه الأخلاقي ووسيلة التشريع القانوني والإلزام الحكومي فإن الله يزع بالسلطان من لم يزعه بالقرآن وهذا أفضل ما عند الطائفة الثالثة ومنتهت إليه الطائفة الرابعة التي ترى وجوب التدخل الحكومي لتحقيق التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي الذي تطورت إليه الرئسمالية المعدلة وما شابهها من الأنظمة التي تدفي على نفسها صفة الاشتراكية وإن كانت في أساسها رئسمالية كاشتراكية الدولة مثلا ولكي يظل للإسلام فضله الذي لا يدان وتفوقه الظاهر على هذه الأنظمة المستحدثة وذلك لما توافر له من مزايا لا تجتمع في غيره أولا فله مزية السدق الزمني فقد أقر حقوق الفقراء وضمينها وقاتل دونها منذ أربعة عشر قرن وقد قيل الفضل للمبتدي وإن أحسن المقتدي ثانيا وله مزية الأصالة فليست هذه الحقوق المفروضة والتشريعات الملزمة أو الملزمة ترقيعات أدخلت عليه تحت ضغط الظروف والملابسات والثورات والحروب بل هي مبادئ أساسية تدخل في صلب شريعته وتعد من أركانه ومبانيه العظام ثالثا وله مزية الخلود والثبات فإنما أدخل على نظام لظروف طارئة قد يزول بظروف مغايرة أما الإسلام فهو شريعة الله الباقية وكلمته الأخيرة التي لا تقبل نسخا ولا تبديلا حتى يرث الله الأرض ومن عليها رابعا وله مزية الكمال والشمول التي لا تتحقق إلا في نظام شرعه العليم الحكيم نظام بريء من قصور البشر الذاتي ومن أهوائهم التي تؤثر حتما في تقديرهم للأمور وحكمهم على الأشياء وهذا الكمال يظهر هنا في أمرين الأول أن التأمين الاجتماعي الذي أقرته النظرية الغربية الحديثة يقوم على أساس إعطاء المؤمن له من التعويضات والمساعدات بنسبة ما دفع من أقصاط طوال سنوات عمله لا على أساس حاجياته الحقيقية التي تلح عليه وتطالبه بإشباعها فمن كان دفع أكثر أعطي أكثر ومن دفع أقل كان نصيبه أقل مهما تكاثرت عليه الحاجات وذو الدخل المحدود يدفعون دائما أقل أما التأمين الاجتماعي الذي يحققه الإسلام لأبنائه فلا يقوم على اشتراط دفع أقصاط سابقة ولا يعطي المحتاج منهم على قدر ما دفع بل على قدر ما يشبع حاجاته ويزيل كربته ويفرج ضائقته الثاني أن الضمان الاجتماعي الغربي ما زال قاصرا من جهتين الجهة الأولى عدم شموله لكل أفراد المحتاجين والثانية قصوره عن تحقيق الكفاية التامة للفقراء والمساكين على النحو الذي يكفله الإسلام بنظام الزكاة وغيره وإنما يكتفي بإعطاء إعانة محدودة قد تكفي وقد لا تكفي خامسا الإسلام ينكر النظرة الماركسية وأما الطائفة الأخيرة الذين لا يرون علاجا لمشكلة الفقر إلا في تحطين طبقة الأغنياء ومصادرة ما ملكوا وتحرين مبدأ الملكية نفسه وتأليب الطبقات الأخرى على الأغنياء وتغذية الصراع الطبقي بوقود الحقد والعداوة حتى تنتصر الطبقات الكادحة وتقوم ديكتاتورية البروليتاريا أما هؤلاء فإن الإسلام ينكر نظرتهم هذه من أساسها لأنها تناقض مبادئه وأصوله مناقضة صريحة أولا فإذا كان الأغنياء فيهم أناس أطغاهم الغنى وأفسدهم المال فجاروا على غيرهم وأكلوا حقوق الضعفاء والفقراء فإن هناك أغنياء آخرين شكروا نعمة المال وأدوا حق الله وحق الناس فيه ولا يجوز في نظر الإسلام أن تعاقب طبقة بأسرها بذنب أفراد منها فكل إنسان مسؤول عن نفسه وعن من يرعاه فحسب كل مرئ بما كسب رهين ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى بل يقص علينا القرآن الكريم أن هذا المبدأ قد أقرته الأديان السابقة أيضا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وهو مبدأ يقره كل عقل سليم وكل شرع قويم ثانيا ثم إن الإسلام يقر مبدأ الملكية الخاصة للمال لأن فيها إشباعا لدافع فطري إنساني أصيل ونظرا لما يترتب عليها من آثار في تقدم المجتمع وازدهار الاقتصاد لأنها الضمان المادي لبقاء الحرية المدنية والحرية السياسية أجل إن الإسلام يحدد للتملك الفردي حدودا ويضع له قيودا ليس هنا موضع تفصيلها ولكنه بصفة عامة يحترم مبدأ الملكية ويصونه ويحميه بقوانينه ووصاياه ويجعله أساسا لنظامه الاقتصادي واستغلال أناس لملكيتهم بغير حق وجورهم فيها لا يقتضي فساد مبدأ التملك ذاته فإن الفساد في أنفس الناس فإن صلحت أصبح المال في أيديهم أداة خير وإصلاح وفي هذا ورد الحديث الشريف نعم المال الصالح للرجل الصالح ولهذا تتجه النظرية الإسلامية إلى إصلاح الأنفس وتربية الضمائر أولا ولكنها لا تكتفي بذلك ولا تقف عنده وحده فتضيف إلى ذلك سلطان التشريع والتنظيم ورقابة الدولة ثالثا هذا إلى أن الإسلام يقيم علائقه بين الأفراد والجماعات على أساس الإخاء والتعاون ولا يقر العداوة بين الأفراد والصراع بين الطبقات والإسلام يرى أن الحقد والحسد والبغضاء آفات تأكل الأعمال الصالحة كما تأكل النار الحطب وتحلق الدين كما تحلق الموسى الشعر وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم داء الأمم دلالة على خطرها وسوء أثرها فإذا فسدت ذات البين فإن الإسلام يوجب على المجتمع التدخل للإصلاح وإطفاء النار ورتق النفوس ويجعل هذا العمل أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة وبعد هذا مقتضى الإيمان والأخوة التي فرضها الإسلام إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ومن ثم يرفض الإسلام بقوة كل مذهب ينادي بتغذية العداوة والصراع بين الأغنياء والفقراء أو بين الطبقات بعضها وبعض وكيف لا والأخوة فيه صلو الإيمان وثمرة الإسلام فالمؤمنون إخوة بنص القرآن والعباد كلهم إخوة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال وكونوا عباد الله إخوانا ولقد كان عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما رضي الله عنهم من أغنياء الصحابة جنبا إلى جنب مع أبي هريرة وأبي ذر وبلال وغيرهم من فقراء المهاجرين رضي الله تعالى عنهم لا يحقد فقير على غني ولا يستعلي غني على فقير ضمهم الإسلام في رحابه فكانوا كما أمر الله سبحانه وتعالى إخوانا رابعا ثم إن الإسلام لا يقبل علاج مشكلة بخلق مشكلة أخرى قد تكون أشد خطرا من الأولى والشيوائيون والاشتراكيون يحاولون حل مشكلة الفقر والمشكلة الاقتصادية بخنق حرية الشعب وفرض ديكتاتورية عاتية مستبدة تتحكم في أرزاقه وأقواته ولا تدع فرصة لحرية العمل أو التملك أو التصرف ومعنى هذا بعبارة أخرى فرض عبودية عامة على الشعب كله عبودية يصبح المواطنون معها رقيقا يملكهم سيد واحد هو الجهاز الحزبي الحاكم المسيطر على الناس ببوليسه وجواسيسه وسجونه ومنافيه والناس أمام جبروته وإرهابه مكرهون على السمع والطاعة بل على التأييد والتصفيق عاجزون عن قول لما فضلا عن قول لا إذ كيف يعارضون من يملك أقواتهم وأقوات أولادهم وأقوات أولادهم وأقواته أيضا في قبضته وهم لا يملكون شيئا ولا عجب إذا وجدنا القرآن الكريم يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون وإنما وصف القرآن العبد المملوك بأنه لا يقدر على شيء لأنه لا يملك شيئا فإن الملكية تعطي صاحبها نوعا من القدرة على الحركة والتصرف أما السيد الحر في نظر القرآن فهو من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا أي هو الذي يملك ويتصرف في ملكه بالإنفاق سرا وجهرا وفق ما يوحي به ضميره وإيمانه خامسا ومع هذا فإن الشيوعيين والاشتراكيين الماركسيين الذين صادروا حرية الشعوب وتحكموا في مقدراتها وأحصوا عليها أنفاسها وأمموا أملاكها ووسائل الإنتاج فيها باسم مصلحة الشعب وسيطرة الشعب لم تستطع مناهجهم الجديدة أن تحل مشكلة الفقر وأن ترفع من مستوى الفقراء على الوجه الذي كان ينشده الناس فيها أول رواجها كل ما صنعته أنها أنزلت الأغنياء إلى مستوى الفقراء ولم ترتفع بالفقراء إلى درجة الأغنياء فإذا كان تعميم الفقر وخفض مستوى المعيشة خيرا يسعى إليه الإنسان فقد حققته الشيوعية وربيبتها الاشتراكية الثورية وانخفاض مستوى المعيشة والحرمان من طيبات الحياة هو ما يشعر به كل من يزور روسيا أو الصين أو غيرها من البلاد الماركسية وهو ما أكدته الأرقام والإحصاءات الرسمية والسر في هذا التخلف الإنتاجي والانخفاض المعيشي في بلاد الاشتراكية الأم ليس راجعا إلى سوء أو فساد في التطبيق بل يرجع إلى طبيعة النظام نفسه الذي يحرم التملك ويقتل الطموح والمواهب ويحطم الآمال والدوافع الفردية ولا يجعل للفرد قيمة أو حرية في الإنتاج أو الاستهلاك وهذا يؤدي حتما إلى انحطاط عام في الإنتاج كما وكيفا يجعله دائما أدنى درجة من الإنتاج الرئيس مالي الذي تمده الحرية بوقود لا ينطفئ وغذاء لا ينقطع وهذا التخلف الإنتاجي عن النظام الحر هو ما اعترف به زعماء الشيوعية أنفسهم ويحاولون التخلص من آثاره يوما بعد يوم بالابتعاد عن حقيقة المذهب الماركسي والاقتراب من الأنظمة التي أنكروها من قبل سادسا وأخيرا نرى الماركسية في مصادرها الأصلية لا توجه عنايتها إلى الفقراء والضعفاء والعاجزين من فئات المجتمع المحتاجة إلى الرعاية والمعونة إنما توجه كل همها إلى طبقة البروليتاريا أي إلى العمال والفلاحين لتتخذ منهم أداة لقلب نظام المجتمع وهذه الفئات الأخرى ولكن ما نصيب العجزة والأرامل والشيوخ وذوي العهات البدنية والعقلية في المجتمع الماركسي الذي لا يعطي أحدا إلا بمقابل وفي نظير عمل ويسير وفق فلسفة من لا يعمل لا يأكل إن نصيب هؤلاء إن كان لهم نصيب هو الفتاة الممزوج بالمن والأذى الخلاصة والخلاصة مما ذكرنا أن الإسلام يعتبر الفقر مشكلة تتطلب الحل بل آفة خطيرة تستوجب المكافحة والعلاج ويبين أن علاجه مستطاع ويبين أن علاجه مستطاع وليس محاربة للقدر ولا للإرادة الإلهية وهو يرفض نظرة الذين يقدسون الفقر ويرحبون بمقدمه ويعدون الغنى ذنبا عجلت عقوبته ويرفض نظرة الذين يعدون الفقر قدرا محتوما لا مفر منه ولا علاج له إلا الرضا والقناعة ويرفض نظرة الذين يقتصرون في علاج الفقر على جانب الإحسان والتصدق الإختياري وحده وهو كذلك ينكر نظرة الرئيس مالية المطلقة إلى الفقراء وحقوقهم على الأغنياء والدولة ويتجاوز بعلاجه الترقيعات التي أدخلتها الرئيس مالية المعدلة وما شابهها من أنظمة كما يرفض بشدة نظرة الذين يحاربون الغنى وإن كان مشروعا والملكية وإن كانت حلالا ويرون علاج الفقر في تحطيم طبقة الأغنياء وإيقادة النور الصراع بينهم وبين الفقراء وسائر الطبقات الأخرى الإسلام يرفض هذه النظرات المتطرفة الحائدة عن صراط الله المستقيم الجانحة إلى الإفراط أو التفريط ويتقدم في علاج مشكلة الفقر بخطوات إيجابية ووسائل عملية واقعية نوضحها فيما يلي من فصول هذا الكتاب بمشيئة الله تعالى وسائل الإسلام في معالجة الفقر أولا العمل ثانيا كفالة الموسرين من الأقارب ثالثا الزكاة رابعا كفالة الخزانة الإسلامية خامسا إيجاب حقوق غير الزكاة سادسا الصدقات الإختيارية والإحسان الفردي وسائل الإسلام في معالجة الفقر أعلن الإسلام الحرب على الفقر وشدد عليه الحصار وقعد له كل مرصد درءا للخطر عن العقيدة وعن الأخلاق والسلوك وحفظا للأسرة وصيانة للمجتمع وعملا على استقراره وتماسكه وسيادة روح الإخاء بين أبنائه ومن هنا أوجب الإسلام أن يتحقق لكل فرد يعيش في مجتمعه ما يحيا به حياة إنسانية لائقة به يتواثر له فيها على أقل تقدير حاجات المعيشة الأصلية من مأكل ومشرب ومسكن وملبس للصيف وآخر للشتاء وما يحتاج إليه من كتب في فنه وأدوات لحرفته وأن يزوج إن كان تائقا للزواج وعلى العموم يجب أن يتهيأ له مستوى من المعيشة ملائم لحاله يعينه على أداء فرائض الله وعلى القيام بأعباء الحياة ويحميه من أنياب الفاقة والتشرد والضياع والحرمان ولا يجوز في نظر الإسلام أن يعيش فرد في مجتمع إسلامي ولو كان من أهل الذمة جائعا أو عاريا أو مشردا محروما من المأوى أو من الزواج وتكوين أسرة ولكن ما الذي يحقق للإنسان هذه المعيشة في المجتمع الإسلامي وما الوسائل التي اتخذها الإسلام لضمان ذلك والجواب أن الإسلام يحقق هذه المعيشة ويكفلها لأبنائه بالوسائل التالية الوسيلة الأولى العمل إن كل إنسان في مجتمع الإسلام مطالب أن يعمل مأمور أن يمشي في مناكب الأرض ويأكو أن يأكل من رزق الله كما قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور والمراد بالعمل المجهود الواعي الذي يقوم به الإنسان وحده أو مع غيره لإنتاج سلعة أو خدمة إن هذا العمل هو السلاح الأول لمحاربة الفقر وهو السبب الأول في جلب الثروة وهو العنصر الأول في عمارة الأرض التي استخلف الله فيها الإنسان وأمره أن يعمرها كما قال تعالى على لسان صالح لقومه يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها إن الإسلام يفتح أبواب العمل أمام المسلم على مصراعيها ليختار منها ما تؤهله له كفايته وخبرته وميوله ولا يفرض عليه عملا معين إلا إذا تعين ذلك لمصلحة المجتمع كما لا يسد في وجهه أبواب العمل إلا إذا كان من ورائه ضرر لشخصه أو للمجتمع ماديا كان الضرر أو معنويا وكل الأعمال المحرمة في الإسلام من هذا النوع إن هذا العمل سيدر على صاحبه غلة أو ربحا أو أجرا يمكنه من إشباع حاجاته الأساسية وتحقيق كفايته وكفاية أسرته ما دام النظام الإسلامي هو الذي يحكم الحياة الإجتماعية والاقتصادية والسياسية ويوجهها وفقا لأحكامه ووصاياه ففي ظل هذا النظام لا يحرم عامل جزاء عمله وثمرة جهده بل يعطى كل إنسان أجره قبل أن يجف عرقه كما أمر الإسلام ويعطى أجره المناسب ويعطى أجره المناسب لجهده وكفايته بالمعروف بلا وكس ولا شطط لأنه إذا أعطي أقل مما يستحق فقد ظلم والظلم من أشد المحرمات في الإسلام ولا يحرم من التملك إذا توافر معه من النقود ما يشتري به عقارا أو منقولا يدر عليه دخلا يرفع من مستوى معيشته أو ينفعه في مرضه أو شيخوخته أو ينتفع به ذريته وورثته من بعده وقد عالج الإسلام كافة البواعث النفسية والمعوقات العملية التي تثبت الناس عن العمل وعن السعي والمشي في مناكب الأرض وبيان ذلك فيما يلي من الناس من يعرض عن العمل والسعي بدعوى التوكل على الله وانتظار الرزق من السماء وهؤلاء قد خطأهم الإسلام فإن التوكل على الله تعالى لا ينافي العمل واتخاذ الأسباب وشعار المسلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي ترك الناقة سائبة متوكلا على الله تعالى فقال له اعقلها وتوكل شعار المسلم ابذر الحب وارجو الثمار من الرب يروي الصوفية أن شقيق للبلخي أحد الصالحين ذهب في رحلة تجارية يضرب في الأرض ويبتغي من فضل الله وقبل سفره ودع صديقه الزاهد المعروف إبراهيم بن الأدهم حيث يتوقع أن يمكث في رحلته مدة طويلة ولكن لم تنضي الأيام ولم تنضي إلا أيام قليلة حتى عاد شقيق ورآه إبراهيم في المسجد فقال له متعجبا ما الذي عجل بعودتك قال شقيق رأيت في سفري عجبا فعدلت عن الرحلة قال إبراهيم خيرا ماذا رأيت فقال شقيق أويت إلى مكان خرب لأستريح فيه فوجدت به طائرا كسيحا أعمى وعجبت وقلت في نفسي كيف يعيش هذا الطائر في هذا المكان النائي وهو لا يبسر ولا يتحرك ولم ألبث إلا قليلا حتى أقبل طائر آخر يحمل له الطعام في اليوم مرات حتى يكتفي فقلت إن الذي رزق هذا الطائر في هذا المكان قادر على أن يرزقني وعدت من ساعتي فقال إبراهيم عجبا لك يا شقيق ولماذا رضيت لنفسك أن تكون الطائر الأعمى الكسيح الذي يعيش على معونة غيره ولم ترضى لها أن تكون الطائر الآخر الذي يسعى على نفسه وعلى غيره من العميان والمقعدين أما علمت أن اليد العليا خير من اليد السفلى فقام شقيق إلى إبراهيم وقبل يده وقال أنت أستاذنا يا أبا إسحاق وعاد إلى تجارته وقد استدل بعض القاعدين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصا وتروحوا بطانا والحديث نفسه يرد عليهم فإنه لم يضمن لها الرواحة ملأ البطون إلا بعد غدوها ومعنى الغدو هو الخروج في الغدوة في طلب الرزق ففيه تنبيه على السعي واتخاذ الأسباب وقيل لأحمد بن حنبل ما تقول في من جلس في بيته أو في المسجد وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي فقال أحمد هذا رجل جهل العلم أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وقوله حين ذكر الطير تغدو خماصا وتروح بطانا فذكر أنها تغدو في طلب الرزق وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم إن الله جل شأنه حين خلق الأرض بارك فيها وقدر فيها أقواتها وأودع في بطنها وعلى ظهرها من البركات المذخورة والخيرات المنشورة ما يعيش به عباد الله في رغب من العيش كما قال تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون كما قال سبحانه وتعالى ممتنا على بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وقال تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ضمن الله تعالى الرزق لجميع عباده بل لكل كائن حي يدب على هذه الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين من فضلك تابع بقية المادة نواصل القراءة تحت عنوان الوسيلة الأولى العمل ولكن اقتضت سنة الله تعالى في الخلق أن هذه الأرزاق التي ضمنها والأقوات التي قدرها والمعايش التي يسرها لا تنال إلا بجهد يبذل وعمل يؤدى ولهذا رتب الله سبحانه وتعالى الأكل من رزقه على المشي في مناكب الأرض فقال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فمن مشى أكل ومن كان قادرا على المشي ولم يمشي كان جديرا ألا يأكل وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فمن سعى وانتشر في الأرض مبتغيا فضل الله ورزقه كان أهلا لأن ينال منه ومن قاعد وتكاسل كان جديرا بأن يحرم وقد رويا أن عمر رضي الله عنه رأى بعد الصلاة قوما قابعين في المسجد بدعوى التوكل على الله فعلاهم بدرته وقال كلمته الشهيرة لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تنطر ذهبا ولا فضة وإن الله تعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إن درة عمر إنما هي رمز لسلطة القانون ورقابة الحكومة وإشرافها على تنفيذ أحكام الإسلام وتوجيهاته فمن لم يردعه توجيه القرآن ردعته عقوبة السلطان ومن الناس من يدعو العمل بحجة التبتل لطاعة الله تعالى وانقطاعه الكامل لعبادته التي من أجلها خلق الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فلا يجوز في نظر هؤلاء أن يشتغل الإنسان بحظ نفسه عن عبادة ربه ولا بد عندهم لأداء حق الله تعالى من التفرغ لعبادته كالرهبان في الأديرة والعباد في الخلوات وهؤلاء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا رهبانية في الإسلام وأن العمل الدنيوي إذا أتقن وصحت فيه النية ورعيت أحكام الإسلام هو عبادة في نفسه وإن سعي الإنسان على معاشه ليعف نفسه أو يعول أهله أو يحسن إلى أرحامه وجيرانه أو ليعاون في عمل الخير ونصرة الحق إنما ذلك ضرب من الجهاد في سبيل الله ولهذا قرن الله بينهما في قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما من حال يأتيني عليها الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني وأنا ألتمس من فضل الله ثم تلا هذه الآية وآخرون يضربون في الأرض وقال صلى الله عليه وسلم في الحث على التجارة التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء وقال في الحث على الزراعة والغرس ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدق وقال صلى الله عليه وسلم في الحث على الصناعات والحرف ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له وفي رواية أخرى من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له وسئل إبراهيم النخعي أحد الأئمة التابعين عن التاجر الصدوق أهو أحب إليك أم المتفرغ للعبادة فقال التاجر الصدوق أحب إلي لأنه في جهاد يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان ومن قبل الأخذ والعطاء فيجاهده وكان الشيخ الشعراني وهو من دعاة التصوف يفضل الصناع على العباد لأن نفع العبادة مقصور على صاحبها أما الحرف فنفعها لعامة الناس وكان يقول ما أجمل أن يجعل الخياط إبرته سبحته وأن يجعل النجار من شاره سبحته ومن الناس من يدعو العمل استهانة به واحتقارا له كما كان الحال عند كثير من العرب الذين يحتقرون الحرف والعمل اليدوي حتى أن أحد الشعراء يهجو غريمة بأن أحد جدوده كان قينا أي حدادا فكأنما وضع بهذا وصمة عار في جبين القبيلة إلى الأبد هذا وربما يفضل أحدهم سؤال الناس على أن يعمل بيده عملا يعد يعده ممتهنا وغير لائق بمثله فلما جاء الإسلام بدل هذه المفاهيم المغلوطة ورفع من قيمة العمل أي كان نوعه وحقر من شأن البطالة والاتكال على الآخرين وبين لهم أن كل كسب حلال هو عمل شريف عظيم وإن نظر إليه بعض الناس نظرة استهانة أو انتقاص ويعتذر الأخ إسماعيل لوضة عن إكمال الكتاب لظروف خاصة ويكمل قراءته معكم أحمد عزت أروا البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه فبين الحديث أن مهنة الاحتطاب على ما فيها من مشقة وما يحوطها من نظرات الازدراء وما يرجى فيها من ربح ضئيل خير من البطالة وأتكف في الناس ولم يكتفي بهذا البيان النظري فضرب لهم مثلا بنفسه وبالرسل الكرام من قبله فقال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا وراء الغنم فقالوا وأنت يا رسول الله قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة حاشية روه البخاري انتهت وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده حاشية روه البخاري انتهت وذكر الحاكم من حديث ابن عباس أن داود كان زرادا يصنع الزرد والدروع وكان آدم حراثا وكان نوح نجار وكان إدريس خياطا وكان موسى راعيا حاشية روه الحاكم انتهت ولا عجب أن رأينا في أئمة الإسلام وأكابر علمائه الذين صارت بذكرهم الركبان وأخلدتهم آثارهم ومؤلفاتهم العلمية والأدبية كثيرين لم ينسبوا إلى آبائهم وأجدادهم وقبائلهم بل نسبوا إلى حرف وصناعات كانوا يتعيشون منها أو على أبعد تقدير كان يتعيش منها آبائهم ولم يجدوهم كما لم يجد المجتمع الإسلامي على مر الأعصار أي غضاضة أو مهانة في الانتساب إلى تلك الحرف والصناعات ولا زلنا نقرأ أسماء البزاز القفال الزجاج الخراز الجصاص الخواص الخياط الصبان والقطان وغيرهم من الفقهاء والمؤلفين والعلماء المتبحرين في شتى جوانب الثقافة الإسلامية والعربية دال ومن الناس من يدع العمل لأنه لم يتيسر له في بلده ومسقط رأسه وموطن أهله وعشرته ومجمع ألفائه وأحبائه فهو يكره الغربة وينفر من الترحال ويتوجس من الهجرة والضرب في الأرض وهو يؤثر الإقامة في موطنه مع البطالة والفقر على الهجرة والسفر مع الساعة والغناء وهؤلاء قد حثهم الإسلام على الهجرة وشجعهم على الغربة وبيّن لهم أن أرض الله واسعة وأن رزق الله غير محدود بمكان ولا محصور في جهة فإذا أدرك أحدهم الموت بعيدا عن أهله غريبا عن موطنه قيس له من مولده إلى مدفنه في الجنة يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سافر تستغنو حاشية رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات كما قال المنذري في الترغيب انتهت وقال الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه حاشية سورة النساء الآية المئة انتهى وقال صلى الله عليه وسلم سافر تستغنو وقال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله حاشية سورة المزمل الآية العشرون انتهت عن عبد الله بن عمر قال توفي رجل بالمدينة ممن ولدوا فيها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليته مات في غير مولده فقال رجل ولما يا رسول الله فقال ان الرجل اذا مات غريبا قيس له من مولده الى منقطع اثره في الجنة وفي رواية وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر رجل بالمدينة فقال يا له لو مات غريبا فرأت البشرية تشجيعا على السياحة والهجرة لكل غرض من المشروع اروع من هذا التشجيع وعلى هدى هذه الاحاديث وامثالها انطلق المسلمون الاولون في فجاج الارض ينشروها الدين ويلتمسون الرزق ويطلبون العلم ويجاهدون في سبيل الله وقد سئلت ام مسلمة عن تفرق اولادها في شرق الارض وغربها حتى مات هذا في جهة واخوه في جهة اخرى فقالت الام باعدت بينهم الهمم هاء ومن الناس من يدعو العمل والسعي في مناكب الارض اعتمادا على اخذه من الزكاة او غيرها من الصدقات والتبرعات التي تجبى اليه من الاخرين بغير تعب ولا عناء وفي سبيل ذلك يستبيح مسألة الغير ومد يده اليه على ما فيها من ظل النفس واراقة ناء الوجه هذا مع انه قوي البني سليم الاعضاء قادر على الكسب كاكثر الذين نشاهدهم في بلاد الاسلام للأسف من المتسولين والشحاذين والذين نسمع بهم عند الملوك والامراء والاثرياء من المستجدين والمدحين وطالب المنح والعطايا وهؤلاء قد بينا لهم الاسلام انهم ليسوا اهلا للزكاة ولا لغيرها من الصدقات مادام اقوياء مكتسبين او مستطيعين للكسب ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألاه ان يعطيهما من الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب حاشية رواه احمد وابو داودا انسائي انتهت وقال عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ومعنى المرة القوة والسوي السمين الاعضاء حاشية رواه الخمسة وحسنه التلمذي امتهت وبهذا وبهذا لم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم لمتبطل كسول حقا في صدقة المسلمين وذلك ليدفع القادرين الى العمل والكسب الحلال وسيأتي لذلك مزيد اضاح عند حديثنا عن الزكاة كما ان الاسلام بالغة في النهي عن مسألة الناس والتحذير منها فقد روى الشيخان عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وروا مسلم عن ابي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس اموالهم تكثرة فانما يسأل جمرة فليستقل او ليستكثر ومعنى سؤاله تكثرة انه يسأل ليكثر ماله لا لضرورة الجأته الى السؤال وفي الصحيحين عن ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وقد ذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يغضو احدكم فيحتطب على ظهره ليتصدق به وليستغني عن الناس خير له من ان يسأل رجلا اعطاه او منعه ذلك بان اليد العليا خير من اليد السفلى وروا احمد عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شيئا في وجهه يوم القيامة وروا ايضا من حديث عبد الرحمن بن عوف عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يفتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر وروا النسائي عن عائد بن عمر ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فاعطاه فلما وضع رجله على اسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في المسألة ما مشى احد الى احد يسأله شيئا وروا ابو داود والنسائي والتمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسائل اي سؤال الناس بل المسائل كدح اي خموش وجروح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء ابقى على وجهه ومن شاء ترك الا ان يسأل الرجل ذا سلطان او في امر لا يجد منه ضد فبين ان السؤال يصيب الانسان في اخص مظهر لكرامته وانسانيته وهو وجهه ولم يستثني من دم المسألة الا حالتين الاولى ان يسأل ولي الامر الذي استرعاه الله اياه الثاني ان يسأل في امر لا بد منه ولحاجة تقهره على السؤال فهذا موضع ضرورة والضرورة تقدر بقدرها وانما كان كل هذا التحذير وكل هذا التشديد لان مسألة الناس كما قال ابن القيم ظلم في حق الربوبية وظلم في حق المسؤول وظلم في حق السائل اما الاول فلانه يذل سؤاله وفقرة وذله واستعطاؤه لغير الله امر غير مقبول وذلك نوع وعبودية فهو قد وضع المسألة في غير موضعها وانزلها بغير اهلها فظلم توحيده واخلاصه وانا الثاني وهو ظلمه للمسؤول فلانه عرضة لمشقة البذل او لوم المنعي فان اعطاه اعطاه على كراهة وان منعه منعه على استحياء واغماط حاشية هذا اذا سأله ما ليس عليه اما اذا سأله حقا هو له عنده فلا يدخل في ذلك ولم يظلمه بسؤاله انتهت الحاشية واما الثالث وهو ظلمه لنفسه فلانه اراق ماء وجهه وذل لغير خالقه وانزل نفسه ادنى المنزلتين ورضي لها بابخس الحالتين ورضي باسقاط شرف نفسه وعزة تعففه وباع صبره ورضاه واتوكله واستغناءه عن الناس بسؤالهم وهذا عيم ظلمه لنفسه حاشية مدارج السالكين لابن القيم الجزء الاول الصفحة الثانية والثلاثون بعد المائتين وما بعدها بتصرف امتهت اذا عرفنا ذلك فمن حق ولي الامر في الاسلام ان يؤدب كل صحيح قادر على التكسب يريد ان يعيش عالة على المجتمع متخذا من سؤال الناس حرفة له او معتمدا على ان له حقا في زعمه من الزكاة فان الزكاة على مثله حرام ومسألة الناس في حقه معصية وكل معصية لا حد فيها ولا كفارة يجوز للحاكم المسلم ان يعزر فيها وان يؤدب من اقترفها بما يراه ملائما من اصناف العقوبات ومما ينبغي ذكره هنا ان التسول والشحاذة لها صور واساليب شتى قد تروج عند بعض الناس وقد يحسبونها ضربا من العمل والسعي للمعيشة مع انها عند التأمل ليست الا تسولا رخيصا مطليا بطلاء كاذب ولا اجد هنا افضل مما قاله الغزالي في كتابه الاحياء عن هذه الحرفة اللئيمة التي سماها الكدية اي الشحاذة فبعد ان تحدث عن ضرورة الحرف والصناعات الانتظام المعيشة وعدد انواعا منها ذكر ان بعض هذه الحرف لا يمكن مباشرته الا بعد تعلم وتعب في الابتداء وفي الناس من يغفل عن ذلك في الصبا فلا يشتغل به او يمنعه عنه مانع فيبقى عاجزا عن الاكتساب لعاجزه عن الحرف فيحتاج الى ايأكل مما يسعى فيه غيره فيحدث من ذلك حرفتان خسيستان اللصوصية والكدية اي الشحاذة اذ يجمعهما انهما يأكلان من سعي غيرهما ثم ان الناس يحترزون من اللصوص والمكدين ويحفظون عنهم اموالهم فافتقرت الطائفتان الى صرف عقولهم في استنباط الحيل والتدابير اما اللصوص فمنهم من يطلب اعوانه ويكون في يده شوكة وقوة فيجتمعون ويتكاثرون ويقطعون الطريق واما الضعفاء منهم فيفزعون الى الحيل اما بالنقب او التسلق عند انتهاز فرصة الغفلة او غير ذلك من انواع التلصص الحادثة بحسب ما تنتجه الافكار المصروفة الى استنباطها واما المكدي الشحاذ فانه اذا طلب ما سعى فيه غيره وقيل له تعب وعمل كما عمل غيرك فما لك والبطالة فلا يعطى شيئا فافتقروا الى حيلة في استخراج الاموال وتنهيد العذر لانفسهم في البطالة فاحتالوا للتعلل بالعجز اما بالحقيقة كجماعة يعمون اولادهم وانفسهم بالحيلة ليعذروا بالعنى فيعطاهم وانا بالتعامي والتفالج والتجانن والتمارض واظهار ذلك بانواع من الحيل مع بياني ان تلك محنة اصابت من غير استحقاق ليكون ذلك سببا للرحمة وجماعة يلتمسون اقوالا وافعالا يتعجب الناس منها حتى تنبسط قلوبهم عند مشاهدتها فتسخوا برفع اليد عن قليل من المال في حال التعجب ثم قد يندم بعد زوال التعجب ولا ينفع الندم وذلك قد يكون بالتمسخر والمحاكاة والشعوذة والافعال المضحكة وقد يكون بالاشعار الغريبة والكلام المنثور المسجع مع حسن الصوت والشعر الموزون اشد تأثيرا في النفس والشعر الموزون اشد تأثيرا في النفس لا سيما اذا كان فيه تعصب يتعلق بالمذاهب او الذي يحرك داعية العشق من اهل المجانة كصنعة الطبالين في الاسواق وصنعة ما يشبه العوض وليس بعوض كبيع التعويذات ونحوها مما يخيل الى بائعه انها ادوية فيخدع بذلك الصبيانة والجهال وكاصحاب القرعة والفائل من المنجمين ويدخل في هذا الجنس الوعاظ والمكدون على رؤوس المنابر اذا لم يكن وراءهم طائل علمي وكان غرضهم استمالة قلوب العوام واخذ اموالهم بانواع الكدية وانواعها تزيد على الف نوع و الفين انتهى كلامه حاشية احياء علوم الدين الجزء الثالث الصفحة السابعة والتسعون والمئة هو ما بعدها من كتاب ذم الدنيا انتهت الحاشية وانها لنفتة رائعة من الغزالي تلك التي قرن فيها بين اللصوصية وبين التسول والشحاذة بمختلف صورها وانواعها التي تزيد على الالف والالفين كما قال فكل الحرفتين الخسيستين اكل لثمرات عمل الاخرين بالباطل واحتيال لاخذ اموالهم بانواع من الحيل والوسائل التي لا يقرها عقل ولا شريعة الا شريعة الشياطين ولقد نبه على انواع من الشحاذات الخفية تدل على عمق فكرته وثقوب نظرته الى امراض المجتمع حتى انه لا يجعل اصحاب الكلام المسجوع المنمق والواعظ السطحي المزخرف الذي ليس وراءه طائر علمي صنفا من المتسولين المذمومين وصدق في قوله ومن الناس من يدعو العمل والسعي عجزا عن تدبير عمل لنفسه مع قدرته على العمل وذلك لقلة حيلته وضيق معرفته بوسائل العيش وطرائق الكسب وربما كان اهون شيء عليه ان يقعد عن السعي ويضع عبء نفاقته واسرته على الحاكم المسؤول الذي عليه ان يدبر له معونة تكفيه وتغنيه فلذا يجب الاسلام ان يسر له سبيل العمل الملائم يعاونه في ذلك افراد المجتمع عامة والو الامر خاصة روى اصحاب السنن عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما في بيتك شيء قال بلى حلث نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء حاشية الحلث كساء يضع على ظهر الداب او يفرش ويجلس عليه والقعب الاناء انتهى قال ايتني بهم فاتاه بهم فاخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يستري هذين قال رجل انا ااخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين او ثلاثة قال رجل انا ااخذهما بدرهمين فاعطاهما اياه واخذ الدرهمين واعطاهما الانصار وقال اشتري باحدهما طعاما وانبذه الى اهلك واشتري بالاخر قدوما فاتني به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذا بيده الشريفة ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم اذهب فاحتطب وبيع ولا ارينك خمسة عشر يوما فذهب رجل احتطب ويبيع فجاءه وقد اصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا خير لك من ان تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ان المسألة لا تصلح الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفضع او لذي دم موجع هاشية المدقع الشديد واصله من القعاء وهو التراب الغرم المفضع الدين الثقيل الدم الموجع الدية الباهظة تلزمه او الحمالة يتحملها في حقن الدماء واصلاح ذات البين والحديث اخرجه اصحاب السنة الاربعة وحسنه التمذي انتهت الحاشية ففي هذا الحديث الناصع نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى للانصاري سائل ان يأخذ من الزكاة وهو قوي على الكسب ولا يجوز له ذلك الا اذا ضاقت امامه المسالك واعيته الحيل وعلى ولي الامر ان يعينه في اتاحة الفرصة للكسب الحلال وفتح باب العمل امامه ان هذا الحديث يحتوي خطوات سباقة سابق بها الاسلام كل النظم التي لم تعرفها الانسانية الا بعد قرون طويلة من ظهور الاسلام انه لم يعالج مشكلة السائل المحتاج بالمعونة المادية الوقتية كما يفكر كثيرون ولم يعالجها بالوعظ المجرد والتنفير من المسألة كما يصنع اخرون ولكنه اخذ بيده في حل مشكلته بنفسه وعلاجها بطريقة ناجعة من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يصر شبكة الالوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة ان تقدم لكم هذه المادة مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام نتابع القراءة تحت عنوان الوسيلة الاولى العمل ان هذا الحديث يحتوي خطوات سباقة سبق بها الاسلام كل النظم التي لم تعرفها الانسانية الا بعد قرون طويلة من ظهور الاسلام انه لم يعالج مشكلة السائل المحتاج بالمعونة المادية الوقتية كما يفكر كثيرون ولن يعالجها بالوعظ المجرد والتنفير من المسألة كما يصنع اخرون ولكنه اخذ بيده في حل مشكلته بنفسه وعلاجها بطريقة ناجعة علمه ان يستخدم كل ما عنده منطقات وان صغرت وان يستنفذ ما يملك من حيل وان ضألت فلا يلجو الى السؤال وعنده شيء يستطيع ان ينتفع به في تيسير عمل يغنيه علمه ان كل عمل يجلب رزقا حلالا هو عمل شريف كريم ولو كان احتطاب حزمة يجتلبها فيبئوها فكف الله بها وجهه ان يراقى ماءه في سؤال الناس وارشده الى العمل الذي يناسب شخصه وقدرته وظروفه وبيئته وهيأله الى الى العمل الذي ارشده اليه ولم يدعه تائها حيران وعطاه فرصة خمسة عشر يوم يستطيع ان يعرف منه بعدها مدى ملاءمة هذا العمل له ووفائه بمطالبه فيقره عليه او يدبر له عملا اخر وبعد هذا الحل العملي لمشكلته لقنه ذلك الدرس النظري الموجز البليغ في الزجر عن المسألة والترهيب منها والحدود التي تجوز في دائرتها لذي فقر مدقع او لذي غرم مفضع او لذي دم موجع وحبذا لو اتبعنا نحن هذه الطريقة النبوية الرشيدة فقبل ان نبدأ ونعيد في محاربة التسول بالكلام والمواعظ نبدأ اولا بحل المشكلات وتهيئة العمل لكل عاطل الخلاصة وبهذا الذي ذكرنا يتبين لنا ان على كل فرد مسلم ان يسعى ويعمل ويجتهد ملتمسا الرزق في خبايا الارض وتحت اديم السماء كيف ما كان العمل الذي يزاوله زراعة او صناعة او تجارة او ادارة او كتابة او احترافة باي حرفة من الحرف النافعة سواء كان يعمل لحساب نفسه ام لحساب غيره فردا كان ذلك او جماعة فهو بعمله هذا يغني نفسه بنفسه ويسد حاجته وحاجة اسرته ويرى مفتقر الى معونة من فرد او مؤسسة او حكومة وهو بهذا قد اغنى نفسه من الفقر واسهم بنصيب ما في اغناء المجتمع كله ومن ضاق رزقه في بلده لقلة الموارد او لكثرة الخلق وانتشار البطالة بين الناس فعليه ان يضرب في الارض مبتغيا من فضل الله فان ارض الله واسعة وعلى الجماعة المسلمة ان تعاون المسلم القادر على العمل حتى يجد ما يعيش به ايشة كريمة استجابة لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة الاية الثانية وعلى الحاكم المسلم ان يسر له سبيل العمل ما وجد الى ذلك سبيلا فان الله جعله راعيا مسؤولا عن رعيته واذا كان طالب العمل في حاجة الى اعداد خاص او تدريب مهني يستطيع به ان يجد العمل المناسب فمن واجب الجماعة والحكومة ان تساعد على ذلك حتى ينهض بعبء العمل وحده دون طلب لمعونة او صدقة واذا كان في حاجة الى رأس مال ليفتح به متجرة او مشروعا نافعة او الى مزرعة او قطعة ارض ليعمل بها او الى ادوات لصنعته والات لحرفته فيجب على ولي الامر ان يوفر له من مال الزكاة او غيرها من موارد الدولة وعلى المجتمع الاسلامي حكاما ومحكومين ان يجندوا كل طاقاتهم واستغلوا كل ما يحتاجون اليهم من ثرواتهم ويستخدموا كل ما لديهم من قوى بشرية ومادية للتغلب على وحشة الفقر وتحطيم انيابه الكاسرة اذا لا شك ان زيادة الانتاج وتنمية موارد الثروة بوجه عام لها اثرها الفعال في محاربة الفقر وعلى ابناء المجتمع المسلم ان يعملوا متضامنين على سد كل ثغرة في بنيان مجتمعهم وان يبحثوا عن الاعمال والمشروعات والحرف والصناعات التي تفتقر اليها الامة في كل مجال وان يهيئ لها من يقوم بها ويحسنها فهذا فرض كفاية على الامة المسلمة ان قام به البعض سقط الاثم والحرج عن سائرها وان لم يقم به احد طوق الاثم الامة عامة وأولي الامر فيها خاصة الوسيلة الثانية كفالة الموسرين من الاقارب هذا هو الاصل الاصيل في شريعة الاسلام ان يحارب كل امرئ الفقر بسلاحه هو وسلاحه هو السعي والعمل ولكن ما ذنب العاجزين الذين لا يستطيعون ان يعملوا ما ذنب الارامن التي مات عنهن ازواجهم ولا مال لهم ما ذنب الصبيان الصغار والشيوخ الهارمين ما ذنب الزمنا والمرضى والمقعدين وما ذنب من اصابتهم الكوارث فاقعدتهم عن الكسب ايتركون لعجلة الحياة تدوسهم وتسحقهم وتتركهم وراءها كهباء تذره الرياح لا ان الاسلام قد عمل على انقاذهم من مخالب الفقر والحاجة واغنائهم عن ظل السؤال وهو ان التكفف واول ما شرعه لذلك هو تضامن اعضاء الاسرة الواحدة لقد جعل الاسلام ذوي القربى متضامنين متكافلين يشد بعضهم ازر بعض ويحمل قويهم ضعيفهم عزيز المسلم جاءت هنا ان الاسلام قد عمل على انقاذهم من مخالب الفقر والحاجة واغنائهم عن ظل السؤال وهو ان التكفف ولعل هذا تصحيف فهو يقصد وهو التكفف الله اعلم لقد جعل الاسلام ذوي القربى متضامنين متكافلين يشد بعضهم ازر بعض ويحمل قويهم ضعيفهم ويكفل غنيهم فقيرهم وينهض قادرهم بعاجزهم فان العلائق بينهم اشد قوة وبواعث التعاطف والتراحم والتساند اوثق عروة وذلك لما بينهم من الرحم الواصلة والقرابة الجامعة هذه هي الحقيقة الكونية وقد ايدتها الحقيقة الشرعية والو الارحام بعضهم اولى ببعضهم في كتاب الله سورة الانفال الاية الخامسة والسبعون عنوان تأكيد الاسلام لحق القرابة واصلة الرحم اكد الاسلام حق ذوي القربى وحث في ايات كتابه واحاديث رسوله على برهم وصلتهم والاحسان بهم وتوعد من قطع رحمه او اساء الى ذوي قربى بالعذاب الشديد فمن الايات قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى سورة النحل الاية التسعون وكذا قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وذن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا النساء السادسة والثلاثون واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا النساء الاية الاولى واتذ القربى حقه والمسكين عبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وده الله الروم الثامنة والثلاثون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصر رحمه متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بساق العرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله متفق عليه واوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بر الوالدين والاقارب وقال امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصوله رواه ابو داود كل هذه النصوص دالة على ان للقريب على قريبه حقا اكثر من غيره من الناس لما بينهما من روابط النسب والرحم فما هو هذا الحق ان لم تكن اعالته والنفقة عليه عند عجزه واذا كان القريب قد يرث قريبه بعد موته فيغنم فمن العجل ان ينفق عليه عند عجزه فيغرم والغرم بالغن فان قال بعضهم المراد بهذه النصوص البر والصله دون الوجوب قيل يرد هذا ان الله تعالى امر به وسماه حقا واضافه الى القريب بقوله حقه واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه حق وانه واجب وبعض هذا ينادي على الوجوب جهارا عنوان لا معنى لصلة الرحم بغير النفقة على المحتج فيكيل المراد بحقه ترك قطيعته فالجواب كما قال ابن قيم الجوزية حاشية زاد المعاد الجزء الرابع الصفحة الرابعة والعشرونة بعد الثلاثمئة انتهى قال ابن قيم الجوزية احدهما ان يقال فاي قطيعة اعظم من ان يره يتلظى جوعا وعطشا ويتأذى غاية التأذي بالحر والبرد ولا يطعمه لقمه ولا يسقيه جرع ولا يكسوه ما يستر عورته ويقيه الحر والبرد ويسكنه تحت سقف يظله هذا وهو اخوه ابن امه وابيه او هو عمه صن ابيه او خالته التي هي امه فان لم تكن هذه قطيعة فاننا لا ندري ما هي القطيعة المحرمة والصلة التي امر الله بها الوجه الثاني اي قال فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها النصوص وبالغت في ايجابها وذمت قاطعها فاي قدر زائد فيها على حق الاجنبي حتى تعقله القلوب وتجري به الالسمة وتعمل به الجوارح والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرن حق الاخ والاخت بالاب والام فقال امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك فما الذي نسخ هذا وما الذي جعل اوله للوجوب واخره للاستحباب هذا وقد اجمع فقهاء المسلمين على ان الزوجة يجبر على نفقة زوجه والوالدة يجبر على نفقة ولده الصغير والانثى والابن يجبر على نفقة ابويه واختلفوا بعد ذلك في بقية فرع الاقرباء ومبلغ سلطة القاضي في اجبار القريب ينفق على قريبه وان اوجب عليه صلته وبره دينا وبالاجماع واوسع المذهب الاسلامية في ذلك مذهب ابي حنيفة ومذهب ابن حنبل وقد انتصر لهما ابن القيم وعبد مذهبهما بالادلة من الكتاب والسنة عنوان الرسول يحكم بالنفقة للاقارب قال في الهدي حاشية زاد المعاد الجزء الرابع الصفحة التاسعة عشر بعد الثلاثمائة وما بعدها بتحقيق محمد حامد الفقي انتهى قال روى ابو داود في سننه عن كليب ابن منفعة الحنفي عن جده انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من ابر قال امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم منوصوله ولو النسائي عن طارق من المحاربي قال قدمت المدينة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المواطي العليا وابدأ بمن تعول امك واباك فاختك واخاك ثم ادناك ادناك وفي الصحيحين عن ابي هريرة قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك ثم ادناك فادناك وعن التلمذي عن معاوية القشيري قال قلت يا رسول الله من ابر قال امك قال ثم من قال امك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وفي سنن أبي داود من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وكلوه هنيئا مريئا رواه أيضا من حديث عائشة مرفوعة وروا النسائي من حديث جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذوي قرابتك فإن فضل شيء عن ذوي قرابتك فهكذا وهكذا حاشية هذا الحديث يبين ترتيب من له الحق انتهى عنوان هدي الرسول مطابق للقرآن وهذا كله تفسير لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى سورة النساء الآية السادسة والثلاثون وقوله وآت ذا القربى حقه الإسراء السادسة والعشرون وقوله فآت ذا القربى حقه الروم الثامنة والثلاثون فجعل الله تعالى حق ذي القربى يلي حق الوالدين كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء وأخبر سبحانه أن لذي القربى حقا على قرابته وأمر بإيتائه إياه فإن لم يكن ذلك حق النفقة فلا ندري أي حق هو وأمر الله تعالى بالإحسان إلى ذي القربى ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعا وعريا وهو قادر على سد خلته أو سد عورته لا يطعمه لقمة لا يستر له عورة إلا بأن يقضه ذلك في ذنته وهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله تعالى حيث يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك سورة البقرة الآية الثالثة والثلاثون بعد المائتين فأوجب سبحانه وتعالى على الوارث مثل ما أوجب على المولود له عنوان حكم عمر وزيد بن ثابت وبمثل هذا الحكم حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فروع سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عمر بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر حبس عصبة صبي على أن ينفق عليه الرجال دون النساء وذكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد بن الأحمر عن حجاج عن عمر عن سعيد بن المسيب قال جاء ولي يتيم إلى عمر بن الخطاب فقال أنفق عليه ثم قال لو لم أجد إلا أقصى عشرته لفرضت عليهم وحكم بمثل ذلك أيضا زيد بن ثابت قال ابن أبي شيبة حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن اسماعيل عن الحسن عن زيد بن ثابت قال إذا كان أم وعم فعلى الأم بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه ولا يعرف لعمر وزيد مخالف من الصحابة البته عنوان رأي جمهور السلف وقال ابن جريج قلت لعطاء وعلى الوارث مثل ذلك قال على ورثة اليتيم أن ينفق عليه كما يرثونه قلت له أي حبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال قال أفيدعوه يموت وقال الحسن وعلى الوارث مثل ذلك قال على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتى يستغني وبهذا فسر الآية جمهور السلف منهم قتادة ومجاهد والضحاك وزيد بن أسلم وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن عطبة بن مسعود وإبراهيم النخعي والشعبي وأصحاب بن مسعود ومن بعدهم سفيان الثوري وعبد الرزاق وأبو حنيفة وأصحابه ومن بعدهم أحمد وإسحاق وداود وأصحابه ثم ذكر ابن القيم مذاهب الفقهاء في النفقة على الأقارب وأضيقها مذهب مالك وأوسع منه مذهب الشافعي وأوسع منهما مذهب أبي حنيفة وأحمد عنوان مذهب أبي حنيفة في النفقة على الأقارب فإن أبي حنيفة أن النفقة تجيب على كل ذراح من محرم لذي رحمه فإن كان من الأولاد وأولادهم أو الآباء والأجداد وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلافه أي ولو كانوا كفارا وإن كان من غيرهم لم تجب إلا مع اتحاد الدين فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة من منفق وحاجة المنفق عليه فإن كان صغيرا أعتبر فقره فقط وإن كان كبيرا فإن كان أنثى فكذلك وإن كان ذكرا فلابد مع فقره من عماه أو زمانته من عماه أو زمانته فإن كان صحيحا مبصرا لم تجب نفقته وهي مرتبة عنده على الميراث إلا نفقة الولد فإنها على أبيه خاص على المشهور من مذهبه ورؤي عن ابن زياد اللؤلؤي أنها على أبويه بقدر ميراثهما طردا للقياس عنوان مذهب ابن حنبل أما مذهب أحمد ابن حنبل فهو أن القريب إن كان من عمود النسب وجبت نفقته مطلقا سواء كان وارثا أو غير وارث وإن كان من غير عمود النسب وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه وبينهم توارث فإن كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون فلا نفقة لهم على المنصص عنه وخرج بعض أصحابه وجوبها عليهم بناء على مذهبه في توارثهم والنفقة فرع الميراث عنده ولابد عنده من اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه حيث واجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى روايتين وإذا لزمه نفقة رجل لزمته نفقة زوجته في ظاهر مذهبه ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويجهم إذا طلبوا ذلك قال القاضي أبو يعلى وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقة ابن أخ أو عم أو غيرهما يلزمه إعفافه وإذا لزمه إعفاف رجل لزمه نفقة زوجته لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك هذا مذهب أحمد وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسع من وجه آخر حيث يجب النفقة على ذوي الأرحام وهو الصحيح في الدليل وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه وقواعد الشرع وصلة الرحم التي أمر الله أن توصل وحرم الجنة على كل قاطئ رحم فالنفقة تستحق بشيئين بالميراث بكتاب الله وبالرحم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشية راجع زاد المعاد لابن القيم في الجزء الرابع والصفحة التاسعة عشر بعد الثلاثمائة إلى الخامسة والعشرين بعد الثلاثمائة انتهى عنوان شروط وجوب النفقة على القريب اشترط الفقهاء لوجوب النفقة على القريب شرطين أساسيين أحدهما فقر من تجب له النفقة فإن استغنى بنال أو كسب لم تجب نفقته لأنها تجب على سبيل المعونة والمواساة فلا تستحق مع الغناء عنها الثاني أن يكون للمنفق فضل مال ينفق عليه منه زائد عن نفقة نفسه وزوجته لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول روه الترمذي وقال هذا حديث صحيح ولأن نفقة القريب مواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية ونفقة نفسه من الحاجة الأصلية ومثلها نفقة زوجته لأنها تجب لحاجته هو فأشبهت نفقة نفسه انظر الكافي في الجزء الثاني صفحة الثامنة والتسعين بعد التسعمائة عنوان ماذا تشمل النفقة ولم يقدر الإسلام لهذه النفقة التي فرضها على القريب حدا معلومة لا تتجاوزه من المال فإن الناس تختلف حاجاتهم باختلاف المكان والزمان والحال والعرف والمنفقون أنفسهم تختلف قدراتهم المالية ما بين موسر مبسوط الله وبين متوسط الحال فكل ما طلبه الإسلام هنا أن تراعى قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه وأن تسد هذه الحاجة بالمعروف والمعروف هو ما تقره الفطر السليمة والعقول الرشيدة وعرف الفضلاء من الناس قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سورة الطلاق الآية السابعة ويقول سبحانه وتعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف سورة البقرة الآية السادسة والثلاثون بعد المائتين وقال سبحانه وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف سورة البقرة الآية الثالثة والثلاثون بعد المائتين وعمر النبي صلى الله عليه وسلم هندا زوج أبي سفيان أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف روه البخاري في كتاب النكاح في أكثر من باب وقد نص الفقهاء على أن النفقة تشمل ما يأتي واحد الغذاء والماء اثنان الكسوة للشتاء والصيف بما يناسب كل منهما ثلاثة المسكن وما يتبعه من أثاث وفراش اربعة الخادم لمن يعجز عن خدمة نفسه خمسة تزويج من يتوق إلى الزواج ستة نفقة زوجته وعياله يقول شيخ الإسلام بن قدامة في كتابه الكافي وتجب نفقة القريب مقدرة بالكفاية لأنها تجب للحاجة فيجب من تندفع به وإن احتاج إلى من يخدمه واجبت نفقة خادمه وإن كانت له زوجة واجبت نفقة زوجته لأنه من تمام الكفاية ثم ذكر أنه يلزم تزويج أبيه وجده وابنه الذين تلزمه نفقتهم إذا طلبوا ذلك لأنه يحتاج إليه ويضره فقده فأشبه النفقة عزيز المستمع جاءت اللفظة هنا ويضره فقره وربما الصحيح ما ذكرته فقده الله أعلم لأنه يحتاج إليه ويضره فقده فأشبه النفقة أي المأكل والمشرب والكسوة كما ذكر أنه لا يكفي أن يزوجه عجوزا أو قبيحة لأن القصد الاستمتاع والأنص ولا يحصل ذلك بهما قال ابن قدامة ويجيء على قول أصحابنا أنه يلزمه إعفاف أي تزويج كل من تلزمه نفقته لأنه من تمام الكفاية حاشية الكافل ابن قدامة الجزء الثاني الصفحة الثانية بعد الألف إلى الثانية والثلاثين بعد الألف انتهت ولم ينص الفقهاء على وجوب العلاج وهو ما عبروا عنه ثمن الدواء وأجرة الطبيب لأنه كما ذكروا ليس من النفقة الراتبة وإنما يحتاج إليه لعارض ولأن الطب كان علما تخمينيا في الغالب ولهذا لم يرى كثيرون من الفقهاء علاج الشخص لنفسه واجبا بل مستحبا أو مباحا وإذا كان ذلك لا يجب على المرء لنفسه فكيف يجب عليه لغيره أما الآن فالعضو يختلف فقد أصبح تشخيص الداء في معظم الأمراض سهلا وأصبح العلاج معروفا وصار ترك المريض بلا علاج يعد تعذيبا له وعجوب التداوي هو الموافق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة يا عباد الله تداووا فإن الله خلق الداء فإن الذي خلق الداء خلق الدواء عنوان النفقة على الأقارب من الخصائص الإسلام وقد وضع الإسلام بإيجاد النفقة للقريب الفقير على قريبه الغني اللذنة الأولى في بناء التكافل الاجتماعي ولم يكن ذلك أمرا مستحبا بل هو حق أمر الله بإيتائه كما ذكرنا وفصل الفقه الإسلامي أحكامه في كتاب النفقات في فصل النفقة على القريب الذي لا أظن الشرائع القديمة أو القوانين الحديثة اجتملت على مثله ولهذا كان حقا على كل فقير مسلم أن يرفع دعوى النفقة على الأغنياء من أقاربه ومعه الشرع الإسلامي والقضاء الإسلامي الذي لا يزال أثر منه في المحاكم الشرائية إلى اليوم وهذا الذي نعده نحن أمرا طبيعيا وبديهيا في بلادنا لأننا تعلمناه دينا وتورثناه تقليدا يعد شيئا بالغ الغرابة ومثيرا للدهشة عند غيرنا من الأمن والشعوب التي نعدها سابقة في مضمار الحضارة من فضلك تابع بقية المادة نوصل القراءة تحت عنوان النفقة على الأقارب من خصائص الإسلام وهذا الذي نعده نحن أمرا طبيعيا وبديهيا في بلادنا لأننا تعلمناه دينا وتورثناه تقليدا يعد شيئا بالغ الغرابة ومثيرا للدهشة عند غيرنا من الأمم والشعوب التي نعدها سابقة في مضمار الحضارة ذكر أستاذنا الدكتور محمد يوسف نيوسى رحمه الله تعالى في كتابه الإسلام وحاجة الإنسانية إليه أثناء حديثه عن عناية الإسلام بالأسرة قال ولعل من الخير أن أذكر هنا أني حين إقامتي بفرنسا كانت تخدم الأسرة التي نزلت في بيتها فترة من الزمن فتاة يظهر عليها مخايل كرم الأصل فسألت ربة البيت لماذا تخدم هذه الفتاة أليس لها قريب يجنبها هذا العمل ويوفر لها ما تقيم به حياتها فكان جوابها إنها من أسرة طيبة في البلدة ولها عم غني موفور الغنى ولكنه لا يعنى بها ولا يهتم بأمرها فسألت لماذا لا ترفع الأمر للقضاء ليحكم لها عليه بالنفقة فدهشت السيدة من هذا القول وعرفتني أن ذلك لا يجوز لها قانون وحينئذ أفهمتها حكم الإسلام في هذه الناحية فقالت ومن لنا بمثل هذا التشريع لو أن هذا جائز قانونا عندنا لما وجدت فتاة أو سيدة تخرج من بيتها للعمل في شركة أو مصنع أو معمل أو ديوان من دواوين الحكومة حاشية الإسلام وحاجة الإنسانية إليه الصفحة الرابعة بعد الثلاثمئة انتهى عنوان الوسيلة الثالثة الزكاة عنوان لماذا فردت الزكاة أمر الإسلام كل قادر أن يعمل ويسعى في طلب الرزق ليكفي نفسه ويغني أسرته ويسهم بالنفقة في سبيل الله فمن لم يستطع وعجز عن العمل ولم يكن لديه من المال الموروث أو المدخر ما يسد حاجته كان في كفالة أقاربه الموسرين ينهضون به ويقومون بشأنه ولكن ليس لكل فقير قريب قادر موسر لينفق عليه فماذا يصنع المسكين الضعيف الذي ليس له أقارب أقوياء يحملونه من ذوي عصبته أو ذوي رحمه ماذا يصنع المحتاجون العاجزون أمثال الصبي اليتين والمرأة الأرملة والأم العجوز والشيخ الهرم ماذا يصنع المعتوه والزن والأعمى والمريض وذو الحاجة وذو العاهة وماذا يصنع القادر الذي لم يجد عملا يرتزق منه والعامل الذي وجد عملا لا يقوم دخله منه بكفاياته هو وأسرته أيترك كل هؤلاء للفقر القاهر والحاجة القاسية تفترسه مفتراسة والمجتمع ينظر إليهم وفيه الأغنياء الموسرون ولا يقدم لهم عونة إن الإسلام لم ينس هؤلاء لقد فرض الله لهم في أموال الأغنياء حقا معلومة وفريضة مقرارة ثابتة هي الزكاة فالهدف الأول من الزكاة هو إغناء الفقراء بها والفقراء والمساكين هم أول من تصرف لهم الزكاة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في بعض المواقف إلا هذا المصرف لأنه المقصود أولا كأمره لمعاذ وقد دعثه إلى اليمن أن يأخذها من أغنيائهم ويردها في فقرائهم وحتى ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الزكاة لا تصرف إلا لفقير عنوان زكاة الأموال مورد ضخم لعلاج الفقر والزكاة ليست موردا هينا أو ضئيلا إنها العشر أو نصف العشر من الحاصلات الزراعية من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات على أرجح الأقوال أخذا بعموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض سورة البقرة الآية السابعة والستون بعد المئتين وبعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بآلة نصف العشر الحديث المتفق عليه على اختلاف في ألفاظه ويقاس على الأرض الزراعية في عصرنا الأمارات والمصانع ونحوها من المستغلات التي تدر دخلا منتظما وتكون رؤوس أموالها كبيرة لعدد من الناس والزكاة عشر ناتج من عسل النحل كما جاءت بذلك الآثار وأيادها النظر والاعتبار ويمكن أن يقاس عليها المنتجات الحيوانية في عصرنا كمنتجات دودة القز ومزارع الدواجن وأبقار الألبان ونحوها والقياس في رأي جمهور الأمة أصل من أصول الشريعة التي أنزلها الله بالحق والعدل فلا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تسوي بين مختلفين والزكاة أيضا ربع عشر النقود والثروة التجارية للأمة من نقود أو تجارة لكل مسلم مالك للنصاب الشرعي زكاتها اثنان ونصف بالمئة إذا كان خاليا من الدين وفاضلا عن حوائجه الأصلية وهي نحو هذا المقدار تقريبا من الثروة الحيوانية التي تقتنى للدر والنسل كالإبل والبقر والغنم بشرط أن تبلغ النصاب وأن ترعى في معظم السنة في كراء مباح خلافا للإمام مالك الذي أوجب الزكاة في الماشية وإن كان صاحبها يعرفها العام كله وأوجب بعض الصحابة والتابعين الزكاة في الخير المعدة للنماء وهو مذهب أبي حنيفة وفي الكنوز التي يعثر عليها من آثار القدماء الخمس وكذلك في الثروة المعدنية عند المحققين من الفقهاء وإن اختلفوا هل تصرف مصرف الزكاة أم في مصالح الدولة العامة كالفيء عنوان زكاة الفطر هذا كله في زكاة الأموال وهناك زكاة الأخرى تفرض على الرؤوس لا على الأموال وهي زكاة الفطر التي شرعها الإسلام بمناسبة إكمال صيام رمضان وإقبال عيد الفطر وكان من حكمة تشريعها أمرا الأول جبر ما عسى أن يكون قد شاب صيام الصائم من لغو ورفث الثاني إكرام الفقراء وإشعارهم برعاية المجتمع المسلم وأخواته في يوم العيد وإشراكهم في مساراته قال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين راه أبو داود وابن المجة والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وهذه الفريضة السنوية لها خصائص مميزة ألف فهي ضريبة على الرؤوس والأشخاص كما بينا لا على الأموال باء هي ليست فريضة على الأغنياء المالكين للنصاب كزكاة المال بل فرضها الرسول على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى غني أو فقير مأدام هذا الفقير يملك مقدارها فاضلا عن قوت يوم الأيد وليلته له ولعياله وهدف الإسلام من ذلك تدريب المسلم على البذل والإنفاق في السراء والضراء وتعويده على الإعطاء ولتكون يده اليد العليا حتى ولو كان محتاجا ممن يستحقون زكاة الفطر فهو يعطي من ناحية ويأخذ من نواحي عدة جاء في الحديث أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة فاشترط لوجوبها ملك النصاب جيم وهي لا تجب على المسلم المكلف عن نفسه فحسب بل عن نفسه وولده وكل من يمونه ويني عليه ذال وقد قلل الإسلام مقدارها بحيث تستطيع الأغلبية الساحقة في الأمة إن لم نقل جميعها أداءها وهذا المقدار قد حدده الرسول بصاع من تمر أو زبيب أو قمح ومثل ذلك غالب قوت البلد الذي يعيش فيه المكلف والصاع أربع حفنات بكفة الرجل المعتدل ويقدر بالوزن الآن بنحو كيلوين فاصل مئة وستة وسبعين جراما لوزن القمح وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وغيرهم أنهم كانوا يعطون الدراهم في صدقة الفطر بقيمة الطعام وهذا مذهب أبي حنيفة ولعل ذلك أنفع للفقير في عصرنا والمطلوب شرعا إغنائه وهو يتحقق بالنقود أكثر من غيرها عزيز المستمع يرجع هنا إلى قول جمهور العلماء في هذا الأمر فقد اشترت النبي صلى الله عليه وسلم إخراجها من طعام على كل حال فمجال القول في الزكاة ذو ساعة ووجوب الزكاة ومن تجب عليه والأموال التي تجب فيها ومقادير الواجب في كل منها وتحصيل الزكاة وإخراجها ومن المسؤول عنها ومصارفها ومستحقها وأهدافها وآثارها والمقارنة بين الزكاة والضريبة ومن أراد معرفتها مفصلة مقرونة بأدلتها فليرجع إلى كتابنا فقه الزكاة ففيه والحمد لله غناء وكفاية حيث استوفى بيان أحكام الزكاة وحكمها وفلسفتها مع المقارنة والتعليل في ضوء القرآن والسنة وحسب هنا أن ألقي بعض الضوء على بعض الجوانب الخافية كيف تلتح في هذه الفريضة المحكمة مثل بيان مكانة الزكاة في الإسلام حقيقة الزكاة كما شرعها الإسلام مسؤولية الدولة عن شؤون الزكاة من هم الفقراء والمساكين الذين تصرف لهم الزكاة كم يصرف لفقراء والمساكين من مال الزكاة سياسة الإسلام في توزيع أموال الزكاة ألف مكانة الزكاة في الإسلام من معجزات هذا الدين ومن الدلائل على أنه من عند الله وعلى أنه الرسالة الخاتمة الخالدة أنه سبق الزمن وتخط القرون فعني بعلاج مشكلة الفقر ورعاية الفقراء دون ثورة منهم ولا مطالبة من فرد أو من جماعة بحقوقهم ولم تكن عنايته هذه عناية صدقية أو عارضة أو ثانوية في تعاليمه وأحكامه بل كانت من خاصة أسسه وصلب أصوله فلا عجب أن كانت الزكاة التي ضمن الله بها حقوق الفقراء والمساكين في أموال الأمة وفي عنق الدولة ثالثة دعائم الإسلام وأحد أركانه الأضان وشعائره الكبرى وعباداته الأربع وفي حديث ابن عمر المشهور المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وقد جعل القرآن الزكاة مع التوبة من الشرك وإقامة الصلاة عنوان الدخول في دين الإسلام واستحقاق أخوة المسلمين والانتماء إلى المجتمع الإسلامي قال تعالى في شأن المشركين المحاربين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم سورة التوبة الآية الخامسة وقال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين سورة التوبة الآية الحادية عشرة فلا يتحقق لكافر الدخول في جماعة المسلمين وتثبت له أخوتهم الدينية التي تجعله فردا منهم له ما لهم وعليه ما عليهم وتربطه بهم رباطا لا تنفصم عرى إلا بالتوبة عن الشرك وتوابعه وإقامة الصلاة التي هي الرابطة الدينية الاجتماعية بين المسلمين وإيتاء الزكاة التي هي الرابطة المالية الاجتماعية بينهم ومنهج القرآن الكريم والسنة المطهرة أن يقرنا الصلاة بالزكاة دائما دلالة على قوة الاتصال بينهما وأن إسلام المرء لا يتم إلا بهما فالصلاة عمود الإسلام من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين والزكاة قمطرة الإسلام من عبر عليها نجا ومن تجاوزها هلك قال عبد الله بن مسعود أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزكي فلا صلاة له تفسير الطبري الجزء الرابع عشر من طبعة المعارف وقال جابر عن زيد افترضت الصلاة والزكاة جميعا لم يفرق بينهما وقرأ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة وقال ورحم الله أبا بكر ما كان أفقها يعني بذلك قوله والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لقد جعل القرآن إيتاء الزكاة من أوصاف المؤمنين والمحسنين والأبرار المتقيم وجعل منعها من خصائص المشركين والمنافقين فهي محك الإيمان وبرهان الإخلاص كما جاء في الصحيح الصدقة برهان وهي فيصل التفرقة بين الإسلام والكفر وبين الإيمان والنفاق وبين التقوى والفجور فبغير إيتاء الزكاة لا ينتظم المرء في أقد المؤمنين الذين كتب الله لهم الفلاح وضمن لهم مراث الفردوس وجعل لهم الهدى والبشرى قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون سورة المؤمنون الآيات الأربعة الأولى وقال سبحانه هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة سورة النمي الآية الثانية والثالثة وبدون الزكاة لا يدخل في زمرة المحسنين المهتدين بكتاب الله تعالى والذين قال فيهم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون سورة القمان الآيتان الثالثة والرابعة وبدون الزكاة لا يكون من الأبرار الصادقين المتقين قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتان والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة سورة البقر الآية السابعة والسبعون والمئة إلى أن قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وبدون الزكاة لا يفارق المشركين الذين وصفهم القرآن بقوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرات هم كافرون سورة فصلت الآيتان السادسة والسابعة وبغير الزكاة لا يتميز من المنافقين الذين وصفهم الله بأنهم يقضضون أيديهم سورة التوبة الآية السابعة والستون أي عن الإنفاق وبأنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون سورة التوبة الآية الرابعة والخمسون وبغير الزكاة لا يستحق رحمة الله التي أبى أن يكتبها إلا للمؤمنين المتقين المؤتين للزكاة قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الأعراف السادسة والخمسون والمئة وقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله سورة التوبة الآية الواحدة والسبعون وبدون الزكاة لا يستحق ولاية الله ولا رسوله ولا المؤمنين قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون المائدة الخامسة والخمسون وبدون إيتاء الزكاة لا يستحق نصر الله الذي وعد به من نصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور سورة الحج الآيتان الأربعون والواحدة والأربعون ولقد توعد الإسلام بالعقبة الشديدة في الدنيا والآخرة كل من منع هذه الزكاة ففي عقبة الآخرة يقول الله تعالى مهددا الكامزين للذهب والفضة الذين لا يؤدون منها حق الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون التوبة الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون ويروي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سورة آل عمران الآية الثمانون بعد المئة وفي العقوبة الدنيوية يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات أي بالقحط والمجاعة وفي حديث ثان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينطروا رواه ابن ماجة والبزار والبيهقي والنفظ له وفي حديث آخر وما خلطت الصدقة أو قال الزكاة ما لا إلا أفسدته رواه البزار والبيهقي ومعنى هذا أن تترك الزكاة في المال ولا تخرج منه فتهلكه وهذا كله في العقوبة الكونية القدرية أي التي يتولاها القدر الأعلى وهناك عقوبة دنيوية أخرى وهي عقوبة شرعية قانونية وهي التي يتولاها أولو الأمر في المجتمع الإسلامي وفي هذه العقوبة جاء حديثه صلى الله عليه وآله وسلم في الزكاة من أعطاها مؤتجرا أي طالبا الأجر فله أجرها ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله أي نصفه عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء حاشية رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي الحديث الشريف يجوز لولي الأمر مصادرة نصف مال من انتنى عن أداء زكاته وهو نوع من العقوبة المالية التي يتخذها الحاكم عند الحاجة ليؤدب بها المنتمعين والمتهربين وليس ذلك عقوبة لازمة ولا دائمة وإنما هو من العقوبات التعزيرية التي تخضع لتقدير أولي الأمر واجتهاد أهل الحل والعقد في المجتمع المسلم ولم تقف عقوبة مانع الزكاة عند الغرامة المالية فحسب بل يجوز لولي الأمر أن يستعمل العقوبة البدنية والحبس وغيره حسب المصلحة والحاجة وأكثر من ذلك أن الإسلام يشرع سلة سيوف وإعلان القتال على المنتمعين المتمردين عن أداء الزكاة ولهذا قاتل الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه الصحابة رضي الله عنه من مانع الزكاة وقال كلمته المشهورة والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لإن منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه روه الشيخان قال ابن حزم وحكم منع الزكاة وحكم منع الزكاة إنما هو أن تأخذ منه أحب أم كره فإن مانع دونها فهو محارب فإن كذب بها فهو مرتد فإن غيبها ولم يمانع دونها فهو آيات منكرة فوجب تأديبه أو ضربه حتى يحضرها أو يموت قتيل الله تعالى إلى لعنة الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر فليغيره بيده إن استطاع وهذا منكر ففرض على من استطاع أن يغيره المحلل ابن حزم الجزء الحادي عشر صفحة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة وكل هذه النصوص تؤكد لنا درجة الإلزام العالية التي تتمتع بها الزكاة فليست مجرد واجب عادي بل هي كما بينا إحدى الدعائم الخمس التي قام عليها بنيان الإسلام وأصبح معلوما بالضرورة أنها أحد أركان الإسلام وتناقل ذلك الخاص والعام ولم تعد فرضيتها في حاجة إلى إقامة دليل فقد ثبت ثبوتا مؤكدا بالآيات القرآنية الصريحة المتكررة وبالسنة النبوية المتواترة وبإجماع الأمة كلها خلفا عن سلف وجيلا إثر جيل بل قال المحققون من العلماء إن العقل أيضا دل على فرضيتها كما دل الكتاب والسنة والإجماع وذلك من وجوه ذكرها الكاساني في البدائع أحدها أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإعانة اللهيف وإقدار العاجز وتقويته على أداء مفترض الله عز وجل عليه من التوحيد والإبادات والوسيلة إلى أداء المفروض مفروض والثاني أن الزكاة تطهر نفس المؤدي من أنجاس الذنوب وتزكي أخلاقه بخلق الجود والكرم وترك الشحي والضن إذن نفس مجبولة على الضن بالمال فتتعود السماحة وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقها وقد تدمن ذلك كله قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التوبة الآية الثالثة بعد المئة الثالث أن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعمة والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخصهم بها فتلعمون ويستمتعون بلذيذ العيش وشكر النعمة فرض عقلا وشرعا وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة فكان فرضا بدائع الصناعي للكاسا الجزء الثاني الصفحة الثالثة وإذا كان هذا هو مكان فريضة الزكاة من شرائع الإسلام فقد قرر العلماء أن من أنكرها وجحد وجوبها فقد كفر ومرق من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قال ابن قدامة فمن أنكر وجوبها جهلا به وكان ممن يجهل ذلك إما لحدثة عهده بالإسلام أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار عرف وجوبها ولا يحكم بكفره لأنه معذور وإن كان نسلم الناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثة فإن تاب وإلا قتل لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وأجماع الأمة فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله فإذا جحدها فلا يكون إلا تكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما المغني الجزء الثاني صفحة الثالثة والسبعون والخمسمائة الطبعة الثالثة المنار باء الزكاة حق معلوم والزكاة في النظرية الإسلامية حق أو دين في أعناق الأغنياء للفئات الضعيفة والمستحقة وهي كذلك حق معلوم أي محدد النسبة والمقدار علمه الذين تجب عليهم الزكاة وعلمه الذين تصرف لهم الزكاة والذي قرر هذا الحق وحدده هو الله تعالى الذي وصف المتقين المحسنين من عباده بقوله وفي أموالهم حق للسائل والمحروم سورة الذاريات الآية التاسعة عشرة وفي سورة أخرى وصف الأخيار من عباده الذين يستحقون الإكرام في جناته فقال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سورة المعارج الآيتان الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون وقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن الزكاة حق يتعلق بعين المال فلا يجوز للمالك التصرف فيه ويسور الفقراء شؤكاء لرب المال في قدر الزكاة فلو باع مال الزكاة بعد الحول قبل إخراجها بطل البيع في قدر الزكاة حتى لو مات الفقير بعد وجوب الزكاة وقبل أن يقبضها يدفع نصيبه إلى ورثته ولا غربة في تقرير هذا الحق وتحديده إذا عرفنا حقيقة تملك الإنسان للمال في النظرية الإسلامية التي عرفت بنظرية الاستخلاف والتي يدل عليها قوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سورة الحديد الآية السابعة وكذلك في غيرها من الآية فالإنسان ليس هو المالك للحق وإنما هو أمين عليه من قبل مالكه الأصلي وهو الله تعالى مالك المال وواهبه وخالقه ورازقه ومن واجب الإنسان أن يذعن لما يأمر به هذا الخالق الرازق وما يعنيه من حق في هذا المال قل أو كثر من فضلك تابع بقية المال بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه المال مشكلة الفق وكيف عالجها الإسلام نتبع القراءة تحت الوسيلة الثالثة الزكاة وإذا كانت الزكاة حقا معلومة أوجده الله تعالى للفقراء والمساكين وسائر المستحقين فمن مقتدى ذلك ألا تسقط وقد وجبت ولزمت بمرور عام أو أكثر دون أدائها وإيتائها أهلها وفي هذا يقول أبو محمد بن حزن من اجتنع في ماله زكاتان فصاعدا وهو حي تؤدى لكل سنة على عدد ما وجدته عليه في كل عام وسواء كان ذلك لهروبه بماله أو لتأخر الساعي محصل الزكاة من قبل الدولة أو لجهله أو لغير ذلك وسواء في ذلك العين أي النقود والحرف والماشية وسواء أتت الزكاة على جميع ماله أو لم تأتي سواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه إلى مال زكاة فيه أو لم يرجع ولا يأخذ الغرماء شيئا حتى تستوفى الزكاة هاشيه المحلة الجه السادس الصفحة السابعة والثمانون انتهى فإذا كانت الضريبة تسقط بالتقادم ومرور سنوات تقل أو تكثر حسب تحديد القانون فإن الزكاة تظل دينا في عنق المسلم لا تبرأ ذمته ولا وصح إسلامه ولا يصدق إيمانه إلا بأدائها وإن تكاثرت الأعوان وهي كما يرى ابن حزم وغيره دين منتاز مقدم على سائر الديون لما اجتمع لها من صفات وما توفر لها من خصائص فهي حق الله وحق الفقير وحق المجتمع جميعا وكذلك لا تسقط الزكاة بموت رب المال وتخرج من تركته وإن لم يوصي بها هذا قول عطاء والحسن والزهري وقتاده ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر المغنى بابن قدامة الجزء الثاني صفحة الثالثة والثمانون بعد الستمئة وهذا القول هو الصحيح لقول الله تعالى في المواريث من بعد وصية مصيبها أو دين سورة النساء الآية الحالية عشرة فعمنا سبحانه وتعالى الديون كلها والزكاة كما قال ابن حزم دين قائم لله تعالى وللمساكين والفقراء والغارمين وصائر من فرضها الله تعالى لهم في نص القرآن واستدل ابن حزم على تقديم دين الزكاة على دين الناس بما رياه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال خدين الله أحق أن يقضى من هنا نتبين أن موت المكلف لا يسقط الزكاة عنه ولو كان موته عن طريق القتال والشهادة في سبيل الله لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ومن ذلك ذين الزكاة إذا أخرها حتى استشهد وهي في ذنته كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء منار السبيل الجزء الأول صفحة الخامسة والثمانون بعد المائتين وبهذا كله يتأكد لنا أن الزكاة في الإسلام حق عصيل ثابت لا يسقطه تقادم ولا موت وأنها تأخذ من التاركة وتقدم في أرجح الأقوان على كل حق وكل دين سواها وبذلك يكون الإسلام قد سبق التشريعات الضريبية الحديثة التي قررت لخزانة الدول امتيازا على أموال المدين تسبق به دائميه إذا ما تزاحنه ويمكنها من تعقب ماله إذا تصرف فيه هذه طبيعة الزكاة كما شرعها الإسلام حق معلوم والذي أحقه وأثبته وحدده هو الله تعالى خالق الإنسان وواهب المال وحينما أثار الاشتراكيون هذه المشكلة تطرفوا فأفسدوا وقالوا للفقير أنت مسروق والذي سرقك هو الغني فأغرأوا الفقير بالغني فحقد عليه واستطال على ماله بحق أو بغير حق والواقع أنه ليس كل فقير ولا كل غني سارق وليس كل فقير ذنبه في عنق الغني فمنهم من ذنبه في عنق نفسه وآخر ما وصلت إليه نظريات المعتدلين منهم كما يقول الدكتور إبراهيم سلامة رحمه الله حاشية في كتابه خلق ودين موضوع الأخلاق الفردية والاجتماعية انتهى أنهم رجعوا إلى قريب مما قرره الإسلام ولم يصلوا إليه يقولون إن بين الغني والفقير عقدا تقريبية ليس مكتوبا في ورق ولكنه مكتوب في طبيعة الأشياء فالفقير يعمل والغني يكسب وكسب الغني من عمل الفقير وهما متصلان اتصال رأس المال بالمجهود وإذا كان النظام الاجتماعي ملاحظا فيه هذه الخوارق الضخمة بين الغني والفقير فلأن الأول لم يؤدي ما عليه من الدين للأخير وهذا الدين قد تراكم بمضي الزمن حتى أحس الفقير بالحاجة خسار على مدينه فالنظرية كما ترى فيها شيء من الصواب ولكنها مهمة مدللة مغيرة صدر الفقير على الغني مهددة لهذا الغني بأخذ أمواله قسرة باسم هذا العقد التقريبي حاشيه المرجع السابق انتهى ومقارنة بسيطة بين النظرية الإسلامية وبين هذه النظرية الافتراضية يتبين منها ما يأتي أولا حظ الفقير في النظرية الإسلامية ثابت لدرجة أنه حق لا عقد ومعلوم مقدر لا مجهول مفترض فالإسلام جعل الزكاة حقا من حقوق الله على عباده وحقا من حقوق الإنسان على أخيه الإنسان فهو حق الله بارئ الإنسان ورازقه وخالق المال وواهبه ومسخل ما في الكون لخدمة الإنسان بأمره سبحانه وهي حق الفقير المحتاج على أخيه الغني لمختار الأخوة المشتركة بينهما في الإنسانية أو العقيبة أو فيهما وقد ذكر الإمام الرازي جملة وديهم في تعلق حق الفقير بمال الغني يحصن ذكرها هنا الأول أن الإنسان إذا حصل له من المال بقدر حاجته كان هو أولى بإمساكه لأنه يشاركه سائر المحتاجين في صفة الحاجة وهو ممتاز عنهم بكونه ساعيا في تخصيل ذلك المال فكان اختصاصه بذلك المال أولى من اختصاص غيره وإذا فضل المال على قدر الحاجة وحضر إنسان آخر محتاج فها هنا حصل سببا كل واحد منهما يجب تملك ذلك المال أن في حق المالك فهو أنه سعى في اكتشابه وتحصيله وأيضا شدة تعلق قلبه به إن ذلك التعلق أيضا نوع من أنواع الحاجة وأن حق الفقير فاحتياجه إلى ذلك المال يجب تعلقه به فلما وجد هذين السببان المتدافعان اقتبت الحكمة الإلهية رعاية كل واحد من هذين السببين بقدر الإمكان فيقال حصل المالك على حق الاكتساب وحصل تعلق قلبه به وحصل للفقير حق الاحتياج فرجحنا جانب المالك وأبقينا عليه الكثير وصرفنا إلى الفقير يسيرا منه توفيقا بين الدلائل بقدر الإمكان الثاني أن المال الفاضل عن الحاجات الأصلية إذا أمسكه الإنسان في بيته بقي معطلا عن المقصود الذي لأجله خلق المال وذلك سعي في المنع من ظهور حكمة الله تعانى وهو غير جائز فأمر الله بصرف طائفة منه إلى الفقير حتى لا تصير تلك الحكمة معطلة بالكلية الثالث أن الفقراء عيال الله والأغنياء خزان الله لأن الأموال التي بأيديهم أموال الله فليس بمستبعد أن يقول المالك لخازنه أصرف طائفة منا في تلك الحزانة إلى المحتاجين من عيالي حاشيه التفسير الكبير للرازي الجزء السادس عشر صفحة الثالثة بعد المئة انتهى ثانيا قدر الإسلام الزكاة في الأموال تقديرا عادلة راعى فيه مجهود الغني وحق الفقير فلم يجحف بالغني ولم يهمل حاجة الفقير تحدث ابن قيم الجوزية عن هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة فذكر أنه أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها قد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين وجعلها الله سبحانه وتعالى طهارة للمال ولصاحبه وقيد النعمة بها على الأموال فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته وبيحفظه عليه ويمنيه له ويدفع عنه بها الآفات ويجعلها صورا عليه وحصنا له وحارسا له ثم إنه أوجبها مرة كل عام وجعل حول الزرواء والثمار عند كمالها واستوائها وهذا أعدل ما يكون إذ وجوبها كل شهر أو كل دمعة يضر بأرباب الأموال ووجوبها في الأمر مرة يضر بالمساكين فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال وتحصيلها وسهولة ذلك ومشقته فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا من الأموال وهو الركاز ولم يعتبر له حولا بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك وذلك في الثمار والزرواء التي يباشر حرف أرضها وسقيها وبذرها ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ولا شرائنان ولا إثارة لئر ودولاب وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفة والدوال والنواضح وغيرها وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل وتصل من رب النام متتاجع بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة وبالتربص تارة ولا رب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثنار أوضى فإن الموازر والثنار أظهر وأكثر من نمو التجارة فكان واجبها أكثر من واجب التجارة وظهور النمو فيها فيما يسقى بالسماء والأنهار أكثر من ما يسقى بالدوال والنواضح وظهوره فيما وجد مخصرا مجموعا كالكنز أكثر وأظهر من الجميع ثم أنه لما كان لا يحتمل كل مال المواساة وإن قل جعل المال الذي تحتمله المواساة نصيبا مقدرة المواساة فيها لا تجحف بأرباب الأموال وتقوم وقعها من المساكين والرب سبحانه وتعالى تولى قسم الصدقة بنفسه وجزأها ثمانية أجزاء يجمعها صنفان من الناس أحدهما من يأخذ للحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له في الزكاة حاشية زاد المعاد الجزو الأول الصفحة السابسة بعد الثلاثمائة إلى الثامنة بعد الثلاثمائة انتهى جين مسؤولية الدولة عن شؤون الزكاة الزكاة كما تبين لنا حق ثابت مقرر فريضة من الله ولكنه ليس حقا موكولا للأفراد يؤديه منهم من يرجو الله والدار الآخرة ويدعوه من ضعف يقينه بالآخرة وقل نصيبه من خشية الله كلا إنها ليست إحسانا فردية وإنما هي تنظيم اجتماعي تشرف عليه الدولة ويتوله جهاز إداري منظم يقوم على هذه الفريضة الفذة جباية من من تجب عليهم وصرفا إلى من تجب لهم عنوان دلالة القرآن وأبرز دليل على ذلك أن الله تعالى ذكر هؤلاء القائمين على أمر الزكاة جمعا وتفريقا وسماهم العاملين عليها وجعل لهم سهما في أموال الزكاة نفسها ولم يحوجهم لأخذ رواتبهم من باب آخر تأمينا لمعاشهم وضمانا لحسن قيامهم بعملهم قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم سورة التوبة الآية الستون وليس بعد هذا النص الصريح في كتاب الله مجال لترخص لمترخص أو تأول لمتأول أو زعم لزعم وخاصة بعد أن جعلت الآية هذه الأصناف وتحديدها فريضة من الله ومن ذا الذي يجرؤ على تعطيل فريضة فرضها الله قال تعالى في نفس السورة التي ذكر فيها مصارف الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم سورة التوبة الآية الثالثة بعد المئة وقد ذهب جنهور المسلمين من السلف والخلف إلى أن المراد بالصدقة في هذه الآية الزكاة والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يلي أمر المسلمين من بعده عنوان السنة النبوية وفي حديث ابن عباس من المشهور في الصحيحين وغيرهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن فقال له أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب روه الجماعة عن ابن عباس وشاهدنا من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام في تلك الصدقة المفروضة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فبين الحديث أن الشأن فيها أن يأخذها آخذ ويردها عراد لا أن تترك لاختيار من وجبت عليه قال شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه فمن انتنع منهم ونقذت منه قهراء ونقلها الشوكاني بنصها في نيل الأوطار حاشية فتح الباري للحافظ ابن حجر في الجزء الثالث في الصفحة الوحيدة والثلاثين بعد المائتين في سرح الحديث وصية معاذ من صحيح البخاري كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراء حيث كانوا ونيل الأوطار الجزء الرابع صفحة الرابعة ورشونها المائة طبعت مصطفى الحلبي الثانية انتهت الحاشية وهذا الذي جاءت به السنة القولية أكدته السنة العملية والواقع التاريخي الذي جرى عليه العمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده ولهذا قال العلماء يجب على الإيمان أن يبعث السعاء لأخذ الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كان يبعثون السعاء ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه ومنهم من يبخل فوجب أن يبعث من يأخذ حاشية المجموع الجزء السادس صفحة الثانية والستون بعد المائة انتهى أما أرباب الأموال من الشعب فيجب عليهم أن يساعد هؤلاء السعاء على أداء مهمتهم ويؤد إليهم ما وجب عليهم ولا يكتميهم شيئا من أموال زكاتهم هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر به أصحابه وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم وإنما كانوا مبغدين لأنهم يطلبون المال والإنسان شحيح به فهو شقيق الروح بل إنما كانوا مبغضين لأنهم يطلبون المال وكان الإنسان قتورا حاشية رأى الحديث أبو داود نيل الأوطار رزق الرابع صفحة الخمسة والخمسون والمئة طبعة العثمانية أن الآية فهي المئة من سورة الإسراء وعن آس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد بريئت منها إلى الله ورسوله قال نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد بريئت منها إلى الله ورسوله ولك أجرها وإثمها على من بدلها عنوان فتاة والصحابة وعن سهل بن أبي صالح عن أبيه قال اجتمع عندي نفقة فيها صدقة يعني بلغت نصاب الزكاة فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان فأمرني جميعا أن أدفعها إلى السلطان وما اختلف علي منهم أحد وفي رواية فقلت لهم هذا السلطان يفعل ما ترون كان هذا في أهد بن الأمية أفأدفع إليهم زكاة فقالوا كلهم نعم فادفعها رواها الإمام سعيد بن منصور في مسنده حاشيه نسله في المنطقة إلى أحمد انتهت الحاشية وعن ابن عمر وضي الله عنهما قال ادفعوا صدقاتكم إلى من والله الله أمركم فمن برّف لنفسه ومن أثم فعليها رواه البيهقي بإسناد صحيح أو حسن وعن المغورة بن شعبة أنه قال لمولا له وهو على أمواله بالطائف كيف تصنع في صدقة مالي قال منها ما أتصدق به ومنها ما أدفع إلى السلطان قال وفيما أنت من ذلك أنكر عليه أن يفرقها بنفسه فقال إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون النساء فقال يدفعها إليهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يدفعها إليهم رواه البيهقي في السنان الكبير حاشية هذه الأحاديث ذكرها الإمام النووي في المدموع في الجزء السادس صفحة الثانية والستين بعد المئة وما بعدها انتهى هذه الأحاديث الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الفتاوى الحاسمة عن صحابته الكرام تجعلنا ندرك بل نوقن أن الأصل في شريعة الإسلام أن تتولى الحكومة المسلمة أمر الزكاة فتجبيها من أربابها وتصرفها على مستحقيها وأن على الأمة أن تعاون أولياء الأمر في ذلك بقرارا من النظام وإرساء لدعائم الإسلام وتقوية لبيت مال المسلمين عنوان من أسرار هذا التشريع وربما قال قائل إن الشأن في الأديان أن توقظ الضمائر وتحيي القلوب وتضع أمام أنظار الناس مثلا أعلى ثم تحاول أن تقودهم بزمان الشوك إلى مثوبة الله أو تسوقهم بصوت الخشية من عقابه تاركة لأصحاب السلطان أن يحدد وينظم ويطالب ويعاقبه فهذا من شأن السلطة السياسية وليس من مهمة التوجه الديني والجواب أن هذا قد يصح في أديان أخرى ولكن لا يصح أبدا في الإسلام فإنه عقيدة ونظام خلق وقانون قرآن وسلطان ليس الإنسان مشتورا في الإسلام شطرين شطر منه للدين وشطر آخر للدنيا وليست الحياة مقسومة قسمين بعضها لقيصر وبعضها لله وإنما الحياة كلها والإنسان كله والكون كله من الله الواحد القهار جاء الإسلام رسالة شاملة هادية وجاءت من هدفها تحرير الفرد وتكريمه وترفيها المجتمع والإسعادة وتوديها الشعوب والحكومات إلى الحق والخير ودعوة البشرية كلها إلى الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله وفي هذا الإطار جاء نظام الزكاة فلم يجعله من شؤون الفرد بل من وظيفة الحكومة الإسلامية فأكل الإسلام جبايتها وتوزيعها على مستحقيها إلى الدولة لا إلى ضمائر الأفراد وحدها وذلك لجملة أسباب لا يحسن بشريعة الإسلام أن تهملها أولا أن كثيرا من الأفراد قد تموت ضمائره أو يصيبها السقن والهزال بسبب حب الدنيا أو حب الذات فلا ضمان للفقير إذا ترك حقه لمثل هؤلاء ثانيا أن في أخذ الفقير حقه من الحكومة لمن الشخص الغني حفظا لكرامته وصيانة لما يوده أن يراقب السؤال ورعاية لمشاعره أن يجرحها المن والأذى ثالثا أن ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوزيع فوضى فقد ينتره أكثر من غني لأعطائه شقير واحد على حين يغفلون عن آخر فلا يفطن له أحد وربما كان أشد فقرا رابعا أن صرف الزكاة ليس مقصورا على الأفراد من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل فمن الجهات التي تصرف فيها الزكاة مصالح عامة للمسلمين لا يقدرها الأفراد وإنما يقدرها أولو الأمر وأهل الشورى في الجماعة المسلمة مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وإعداد العدة والعدد للجهاد في سبيل الله وتجهيز الدعاة لتبليغ رسالة الإسلام في العالمين خامسا أن الإسلام دين ودولة وقرآن وسلطان ولابد لهذا السلطان وتلك الدولة من مال تقيم به نظامها وتنفذ به مشروعاتها ولابد لهذا المال من موارد والزكاة موارد هام دائما لخزانة الدولة أو لبيت المال في الإسلام عنوان بيت مال الزكاة ومن هنا نعلم أن الأساس في النظام الإسلامي أن يكون للزكاة ميزانية خاصة وحصيلة قائمة بذاتها ينفق منها على مصارفها المحدودة وهي مصارف إنسانية وإسلامية خاصة ولا تضنوا إلى ميزانية الدولة العامة الكبيرة التي تتسع لمشروعات مختلفة وتصرف في مصارف شتى ولقد أشارت آية مصارف الزكاة من سورة التوبة إلى هذا المبدأ فيما قررت أن العاملين عليها يأخذون مرتباتهم منها فمعنى هذا أن يكون لها ميزانية مستقلة وينفق على إدارتها منها وذلك ما فهمهم مسلمون من أقدم العصور فقد جعلوا للزكاة بيت مال قائما بذاته إذ قسموا بيوت المال في الدولة الإسلامية إلى أربعة أقسام أولها بيت المال الخاص بالزكاة وفيه تكون حصيلتها ونظام العمل على جمعها وتوجعها على مصارفها على حسب شدة الحاجة الثاني بيت المال الخاص بحصيلة الجزية والخراج والجزية مال يأخذ من غير المسلمين الذين يقيمون بين المسلمين على أن يكون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم وهو يأخذ منهم في مقابل ما يأخذ من المسلمين في الزكاة وغيرها من الصواقات الأخى كصدقة الفطر وكفارات الذنوب والتقسير في العبادات وفي مقابل حمايتهم والدفاع عنهم دون أن يكلفوا المشاركة في الفيلمة العسكرية والخراج ضريبة سنوية تفرض على رقبة الأرض حسب طاقتها كالذي فرضه عمر على سواد العراق وغيره الثالث بيت المال الخاص بالغنائي والركاز عند من يقول إنه ليس من الزكاة ولا يصرف في مصارفها الرابع بيت المال الخاص بالضوائع وهي الأموال التي لا يعرف لها مالك ومنها الأموال التي لا وارث لها حاشية انظر المبسوط في الجزء الثالث صفحة الثامنة عشر والبدائع في الجزء الثالث صفحة الثامنة والستين والتاسعة والستين انتهت الحاشية والذي يعنينا هنا أن الزكاة في الإسلام ليست من باب الإحسان التطوعي ولا من باب الواجبات الشخصية الموكلة إلى ضمائر الأفراد وحدهم إنما هي فرضة تشرف عليها الدولة وتنظم دبايتها وتوزيعها فهي عبادة لها صفة الضريبة وضريبة فيها روح العبادة وبهذا يقوم على رعايتها وإيتائها حارسان حارس خارجي هو رقبة الحكومة المسلمة والمجتمع المسلم كله وحارس داخلي ينبع من ضمير المسلم وإيمانه بربه ورجاء رحمته وخشية عذابه فإذا لم توجد الحكومة المسلمة التي تنهى لنهج الخليفة الأول في رعاية حق الفقراء وانتزاعه بالقوة من براثن الأشرار فقد بقي الفقير في كفالة الضمير الإسلامي الذي يرجو الله ويخشاه والذي يأبى عليه إيمانه أن يبيت امرؤ شبعان وجاره إلى جنبه جائعا عنوان منهم الفقراء والمساكين الذين تصرف لهم الزكاة عني القرآن الكريم بمصارف الزكاة أكثر مما عني بمصادرها ووعائها لأن جباية الأموال قد تكون سهلة على أصحاب السلطان بوسائل شتى ولكن الصعب حقه هو صرفها في وجوهها وإيتاؤها أهلها ووضعها موضعها ومن ثم لم يدعي القرآن تحديد مصارف الزكاة لرأي حاكم وهواه ولا لطمع طامع يريد أن يزاحم المستحقين بالباطل فنزل كتاب الله يبين الأشخاص والجهات التي تصرف لها وفيها الزكاة فكان ذلك ربا على المنافقين الذين سال لعابهم شرها إلى أموال الزكاة بغير حق ولمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أهملهم ولم يستجب لأطماعهم الأشعبية قال تعالى ومنهم من ينمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون سورة التوبة الآية الثامنة والخمسون امتهى إلى أن قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم سورة التوبة الآية الستون وقد روى أبو داود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعطي من الصدقات فقال له إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدق حتى حكمه فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك والذي يعنينا في بحثنا هذا من تلك الأجزاء أو المصارف الثمانية هو الفقراء والمساكين وهما أول المصارف التي جعلها الله أهلا لاستحقاق الزكاة من فضلك تابع بقية المادة مفهوم الفقير والمسكين اختلف الفقهاء والمفسرون في تحديد مفهوم الفقير والمسكين والفرق بينهما أيهما أسوأ حالة وهو خلاف لا يترتب عليه حكم في باب الزكاة بعد أن اتفق الجميع على أنهما صنفان الجنس واحد هو أهل الأيوز والحاجة والراجح أن الفقير هو اسم للمحتاج الذي لا يسأل الناس والمسكين هو الذي يسأل الناس ويطوف عليهم ويرى جمهور الفقهاء أن الفقير أسوأ حالة من المسكين وحدده بعضهم بقوله الفقير من لا يملك شيئا أو يملك دون نصف الكفاية لنفسه ولمن يعوله والمسكين من يملك نصف الكفاية أو معظمها ولكن لا يملك تمام الكفاية المستورون المتعففون أولى بالزكاة ولقد يظن كثير من الناس من سوء العرض لتعاليم الإسلام وسوء التطبيق لها أن الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة هم أولئك المتبطلون أو المتسولون الذين احترفوا سؤال الناس وتظاهروا بالفقر والمسكنة وندوا أيديهم للغاديين والرائحين في المجامع والأسواق وعلى أبواب المساجد وغيرها ولعل هذه الصورة للمسكين كانت ناثلة في أذهان كثير من الناس منذ زمن قديم حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مما جعله عليه السلام ينبه الناس على أن أهل الحاجة الحقيقيين الذين يستحقون معونة المجتمع بحق وإن لم يفطل لهم الكثيرون فقال عليه الصلاة والسلام في ذلك ليس المسكين الذي ترده التمرت والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس الحافة معنى لا يسألون الناس الحافة لا يلحون في المسألة ولا يكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه فإن من سأل وعنده ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف وهذا وصف لفقراء المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله ورسوله وليس لهم مال ولا كسب يردون به عن أنفسهم ما يغنيهم تفسير ابن كثير الجزء الأول الصفحة الرابعة والعشرون بعد المائتين قال الله تعالى في وصفهم والتنويه بشأنهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بشيماهم لا يسألون الناس الحافة فهؤلاء وأشباههم أحق الناس أن يعانوا كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المذكور وفي رواية أخرى ليس المسكين الذي يطوف على الناس فرده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس الحديث بروايته متفق عليه ذلك هو المسكين الجدير بالمعونة وإن كان الناس يغفلون عنه ولا يفطنون له ولكن رسول الإسلام لفت الأنظار إليه ونبه العقول والقلوب إليه وإنه لا يشمل كثيرا من أصحاب البيوتات وأرباب الأسر المتعففين الذين أحنى عليهم الزمن أو قعد بهم العجز أو قل مالهم وكثرت أيالهم أو كان دخلهم من عملهم لا يشبع حاجاتهم المعقولة قد سئل الإمام الحسن البصري عن الرجل تكون له الدار والخادم أيأخذ من الزكاة فأجاب بأنه يأخذ إن احتاج ولا حرج عليه الأموال لأبي عبيد الصفحة السادسة والستون والخمسمائة وابن أبي شيبة الجزء الرابع الصفحة الأربعون عبد الرزاق الجزء الرابع الصفحة الحادية عشر بعد المائة والثانية عشر بعد المائة انتهى وسأل الإمام أحمد عن الرجل إذا كان له عقار يستغله أو ضيعه تساوي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر ولكنها لا تقيمه يعني لا تقوم بكفايته فقال يأخذ من الزكاة المغني مع الشرح الكبير في الجزء الثاني صفحة الخامسة والعشرين بعد الخمسمائة وقال الشافعية إذا كان له عقار وينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه حاشية المدموع الجزء السادس الصفحة الثانية والتسعون والمائة انتهت وقالت المالكية يجز دفع الزكاة لمن يملك نصابا أو أكثر لكثرة أياله ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه حاشية شرح الخرشي وحاشية العدوي على خليل الجزء الثاني في الصفحة الخامسة عشر بعد المائتين انتهى وقالت الحنفية لا بأس أن يعطى من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله واستذلوا بما رويا عن الحسن البصري أنه قال كانوا يعطون الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من الفرس والسلاح والخادم والدار وقوله كانوا كناية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها فكان وجودها وعدمها سواء بدائع الصماء على الكاساني في الجزء الثاني الصفحة الثامنة والأربعين ليس المقصود بالزكاة إذن إعطاء المعدن المترب فقط ذلك الذي لا يدد شيئا أو لا يملك شيئا وإنما يقصد بها أيضا إغناء ذلك الذي يدد بعض الكفاية ولكنه لا يدد كل ما يكفيه عنوان لا حظ في الزكاة لقوي مكتسب وإذا كان مدار الاستحقاق هو الحادة حادة الفرد إلى كفاية نفسه ومن يعوله فهل يعطى المحتاج وإن كان متبطلا يعيش عالة على المجتمع ويحيى على الصدقات والإعانات وهو مع ذلك قوي البنيان قادر على الكسب وإغناء نفسه بكسبه وعمله لقد فهم ذلك بعض الناس خطأا فظن الزكاة إغراءا بالبطالة وتجديعا للكسالة والقاعدين ولكن نصوص الإسلام ومبادئه تقضي بغير ذلك فالوذب على كل قوي قادر على العمل أن يعمل وأن يسر له سبيل العمل وبذلك يكفي نفسه بكد يمينه وعرق جبينه وفي الحديث الصحيح ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده رواه البخاري وغيره الترغيب والترهيب للمنذري الجزء الثاني أول كتاب البيوع ومن أجل ذلك رأينا رسول الإسلام يقول في صراحة ووضوح صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا اعتداد بالقدرة الجسمانية واللياقة البدمية ما لم يكن معها كسب يغني ويكفي هذا الحديث رواه الخمسة وحسنه الترميذي لأن القوة بغير كسب لا تكسو من عري ولا تطعم من جوع قال النووي إذا لم يجد الكسب من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز المجموع الجزء السادس الصفحة الوحدة والتسعون والمئة فإذا كان الحديث المذكور قد اكتفى بذكر ذي المرة السوي فإن حديثا آخر قيد هذا الاطلاق وأضاف إلى القوة الاكتساب فعن عبيد الله بن عدي الخيار أن رجلين أخبره أنهما أتي النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة فقلد فيهما البصر ورآهما جلدين أي قويين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها أي في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال أحمد ما أجوده من حديث وقال ناوي هذا الحديث صحيح المجموع اللزء السادس الصفحة التاسعة والثمانون والمئة وقد سكت عنه أبو داود والمنذري مختصر السنن اللزء الثاني والصفحة الثالثة والثلاثون بعد المئتين انتهى وإنما خيرهما الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن على علم بباطن أمرهما فقد يكونان في الظاهر جلدين قادرين ويكونان في الواقع غير مكتسبين أو مكتسبين كسبا لا يكفي واستدل الأولناء بالحديث على أنه ينبغي لولي الأمر أو رب المال وعظ آخذ الزكاة الذي لا يعرف حقيقة حاله وتعريفه أنها لا تحل لغني ولا لقادر على الكسب أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حاشية نيل الأوطار الجزء الرابع الصفحة السبعون بعد المئة انتهى والمرض بالاكتساب اكتساب قدر الكفاية وإلا كان من أهل الاستحقاق والعاجز عن أصل الكسب ليس بشرط ولا يصح أن يقال بيقوف الزكاة على الزنى والمرضى والعجزة فحسب قال نووي والمعتبر كسب يليق بحاله ومرؤته وأما ما لا يليق به فكالمعدم المجموع الجزء السادس الصفحة التسعون والمئة على أن حديث تحريم الزكاة على ذي المرة السوي يعمل بإطلاقه بنسبة للقادر الذي يستمرئ البطالة مع تهيئ فرص الكسب الملائم لمثله عرفة والخلاصة لكل قادر على الكسب مطلوب منه شرعا أن يعمل ليكفي نفسه بنفسه فمن كان عاديزا عن الكسب لضعف ذاتي كالصغر والأنوفة والعته والشيخوخة والعاهة والمرض أو كان قادرا ولم يجد بابا حللا للكسب يليق بمثله أو وجد ولكن كان دخله من كسبه لا يكفيه وعائلته أو يكفيه بعض الكفاية دون تمامها فقد حل له الأقض من الزكاة ولا حرج عليه في دين الله هذه هي تعاليم الإسلام الناصعة التي جمعت بين العدل والإحسان أو العدل والرحمة أما مبدأ الماديين القائلين من لا يعمل لا يأكل فهو مبدأ غير طبيعي وغير أخلاقي وغير إنساني بل إن في الطيور والحيوانات أنوان يحمل قويها ضائفها ويكون قادرها بعاجزها أفلا يبلغ الإنسان مرتبة هذه العجماوات؟ عنوان المتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة ومن الرائع حقا ما ذكره هنا فقهاء الإسلام فقالوا إذا تفرغ إنسان قادر على الكسب لعبادة الله تعالى بالصلاة والصيام ونحوهما لا يعطى من الزكاة حاشية؟ حاشية الروض المربع في الجزء الأول الصفحة الأربعية انتهت لأنه معنور بالعمل والمشي في مناكب الأرض ولا رهبانية في الإسلام والعمل في هذه الحال لكسب العيش من أفضل العبادات إذا صدقت فيه النية والتزمت حدود الله عنوان المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة فأما إذا تفرغ لطلب علم نافع وتعذر الجمع بين الكسب وطلب العلم فإنه يعطى من الزكاة قدر ما يعينه على أداء مهمته وما يشبع وحاجاته ومنها كتب العلم التي لابد منها لمصلحة دينه ودنياه حاشية؟ انظر شرح غاية المنتهى في الجزء الثاني الصفحة السابعة والثلاثين والمئة انتهى وإنما أعطي طالب العلم لأنه يقوم بفرض كفاية ولأن فائدة علمه ليست مقصورة عليه بل هي لمجموع الأمة فمن حقه أن يعانى من مال الزكاة لأنها بأحد رجلين إما لمن يحتاج من المسلمين أو لمن يحتاج إليه المسلمون وهذا قد جمع بين الأمرين واشترض بعضهم أن يكون نجيبا يرجى تفوقه ونفعل المسلمين به وإلا لم يستحق الأخذ من الزكاة ما دام قادرا على الكسب حاشية؟ المجموع اللزء السادس الصفحة التسعون والمئة والواحدة والتسعون والمئة انتهى وهو قول وجيه وهو الذي تسير عليه الدول الحديثة حيث تنفق على النجباء والمتفوقين بأن تتيح لهم دراسات خاصة أو ترسلهم في بأثات خارجية أو داخلية عنوان كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة؟ ولكي تكمل أمام أعيين الصورة السوية للزكاة الإسلامية وأثرها في محاربة الفقر والمسكنة لا بد أن نجيب هنا عن سؤال مهم هو كم يعطى الفقير والمسكين من مال الزكاة؟ ووجه الأهمية في الإجابة على هذا السؤال أما السائد في أذهان عامة الناس مسلمين وغير مسلمين أن الفقير يأخذ من الزكاة دراهم معدودة أو حفنات من حبوب أو أرغفة من خبز يسد بها رمق أو يكفي بها حاجته أياما معدودات أو شهرا أو شهرين ثم يظل الفقير بعد ذلك على فقره صفر اليدين مادا يده بالسؤال محتاجا أبدا إلى المعونة وحينئذ تكون الزكاة أشبه بالأقراص المسكنة للآلام إلى وقت محدود لا بالأدوات الماجعة التي تجتث الآلام من جذورها وسنبين بعد دراسة نصوص الإسلام ومذاهب فقهائه أن هذا السائد في أفهام الناس وهم عريض لا أساس له من شريعة الإسلام المذهب الأول إعطاء الفقير كفاية العمر إن أقرب المذهب في هذا الشأن إلى منطق الإسلام ونصوصه أن يعطى الفقير ما يستأصل شأفة فقره ويقضي على أسباب عوزه وفاقته ويكفيه بصفة دائمة ولا يحوجه إلى الزكاة مرة أخرى قال الإمام النووي في المجموع أن نسألت الثانية في قدر المصروف إلى الفقير والمسكين قال أصحابنا العراقيين وكثيرون من الخراسانين يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام وهذا هو نص الشافعي رحمه الله واستبدل له الأصحاب بحديث قبيصة ابن المخارق الهلالي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت مالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سجادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من دو الحجة من قومه قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سجادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحت رواه مسلم في صحيحه قال أصحابنا فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته فدل على ما ذكرناه قالوا فإن كان عادته لاحتراف أعطي أنه يشتري به حرفته أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك أم كثرت ويكون قدره بحيث يحصل له من رفعه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا واختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص وقررت جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا من يبيع البقل يعطى خمسة دراهم أو عشرة ومن حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درها المثلة إذا لم يتأتى له الكفاية بأقل منها ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا أعطي بنسبة ذلك ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصناع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لمثله وإن كان من أهل الضياع أي المزارع يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفي غلتها على الدوام قال أصحابنا فإلا يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلة ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغارب لأنثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة ومثل ذلك بأن يعطى ما يشتري به عقارا يكريه ويستغل منه كفايته حاشيه المهذب وشرحه المجموع الجزء السادس الصفحة الثالثة والتسعون والمئة والخامسة والتسعون والمئة هذا ما ذهب إليه الإمام الشفعي وأصحابه ومن ذهب مذهبه وقدره عن الإمام أحمد أيضا أنه أجاز أن يأخذ الفقير تمام كفايته دائما بمتجر أو آلة صنعه أو نحو ذلك واختار هذه دواية بعض علماء مذهبه حاشيه الإنصاف الجزء الثالث الصفحة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمئة انتهى فهذا كلام لم نقله من عند أنفسنا وإنما قاله أئمة الإسلام وفقهاؤه مستندين إلى نصف الإسلام وقوائده وروحه العامة وهو كلام مير يزحم الشمس في وضوحه وإشراقه وإبانته عن هدف الإسلام في القضاء على الفقر وإغناء الفقير بالزكاة عنوان إذا أعطيتم فأغنوا وهذا المذهب هو الموافق لما جاء عن الفاروق عمر رضي الله عنه فلقد رأينا سياسة العمرية الراشدة تقوم على هذا المبدأ الحكيم الذي أعلنه الفاروق رضي الله عنه إذا أعطيتم فأغنوا الأموال لأبي عبيدة الصفحة الخامسة والستون بعد الخمسمائة فكان عمر يعمل على إغناء الفقير بالزكاة لا مجرد سد جوعته بلقيمات أو إقامة عفرته بدريه مات جاء رجل يشكو إليه سوء الحال فأعطاه ثلاثا من الإبل وما ذلك إلا ليقيه من العيلة والإبل كانت أنفع أموالهم وأنفسها حين ذاك وقال للموظفين الذين يعملون في توزيع الصدقات على المستحقين كادروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مئة من الإبل قال معلنا عن سياسته تجاه الفقراء لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مئة من الإبل الأموال أصفحة نفسها وقال عطاء الفقيه التابعي الجليل إذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت من المسلمين فجابرهم فهو أحب إليه الأموال الصفحة السادسة والستون بعد الخمسمائة وهذا المذهب هو الذي رجحه الإمام الحجة في الفقه المالي في الإسلام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه القيم الأموال المذهب الثاني يعطى كفاية سنة وهناك مذهب ثاني قال به المالكية وجمهور الحنابلة وآخرون من الفقهاء أن يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ما تتم به كفايته وكفاية من يعوله لمدة سنة كاملة ولم يره أصحاب هذا الرأي ضرورة لإعطائه كفاية العمر كما لم يروا أن يعطى أقل من كفاية السنة وإنما حددت الكفاية بسنة لأنها في العادة أوسط ما يطلبه الفرد من ضمان العيش له ولأهله وفي هدي الرسول في ذلك أسوة حسنة فقد صح أنه ادخر لأهله قوت سنة هاشيه متفق عليه انتهى وإنما حددت الكفاية بسنة لأنها في العادة إلى آخر قوله ولأن أموال الزكاة في غالبها حوليه فلا داعي لإعطاء كفاية العمر وفي كل عام تأتي حصيلة جديدة من موارد الزكاة ينفق منها على المستحقين ويرى القائلون بهذا المذهب أن كفاية السنة ليس لها حد معلوم لا تتعداه من الدراهم والدنامير بل يصرف للمستحق كفاية سنته بالغة ما بلغت فإذا كانت كفاية السنة لا تتم إلا بإعطاء الفقير الواحد أكثر من نصاب من نقد أو حرث أو ماشية وعطي من الزكاة ذلك القدر وإن صار به غني لأنه حين الدفع إليه كان فقيرا مستحقا شرح الخرشي على متن خليل الجزء الثاني صفحة الخامسة عشرة بعد المائتين وحديث الدخال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله قوتسنة متفق عليه عمون الزواج من تمام الكفاية ومن الرأي حقا أن يلتفت علماء الإسلام إلى أن الطعام والشراب واللباس ليستها حاجات الإنسان فحسب بل في الإنسان غرائز أخرى تدعوه وتلح عليه وتطالبه بحقها من الإشباع ومن ذلك غريزة النوع أو الجنس التي جعلها الله سوطا يسوق الإنسان إلى تحقيق الإرادة الإلهية في عمارة الأرض وبقاء هذا النوع الإنساني فيها إلى ما شاء الله والإسلام لا يصادر هذه الغريزة وإنما ينظمها ويضع الحدود لسيرها وفق أمر الله وإذا كان الإسلام قد نهى عن التبتل والاختصاء وكل لون من مصادرة الغريزة وأمر بالزواج كل قادر عليه مستطيع لمؤونته من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فلا غروة أن يشرع معونة الراغب في الزواج ممن عجز عن تكاليفه المادية من المهر ونحوه ولا عجب إذا قال العلماء إن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح حاشية الروض المربع في الجزء الأول الصفحة الأربع مئة وانظر هامش مطالب أولنها في الجزء الثاني الصفحة السابعة والأربعين بعد المئة وقد روى أن أبا عبيد روى عن عمر أنه زوج ابنه عاصمة وأنفق عليه شهرا من مال الله الأموال الصفحة الثانية والثلاثون بعد المئة وقد أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من ينادي في الناس كل يوم أين المساكين أين الغارمون أين الناكحون أين الذين يريدون الزواج أين اليتامة حتى أغنى كلا من هؤلاء البداية والنهاية لابن كثير الجزء التاسع الصفحة المئتان والأصل في هذا ما روه أبو غريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني تزوجت مرأة من الأنصار فقال على كم تزوجتها فقال على أربع أواق فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب فيه نيل الأوطار الجزء السادس الصفحة السادسة عشر بعد الثلاثمئة والأواق جمع أوقية وقد كانت تسويخين ذاك أربعين درهمة وكانت الشاه خمسة دراهم أو عشرة فهذا القدر كثير على مثل هذا الرجل الذي جاء يطلب المعونة في مهره انتهت الحاشية والحديث دليل على أن إعطاء النبي لهم في مثل هذه الحال كان معروفا لهم ولهذا قال له ما عندنا ما نعطيك ومع هذا حاول علاج حالته بوسيلة أخرى عنوان كتب العلم من الكفاية والإسلام دين يكرم العقل ويدعو إلى العلم ويرفع من مكانة العلماء ويعد العلم مفتاح الإيمان ودليل العمل ولا يعتد بإيمان المقلد ولا بعبادة الجاهل ويقول القرآن في صراحة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سورة الزمر الآية التاسعة ويقول في التفريق بين الجاهل والعالم وبين الجهل والعلم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور سورة فاطر الآيتان التاسعة عشرة والعشرون ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريبة على كل مسلم رواه ابن عبدالبر في العلم من عدة طرق ورمز له السيطي بعلامة الصحة انتهت الحاشية وليس العلم المطلوب محصورا في علم الدين وحده بل كل علم النافع يحتاج إليه المسلمين في دنياهم فإن تعلمه فرض كفاية كما قرر الشاطبي والغزالي وغيرهما ثانا عجبا رأينا فقهاء الإسلام يقررون في أحكام الزكاة أن يعطى منها المتفرغ للعلم على حين يحرم منها المتفرغ للعبادة ذلك أن العبادة في الإسلام لا تحتاج للتفرغ كما يحتاج العلم والتخصص فيه كما أن عبادة المتعبد لنفسه أن علم المتعلم فله ولسائر الناس المجموع الجزء السادس الصفعة التسعون والمئة ولم يكتفي الإسلام بذلك بل قال فقهاءه يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها من كتب العلم التي لابد منها لمصلحة دينه ودنياه انظر الإنصاف في الفقه الحنبلي في الجزء الثالث في الصفحة الخامسة عشرة وكذا في الثامنة عشرة بعد المئتين انتهى عنوان أي المذهبين أولى بالاتباع وبعد عرض هذين المذهبين من مذاهب الفقه الإسلامي مذهب من يرى إعطاء الفقير كفاية العمر كله مرة واحدة ومذهب من يرى إعطاءه كفاية سنة كاملة فحسب دورية فأي هذين المذهبين أحق أن يتبع ولكل منهما وجهته ودليله وخاصة إذا أردنا أن تقوم الفقومة بأمر الزكاة والذي أختاره أن لكل من المذهبين مجاله الذي يعمل فيه ذلك أن الفقراء والمساكين نوعان نوع يستطيع أن يعمل ويكتسب ويكفي نفسه بنفسه كالصانع والتاجر والزارع ولكن ينقصه أدوات الصنعة أو رأس نال التجارة أو الضيعة وآلات الحرق والسقي فالواجب لمثل هذا أن يعطى من الزكاة ما يمكنه من اكتساب كفاية العمر وعدم الاحتياج إلى الزكاة مرة أخرى وفي عصرنا هذا يمكن تنفيذ ذلك عن طريق بناء مصانع ومنشآت من مال الزكاة تملك للفقراء القادرين على العمل والنوع الآخر عاجز عن الكسب كالزامن والأعمى والشيخ الهرم والأرملة والطفل ونحوهم فهؤلاء لا بأس أن يعطى الواحد منهم كفاية السنة أن يعطى راتبا دوريا يتقاضاه كل عام فليصح أن يوزع على أشهر العام انخيف من المستحق الإسراف وبعثرة المال في غير حاجة ماسة وهذا هو الذي ينبغي اتباعه في عصرنا كما هو الشأن في رواتب الموظفين والعجيب أنني بعد أن اخترت هذا التقسيم وجدته منصوصا علي في بعض كتب الحنابلة فقد قال في غاية المنتهى وشرحه بعد أن ذكر قول الإمام أحمد في صاحب العقار والضيع التي تغل عشرة آلاف أو أكثر ولا تكفيه إن له أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه قال وعليه فيعطى محترف ثمن آلة حرفته وإن كثرت وتاجر يعطى رأس مال يكفيه ويعطى غيرهما من فقير ومسكين تمام كفايتهما مع كفاية عائلتهما سنة لتكرر الزكاة بتكرر الحول فيعطى ما يكفيه إلى مثله مطالب أول النهى الجزء الثاني الصفحة السادسة والثلاثونة بعد المئة من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة مشكلة الفقر وكيف علجها الإسلام عنوان مستوى لائق للمعيشة ومن هنا يتبين لنا أن الهدف من الزكاة ليس إعطاء الفقير دريهمات معدودة وإنما الهدف تحقيق مستوى لائق للمعيشة لائق به بوصفه إنسان كرمه الله واستخلفه في الأرض ولائق به بوصفه مسلما ينتسب إلى دين العدل والإحسان وينتمي إلى خير أمة أخرجت للناس وأدنى ما يتحقق به هذا المستوى الإنساني أن يتهيأ له ولعائلته طعام وشراب ملائم فكسوى للشتاء والصيف ومسكن يليق بحاله وهذا ما ذكره ابن حزم في المحلة وذكره النووي في المجموع وذكره كثيرون من العلماء قال النووي في تحديد الكفاة التي بدونها يصبح الإنسان فقير فضلا عن المسكين الذي هو عنده أحسن حالا من الفقير قال المعتبر المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته المجموع الجزء السادس الصفحة الواحدة والتسعون والمئة ومما يبد للمرء منه في عصرنا أن يتعلم أولاده من أحكام دينهم وثقافة عصرهم ما يزيل عنهم ذنونات الجهل ويسر لهم سبيل الحياة الكريمة ويعينهم على أداء واجباتهم الدينية والدنيوية وقد ذكر الفقهاء في بحث الحاجات الأصلية للفرد المسلم أن منه دفع الجهل عنه فإنه موت أدبي وهلاك معنوي ومما لا بد للمرء منه في عصرنا يتيسر له سبيل العلاج إذا مرض هو أو أحد أفراد عائلته ولا يترك للمرض يفترسه ويفتك به فهذا قتل للنفس وإلقاء باليد إلى التهلكة وفي الحديث يا عباد الله تداووا فإن الذي خلق الداء خلق الدواء رواه البخاري وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقر الخامسة وتسعون والمئة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم النساء التاسعة والعشرون وفي الصحيح المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه وإذا ترك المسلم أخاه أو ترك المجتمع المسلم فردا منه فريسة للمرض دون أن يعالجه فقد أسلمه وخذله بلا شك والذي ينبغي الالتفات إليه أن مستوى المعيشة للشخص لا يمكن تحديده تحديدا جامدا صارما لأنه يختلف باختلاف العصور والبيئات وباختلاف ثروة كل أمة ومقدار دخلها القومي ورب شيء يكون كماليا في عصر أو أمة يصبح حاجيا أو ضروريا في عصر أمة أخرى أو عصر الآخر عنوان معونة دائمة منتظمة إذا عرفنا أن هدف الإسلام من الزكاة بالنسبة للفقير والمسكين الذي لا يحسن حرفة ولا يقدر على عمل هو كفالة مستوى المعيشي ملائم له ولعائلته وأنه يعطى تمام كفايته لمدة سنة كاملة فلنضف إلى ذلك أن الزكاة بالنسبة لهذا الصنف من المستحقين معونة دائمة منتظمة حتى يزول الفقر بالغنى ويزول العجز بالقدرة أو تزول البطالة بالكسب وهكذا وإن نتأمل في هذه القصة الواقعية التي حكاها لنا أبو عبيد بسنده بين عمر نصف النهار قائل في ظل شجرة وإذا أعرابية فتوسمت الناس فجاءته فقالت إني امرأة مسكينة ولي بنون وإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان بعث محمد بن مسلمة ساعية تعني جابية وموزع للصدقة فلن يعطنا فلعلك يرحمك الله أن تشفع لنا إليه قال فصاحبه يرفأ خادمة أن ادعو لي محمد بن مسلمة فقالت إنه أنجح لحاجتي أن تقوم معي إليه فقال إنه سيفعل إن شاء الله فجاءه يرفأ فقال أجب فجاء فقال السلام عليكم يا أمير المؤمنين فاستحيت المرأة فقال عمر والله ما قالوا أن أختار خياركم كيف أن تقائل إذا سألك الله عز وجل عن هذه فدمعت عين محمد ثم قال عمر إن الله بعث إلينا نبيه صلى الله عليه وسلم فصدقناه واتبعناه فعمل بما أمره الله به فجعل الصدقة لأهلها من المساكين حتى قبضه الله على ذلك ثم استخلف الله أبا بكر فعمل بسنته حتى قبضه الله ثم استخلفني فلم آل أن أختار خياركم أن بعثتك فأدي إليها صدقة العام وعام ولا أدري لعلي لا أبعثك ثم دع لها بجمل فأعطها دقيقا وزيتا وقال خذي هذا حتى تلحقين بخيبر فإن نريدها فأتته بخيبر فدع لها بجملين آخرين وقال خذي هذا فإن فيه بلاغا حتى يأتيكم محمد بن مسلمة فقد أمرته أن يعطيك حقك للعام وعام أول الأموال الصفحة التاسعة والتسعون والخمسمائة على ما تدل هذه القصة بأحداثها وحوارها إنها تدل على مبادئ ومعاني كثيرة وسامية حقا تدل على مدى شعور الحاكم المسلم بمسؤوليته عن كل فرد يعيش في ظل حكم الإسلام وتدل على مدى شعور الأفراد أنفسهم بحقهم في يعيشة اللائقة تهيئها لهم الدولة المسلمة وتدل على أن الزكاة كانت ادعامة الأولى لبناء التكافل المعيشي في المجتمع وتدل على أنها كانت معونة منتظمة مستمرة إذا لم تصل صاحبها فإن من حقه أن يتظلم ويشكو وتدل على أن سياسة العمرية الراشدة هي إعطاء ما يكفي ويغني فقد أعطى المرأة أولا جملا محملا بالدقيق والزيت ثم ألحق به جملين آخرين وجعل هذا كله عطاء مؤقتا حتى يعطيها محمد بن مسلمة حقها عن العامين الماضي والحاضر وتدل بعد ذلك كله على أن عمر رضي الله عنه لم يكن في ذلك مبتدعا بل كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لخليفته أبي بكر رضي الله عنه عنوان سياسة الإسلام في توزيع مال الزكاة للإسلام في توزيع الزكاة سياسة حكيمة عادلة تتفق وأحدث ما ارتقى إليه تطور الأنظمة السياسية والمالية في عصرنا والذي يخيل لبعض الناس أن كل ما يأتي به من النظم وتشريعات جديد مبتكر فقد أعرف الناس في عصور الجاهلية وفي أهود الظلام في أوروبا وغيرها كيف كانت تجبى الضرائب والمكوس من الفلاحين والصناع والمحترفين والتجار وغيرهم بمن يكسب رزقه بكد اليمين وعرق الجبين وسهر الليل وتعب النهار لتذهب هذه الأموال النمزجة بالعرق والدم والدمع إلى الامبراطور أو الملك أو الأمير أو السلطان في عاصمته الزاهية ينفقها في توطيد عرشه ومظاهر أباهته والإغداق على من حوله من الحواش والأنصار والأتباع فإن فضل فلتوسيع المدينة وتجميلها واسترضاء أهلها فإن فضل شيء فلأقرب المدن إلى جانبه العالي وهو في ذلك كله غافل عن تلك القرى الكادحة المتعبة والديار العاملة النائية التي منها جبية هذه المكوس وأخذت هذه الأموال فلما جاء الإسلام وأمر المسلمين بإيتاء الزكاة كما أمر ولي الأمر بأخذ هذه الضريبة تطهيرا وتزكية لأصحاب الأموال وإنقاذا للفئات المحتاجة من هوان الفقر وذل الحاجة حتى يسود التكافل والعدل أبناء المجتمع المسلم قاطبة وكما جاء الإسلام بذلك وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ولاته وسعاته إلى الأقاليم والبلدان لجمع الزكاة وأمرهم أن يأخذ الزكاة من أغنياء البلد ثم يردوها على فقرائه ولقد مر بنا حديث معاذ بن جبن المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم وكذلك نفذ معاذ رضي الله عنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم ففرق زكاة أهل اليمن في المستحقين من أهل اليمن بل فرق زكاة كل إقليم في المحتاجين منه خاصة وكتب لهم كتابا كان فيه من انتقل من مخلاف عشيرته يعني الذي فيه أرضه وماله فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته رواه عنه طاووس بإسناد صحيح وأخرجه سعيد بن منصور وأخرجه نحوه وأخرج نحوه الأثرم ميل الأوطار الجزء الثاني الصفحة الواحدة والستون والمئة وعن أبي جحيفة قال قدم علينا يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا أي ناقة وفي الصحيح أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة منها بالله الذي أرسلك الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسنها على فقرائنا قال نعم وروا أبو عبيد عن عمر رضي الله عنه أنه قال في وصيته أوصي الخليفة من بعد بكذا وأوصيه بكذا وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العربي ومادة الإسلام أن يأخذ من حواش أموالهم فيرده في فقرائهم الأموال الصفحة الخامسة والتسعون والخمسمائة وكذلك كان العمل في حياة عمر أن يفرق المال حيث جمع ويعود السعات إلى المدينة لا يحملون شيئا غير أحلاسهم التي يتلفعون بها وأصيهم التي يتوكؤون عليها فعن سعيد بن المسيب أن عمر بعث معاذا ساعيا على بني كلاب أو على بني سعد بن ذبيان فقسم فيهم حتى لم يدع شيئا حتى جاءه بحلسه الذي خرج به على رقبته الأموال الصفحة السادسة والتسعون والخمسمائة وقال آخر من أصحاب يعلى بن أمية ومن استعملهم عمر في الزكاة خرج لنأخذ الصدقة فما نرجع إلا بسياطنا أو كنا نخرج لأن هنا طمصا عزيز المستمع كنا نخرج لنأخذ الصدقة فما نرجع إلا بسياطنا الأموال الصفحة السابعة عشر بعد الخمسمائة وعلى هذا النهج الذي اختطته الرسول وخلفاؤه الراشدون سار أئمة العدل من الحكام وأئمة الفتوى من فقهاء الصحابة والتابعين فعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه ولا عاملا على الصدقة من قبل زياد بن أبي أو بعض الأمراء في عهد بني أمية فلما رجع قال له أين المال؟ قال أولي المال أرسلتني أخذنا من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضع أرواه أبو داود وابن ماجهة انظر نيل الأوطار في الجزء الرابع صفحة الواحدة والستين بعد المئة قال أبو عبيد فكل هذه الأحاديث تثبت أن كل قوم أولى بصدقتهم حتى يستغنوا عنها ونرى استحقاقهم ذلك دون غيرهم إنما جاءت به السنة لحرمة الجوار وقرب دارهم من دار الأغنياء الأموال الصفحة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة فإن جاهل المصدق فحمل صدقة من بلد إلى آخر سواه وبأهلها فقر إليها أردها الإمام إليهم كما فعل عمر بن عبد العزيز وكما أفتى به سعيد بن جبير الأموال الصفحة الثامنة والتسعون والخمسمائة إلا أن إبراهيم النخعي والحسن البصري رخص في الرجل يؤثر بها قرابته قال أبو عبيد وإنما يجوز هذا للإنسان في خاصة ماله فأما صدقات العوام جمهور الأمة التي تليها الآئمة أولو الأمر فلا ومثل قولهما حديث أبي العالية أنه كان يحمل زكاته إلى المدينة قال أبو عبيد ولا نراه خص بها إلا أقاربه أو مواليه المرجع السابق وإذا كان الأصل المتفق عليه أن الزكاة تفرق في بلد المال الذي واجبت فيه فإن من المتفق عليه كذلك أن أهل هذا البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضها لنعدام الأصناف المستحقة أو لقلة عددها وعفرة مال الزكاة جاز نقلها إلى غيرهم أو إلى الإمام ليتصرف فيها حسب الحاجة أو إلى أقرب البلاد إليهم ويعجبني ما قاله الإمام مالك في هذا لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فنقالها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد الأموال الصفحة الخامسة والتسعون والخمسمائة عن سحنون أنه قال ولو بلغ الإمام أن في بعض البلاد حاجة شديدة جاز له نقل بعض الصدقة المستحقة لغيره إليه فإن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج والمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه المدونة الكبرى الجزء الأول على الصفحة السادسة والأربعون بعد المائتين عنوان الزكاة أول ضمان اجتماعي في العالم إن الزكاة بذلك تعد أول تشريع منظم في سبيل ضمان اجتماعي لا يعتمد على الصدقات الفردية التطوعية بل يقوم على مساعدات حكومية دورية منتظمة مساعدات غايتها تحقيق الكفاية لكل محتاج الكفاية في المطعم والملبس والمسكن وسائر حاجة الحياة لنفس الشخص ولمن يعوله في غير إسراف ولا تقتير ولم يكن ذلك خاصا بالمسلمين وحدهم بل شمل من يعيش في ظل دولتهم من اليهود والمصارى هذا هو الضمان الاجتماعي الذي لم تفكر فيه الدول الغربية إلا منذ وقت قريب ولم تصل به إلى مستوى ضمان الإسلام في شموله لكل محتاج وتحقيق الكفاية الكاملة له ولأسرته ومع هذا لم تفكر فيه إخلاصا لله ولا رحمة بالضعفاء ولكن دفعتها إليه الثورات وموجات المذاهب الشيوعية والاشتراكية كما دفعتها إليه الحرب العالمية الأخيرة ورغبتها في استرضاء شعوبها وحثهم على استمرار النضع وكان أول مظهر الرسمي لهذا الضمان في سنة 41 وتسعمائة وألف حين اجتمعت كلمة انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في ميثاق الأطلمطي على وجوه تحقيق الضمان الاجتماعي للأفراد الضمان الاجتماعي للدكتور صادق مهدي في الصفحة السادسة والعشرين بعد المئة والعجب أن يسبق الإسلام هذه الدول بقرون عديدة في إقامة ضمان اجتماعي يفرضه الدين وتنظمه الدولة وتقام من أجله الحروب استخلاصا لحقوق الفقراء من براثن الأغنياء ومع هذا نجد من الكاتبين من يرجع فضل الضمان الاجتماعي إلى أوروبا أما تاريخنا وتراثنا فيهال عليه التراب ومن ذلك أن جامعة الدول العربية عقدت حلقة للدراسات الاجتماعية سنة 250 وتسعمائة وألف ميلادية بدمشق وخصصت هذه الحلقة لدراسات التكافر الاجتماعي وقد ألقى مدير الحلقة المستر دانيل اس جيرج محاضرة عن تطور التكافر الاجتماعي ذكر فيها أن المحتاجين في القرون الغابرة لم يكن أمامهم وسيلة إلا لاستجداء أو تلقي الصواقات للتخلص من الموت جوع وأن تاريخ التدابير الحكومية لإعانة الفقراء يرجع إلى القرن السابع عشر وقد اتخذت الخطوات الأولى في شكل تنظيم المعونة إلى الفقراء من قبل الهيئات المحلية إلى آخر كلامه وهذا من أثر الجهل بتاريخ الإسلام وحقيقة فريضة الزكاة التي بينا بما لا شك فيه أنها نظام تقوم عليه الحكومة المسلمة جباية وصرفة وأنها ليست من باب الإحسان الفردي أو الصدقات التطوعية بل هي حق ثابت وفريضة من الله بالنسبة للمحتاجين وهي ضريبة إلزامية مقررة بالنسبة للدافعين وإنما تتميز عن الضريبة بخلودها وثباتها فإذا أهملتها الحكومات ولم تطالب بها فإن المسلم لا يصح إسلامه ولا يتم إيمانه إلا بإخراجها إرضاء لربه وتزكية لنفسه وتطهيرا لماله وفرض عليه أن يخرجها طيبة بها نفسه خالية من المن والأذى والمحتاج الذي يأخذها في هذه الحال يأخذها وقد علمه الإسلام أنها حق له في مال الله الذي استخلف فيه بعض عباده وأن الجماعة مطالبة أن تقاتل من أجل هذا الحق المعلوم يقول المستر دانيل أس جيرج أيضا في بيان طبيعة التكافل الاجتماعي الحديث إن الصفات المميزة الرئيسة لمشروعات التكافل الاجتماعي الحديث إذا مواقورنة بتدابير إغاثة الفقراء القديمة هي أن مشروعات التكافل لا تطبق على الفقراء فحسب بل على أي شخص في أي فئة خاصة تكون مواردها أقل من مستوى معين وأنها تميل إلى اعتبار المساعدة كحق من الحقوق إذا ما توفيت بعض الشروط المحدودة وأن لها معدلات ثابتة للدفع وطرقا ثابتة للمنح حاشير حلقة الدراسات الاجتماعية الدورة الثالثة الصفحة السابعة عشر بعد المائتين هذا وإن صفة العار التي تتصل بطلب المساعدة والحصول عليها وفقا للتدابير إغاثة الفقراء قد اختفت كما ألغي فقدان الحقوق المدنية الذي كان في معظم الأحوال مرتبطا بتلقي المساعدة الخاصة بالفقراء وهذه المميزات التي ظلها الكاتب من خصائص التكافل الاجتماعي الحديث وأن العصور الماضية لم تعرف هذه المميزات أمر مسلم به بالنظر إلى أوروبا وتاريخها ولكنه غير صحيح بالنظر إلى تاريخنا نحن المسلمين فهذه المميزات وأكثر منها متحققة بوضوح في نظام الزكاة الإسلامي لقد عرفنا أنها كما شرعها الإسلام حق معلوم لا من فيه ولا أذى وأن الدولة تقوم على جبايته وصرفه وأنها تصرف لكل من لا دخل له أو له دخل ضعيف لا يكفيه تمام الكفاية وهو ومن يعوله وأكثر من ذلك أنها تعمل على إغناء الفقراء إغناءا دائما وتحويلهم إلى ملاك وتقريب الشقة بين الأغنياء والفقراء وهذا ما لم يصل إليه دعاة الضمان الاجتماعي الحديث ولم يحلموا به مجرد حلم الوسيلة الرابعة كفالة الخزانة الإسلامية بمختلف مواردها إذا كنا بينا أن الزكاة هي المورد المالي الحكومي الأول لمعالجة الفقر وسد خلة الفقراء في الإسلام فلنضف إلى ذلك أن جميع الموارد الراتبة لبيت المال الخزانة الإسلامية فيها قدر مشترك لعلاج هذا الجانب ففي أملاك الدولة الإسلامية والأموال العامة التي تديرها وتشرف عليها إن باستغلالها أو بإيجارها أو بالمشاركة عليها وذلك كالأوقاف العامة والمناجم والمعادن التي يجب الإسلام في أرجح مذاهبه ألا يحتجزها الأفراد لأنفسهم بل تكون في يد الدولة ليكون الناس كافة شركاء في الانتفاع بها في ريع هذه الأملاك وما تدره من دخل للخزانة العامة مورد للفقراء والمساكين حين تضيق حصيلة الزكاة عن الوفاء بحاجاتهم وفي خمس الغنائم وفي مال الفي وفي الخراج وكل أنواع الضرائب حق للمحتاجين والمعوزين قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة وللرسول ولذي القربة واليتام والمساكين وبن السبيل الأنفال الواحدة والأربعون وقال سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربة واليتام والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم سورة الحشر الآية السابعة ولقد بالغ كثير من فقهاء المسلمين في الاحتياط لحقوق الفقراء في حصيلة الزكاة فلم يجيزوا صرفها كلها أو بعضها إلى الصالح العام كرواتب الجيش ونحوها ولو كان هناك عجز في الميزانية العام وسعه في ميزانية الزكاة إلا بأن تكون دينا على الميزانية العام تدفع بعد السعه إلى ميزانية الزكاة وفي هذا يقول الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فعلى الإمام أن يتقي الله في صرف الأموال إلى المصارف فلا يدع فقيرا إلا أعطاه حقه من الصدقات حتى يغنيه وعياله وإن احتاج بعض المسلمين وليس في بيت المال من الصدقة شيء أعطى الإمام ما يحتاجون إليه من بيت مال الخراج ولا يكون ذلك دينا على بيت مال الصدقة لما بينا أن الخراج وما في معنى يصرف إلى حاجة المسلمين أي الفقراء منهم بخلاف ما إذا احتاج الإمام إلى إعطاء المقاتلة الجيش ولا مال في بيت مال الخراج صرف ذلك من بيت مال الصدقة وكان دينا على بيت مال الخراج لأن صدقة حق الفقراء والمساكين فإذا صرف الإمام منها إلى غير ذلك للحاجة كان ذلك دينا لهم على ما هو حق المصرف إليهم وهو مال الخراج المبسوط للسرخسي في الجزء الثالث صفحة الثامنة عشرة إن بيت المال هو الموئل الأخير لكل فقير وذي حاجة لأنهم يلك الجميع وليس ملكا لأمير أو فئة خاصة من الناس روى الشيخاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى بكل مسلم من نفسه من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا بفتح الضاد أي أولادا صغارا ضائعين إذ لا مال لهم فإلي وعلي متفق عليه عن أبي هريرة واللفظ لمسلم وروا الإمام أحمد في مسنده عن مالك بن أوس قال كان عمر يحلف على إيمان ثلاثة واحد والله ما أحد أحق بهذا المال يعني مال الفيء والمصالح العامة من أحد وما أنا أحق به من أحد اثنان والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب ثلاثة والله لئن بقيت لهم لأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه ففي هذا الأثر العمري دليل كما قال الشوكاني نيل الأوطار الجزء الثامن صفحة التاسعة ففي هذا الأثر العمري دليل كما قال الشوكاني على أن الإمام كسائر الناس لا فضل له على غيره في تقديم ولا توفير نصيب كما يدل على أن كل إنسان في ظل دولة الإسلام مهما بعد مكانه وصغر شأنه يجب أن يدرك نصيبه من مال الجماعة حسب حقه وحاجته وليست هذه الكفالة مقصورة على الفقراء المسلمين فحسب كلا فإن أهل الذنة من غير المسلمين ممن يعيشون في ظل دولة الإسلام لهم حق الكفالة والمعونة من بيت المالك المسلمين روى أبو يوسف في الخراج نص المعاهدة التي صالح فيها خالد بن الوليد أهل الحيرة بالعراق وهم من النصارى وتجتمل هذه الوثيقة السياسية على نص صريح يقرر تأمين هؤلاء القوم ضد الفقر والمرض والشيخوخة وأن تتولى خزانة الدولة بيت مال المسلمين تمويل هذا التأمين الذي يعد أول ضمان اجتماعي من نوعه في التاريخ يقدمه قائد مظفر لجماعة يطلبون الصلح مع بقائهم على خلاف دينه يقول النص بصريح العبارة على لسان سيف الله خالد بن الوليد وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفق على عيالهم الخراج الصفحة الرابعة والأربعون والمئة الطبعة السلافية الطبعة الثانية هذا ما كتبه خالد في خلافة أبي بكر وأقره عليه من كان معه من الصحابة المجاهدين وكذلك أقره الخليفة الأول أبو بكر الصديق ومن معه من كبار الصحابة ولم ينقى الإنكار أحد منهم لما صنعه خالد في ذلك ومثل هذا العمل الذي يفعله صحابي وينتشر في الصحابة ولا ينكره أحد منهم يعده كثير من الفقهاء إجماعا وفي عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب سجل التاريخ حادثة هامة في تقرير الكفالة المعيشية لغير المسلمين أصبحت بذلك سنة يقتدى بها ويهتدي الخلفاء العادلون بهديها فإنما سنه الخلفاء الراشدون من السياسات العادلة والقوانين الرشيدة يعد جزءا من هذا الدين يجب على المسلمين أن يحرصوا عليه واتبعوه حرصهم على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فهو الذي أوصاهم بقوله إن من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح كتب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاء حاكم البصرة من قبله يوصيه ببعض الواجبات التي يجب أن يرعاها في ولايته وقد قرئ الكتاب على جمهور الناس بالبصرة لأهميته وكان مما جاء فيه وانظر من قبلك من قبلك من أهل الذنة قد كبرت فنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجري عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مرى بشيخ من أهل الذنة يسأل على أبواب الناس فقال ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه الأموال لأبي عبيدة الصفحة السادسة والأربعون على أن الموارد الراتبة للخزانة الإسلامية إذا ضاقت عن تحقيق الكفاية للفقراء والمساكين ولم يقم أبناء المجتمع المسلم بكفاية فقرائهم من تلقاء أنفسهم كما يجبه التعاون والتراحم بين المسلمين كما سنبين بعد فإن على أولي الأمر في الدولة الإسلامية أن يفرضوا في أموال الأغنياء من التكاليف المالية ما يكفي لمعونة الفقراء ويفي بحاجتهم الأصلية ومن هنا نتبين أن وظيفة الدولة في الإسلام وظيفة إيجابية ضخمة وشاملة وليست مجرد حماية حرية الأفراد وملكياتهم الخاصة وأن كل عملها إنتاج الأمن أي منع الصطو والاعتداء ثم ترك الناس أحراراً بعد ذلك لما سموه القوانين الطبيعية وترك الضعفاء والفقراء لعفوية هذه القوانين حتى ينحرف أو يهلك كما هو المعروف عن آدم سميث وغيره من دعاة المذهب الفردي والاقتصاد الحر فقد قالوا إن وظيفة الدولة الأولى هي حماية الذين يملكون من الذين لا يملكون كما أن أفراد المجتمع ليسوا مجرد عناصر اقتصادية لا تجمعهم رابطة سوى رابطة الإنتاج والمنفعة الاقتصادية كما يقول أولئك الفرديون كلا فإن المجتمع في نظر الإسلام أسرة مترابطة بين أفرادها وفئاتها علاقة أعمق وأقوى من علاقة الإنتاج الاقتصادي علاقة أساسها الإيمان والإسلام الذي ربط الجميع بغاية واحدة ومنهج واحد فالتقى الجميع بفضله على وحدة العقيدة والفكر ووحدة الشعور والعاطفة ووحدة النظام والشريعة ووحدة المبدأ والمصير ولهذا صور الإسلام هذا المجتمع بالجسد الواحد فكل جهاز أو عضو أو خرية في هذا الجسد مرتبط بالأجزاء الأخرى يمدها ويستمد منها ينفعها وينتفع بها يؤثر فيها ويتأثر بها والدولة التي يقف على قمتها في الإسلام الإمام هي الرأس من هذا الجسد هي الجهاز الذي يرعى هذا الترابط والتضامن بين الأفراد حتى يؤتي ثمراته في واقع المجتمع فليست مهمتها مقصورة على حراسة الملكية والحرية الفردية من السطو الداخلي أو الغزو الخارجي بل تمتد إلى ما هو أعمق وأشمل فإن الإمام في الأمة معتبر في الإسلام كالأبي في الأسرة ولهذا قارن بينهما الحديث النبوي الذي رعاه الشيخان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته وكما أن مهمة الأبي ليست حماية أسرته وأهل بيته فحسب بل هو مسؤول عن إعالتهم وتربيتهم وكفايتهم بالمعروف وإقامة العدل بينهم فكذلك الإمام في الأمة هو مسؤول عن ما استرعاه الله إياه مسؤولية الولد عن أولاده حتى إن عمر رضي الله عنه لا يقول لو مات جمل ضياعا على شط الفرط لخشيت أن يسألني الله عنه تبقى ابن سعد الجزء الثالث الصفحة الخامسة بعد الثلاثمائة فإذا كانت هذه مسؤولية الإمام عن الحيوان فما بالك بالإنسان وروا المؤرخون عن عمر بن عبد العزيز أن زوجته فاطمة قالت دخلت يوما عليه وجالس في مصلاه وعضيعا خده على يده ودنيعه تسيل على خديه فقلت ما لك فقال وحكي يا فاطمة لقد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت ففكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود واليتيم المكسور والأرملة الوحيدة والمظلوم المقهور والغريب الأسير والشيخ الكبير وذي الايال الكثير والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت البداية والنهاية لابن كثير الجزء التاسع الصفحة الوحيدة بعد المئتين وحين بايعه الناس واستقرت الخلافة باسمه انقلب إلى بيته وهو مغتم مهمون فقال له غلامه ما لك هكذا مغتم مهمون وليس هذا بوقته ذاك فقال ويحك وما لي لا أغتم وليس من أهل المشارق والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطالبني بحقه أن أؤديه إليه كتب إلي في ذلك أو لم يكتب طلبه مني أو لم يطلب المرجع السابق الصفحة الثامنة والتسعون والمئة فهذا الخليفة الراشد يرى أنه مسؤول عن كل فرد في الأمة في مشرقها أو مغربها وأن واجبا عليه أن يوصل إليه حقه وإن لم يطالب به كتابة ولا مشافهة وبخاصة الفقراء والضعفاء من المرضى والشيوخ والأرامل واليتامى ونحوهم من الفئات مهيضة الجناح في المجتمع من فضلك تابع بقية المادة نوصل القراءة تحت عنوان الوسيلة الرابعة كفالة الخزانة الإسلامية بمختلف مواردها إن أول واجبات الدولة في الإسلام أن تحقق العدل وتدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وليس من العدل ولا من الخير ولا من المعروف أن يجوع الضعفاء أو يحرم الفقراء من الحاجات الأساسية للحياة من مأكل وملبس ومسكن وفي المجتمع أغنياء قادرون لديهم فضول أموالهم وإن على الدولة في الإسلام أن تتخذ من الوسائل والأساليب ما يعالج مشكلة الفقر ويضمن الحياة الملائمة للفقراء ويحقق التكافل في المجتمع وهذه الوسائل والأساليب تختلف باختلاف الأعصار والبيئات والأحوال وهي مجال الرحب لاجتهاد أهل الرأي وأولي الأمر في الأمة الإسلامية وأكتفي هنا بمثل واحد من الأساليب التي اتخذها عمر الفاروق بهذا الصدد حما عمر أرضا قرب المدينة يقال لها الربذة لترعى فيها دواب المسلمين ومعنى حمايتها أي جعلها ملكا عام وشركة بين الجميع ولكنه لم يكتفي بذلك فجعل هذا الحمى لمصلحة طبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود قبل كل شيء ليكون هذا المرعى المجاني مصدرا لزيادة ثرواتهم الحيوانية وزيادة دخلهم منها ليستغنوا بذلك عن طلب المعونة من الدولة وهذا الهدف واضح في وصية عمر لهني الذي وله على هذا الحمى للإشراف عليه فقد قال له يا هني اضمن جناحك عن الناس واتقي دعوة المظلوم فإنها مجابة وادخل رب الصريمة والغنيمة الصريمة الإبل القليلة والغنيمة بضم الغين الغنيمة أي الغنم القليلة ودعني من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف أي إبل الأثرياء وغنمهم فإنهما إن هلكت ناشيتهم رجع إلى نخل وزرع أي لهم ثروات ومصادر دخل أخرى وإن هذا المسكين يعني رب الصريمة والغنيمة إن هلكت ناشيته جاءني ببنيه يصرخ يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك فالكلاو أيسر علي من الذهب والورق النقود الفضية الأموال لأبي عبيدة الصفحة 99 بعد المئتين وهذه الوصية العمرية تقرر وتؤكد جملة أحكام هامة يعنينا منها هنا أولا وجوب عناية الدولة المسلمة بذوي المال القليل والدخل الضئيل وإتاحة الفرصة لهم ليكسبوا ويغنوا أنفسهم ولو كان ذلك بالتضييق على ذوي الثروات الكبيرة وتفويت بعض الفرص عليهم وحرمانهم مما أتيح للفئة الضعيفة من وسائل الكسب وتنمية الدخل كما تجلى ذلك واضحا في قول عمر لعامله وأدخل رب الصريمة والغنيمة ودعني من نعم ابن عفان ونعم ابن عوف ثانيا إن كل إنسان يعيش في كنف الدولة الإسلامية من حقه إن هلك مصدر دخله وضع مورد رزقه أن يصرخ في وجه الحاكم المسؤول مطالبا بحقه وحق بنيه في مال المسلمين أي في خزانة الدولة وأن المسؤول عن الدولة لا يسعوه إلا أن يجيب طلبه ويكفيه حاجته وحاجة من يعول وفي هذا يقول عمر وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاءني ببنيه يصرخ يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك ثالثا إن السياسة الرشدة هي التي تعمل على توفير العمل وتيسيره للقادرين من الفقراء وتعمل على تنمية مصادر الدخل لصغار الملاك ليستغني هؤلاء وأولئك بجهدهم الخاص عن طلب المعونة من الدولة وتكليفها عبء الإنفاق عليهم من خزانتها وهذا يظهر من قول عمر فالكلأ أيسر علي من الذهب والورق الوسيلة الخامسة إئجاب حقوق غير الزكاة وهناك حقوق مالية أخرى تجب على المسلم بأسباب وملابسات شتى كلها موارد لإعانة الفقراء ومطاردة الفقر من دار الإسلام ومن هذه الحقوق واحد حق الجوار الذي أمر الله برعايته في كتابه وحض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وجعل إكرام الجار من الإيمان وإذاءه أو إهماله من دلائل البراءة من الإسلام قال تعالى وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ الآية والجار الجنوب أي البعيد سورة النساء الآية السادسة والثلاثون وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة متفق عليه وقال أحسن إلى جارك تكن مسلما روه ابن ماجة وقال ما زال جبريل يصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه وقال ليس بمؤمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم روه الطبراني والبيهقي وإسناده حسن وقال أيما أهل عرصة أصبح منهم ممرء جائع فقد برئت منهم ذمة الله روه الحاكم ومن جميل ما ورد في رعاية الجار وما جاء في الأثر ولا تؤذيه بقتار قدرك أي رائحة الطعام المطهوب إلا أن تغرف له منها وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها فإن لم تفعل فأدخلها سر ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده روه الخرائطي في مكارم الأخلاق وابن عدي في الكامل وقال أبو ذر أو صاني خليلي صلى الله عليه وسلم إذا طبخت فأكثر المرق ثم انظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها روه مسلم وليس الجار هو الملاصق كما يظن بعض الناس فقد رويا في الآثار أن أربعين دارا جار روه أبو داود في المراسيل عن الزهري وفسرها بعضهم بأربعين من كل جهة من الجهات الأربع فأهل كل حي إذا انجيران بعضهم ببعض قالت عائشة قلت يا رسول الله إن لي جارين أحدهما مقبل علي ببابه والآخر نائم ببابه عني وربما الذي كان عندي لا يسعهما فأيهما أعظم حق قال المقبل عليك ببابه روه البخاري فالإسلام يريد أن يجعل من كل حي وحدة متكافلة متعونة في السراء والضراء بحيث يحملون ضعيفهم ويطعمون جائعهم ويكسون عاريهم وإلا برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله ولم يستحقوا الانتماء إلى مجتمع المؤمنين ومن الجميل في آداب الإسلام أنه جعل الجار حقا ولو كان غير مسلم قال مجاهد كنت عند عبد الله بن عمر وغلام له يسلخ شاه فقال يا غلام إذا سلقت فابدأ بجارنا اليهودي حتى قال ذلك مرارا فقال له كم تقول هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يصين بالجار حتى خشينه أنه سيورثه روه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب اثنان الأضحية في عيد الأضحى وهو في مذهب أبي حنيفة واجب على الموسر لحديث من كان عنده ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا روه أحمد وابن ماجة ثلاثة الحينث في اليمين قال تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة المائدة التاسعة والثمانون أربعة كفارة الظهار فمن قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي أو أختي أو نحو ذلك حرمت عليه زوجته حتى يكفر وكفارته تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينة خمسة كفارة الجماع في نهار نمضان وهي مثل كفارة الظهار وقد جاء بإيجابها الحديث الصحيح ستة فيديات الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه ممن يعجزون عن الصيام فهم يفدون عن كل يوم في رمضان مقدار طعام مسكين كما جاء في القرآن الكريم وعلى الذين يطيقونه فيدياتهم طعام مسكين البقرة الرابعة والثمانون والمئة ومعنى يطيقونه على هذا التفسير يتكلفونه بمشقة وشدة ومثله الحامل والموضع إذا خافت على أنفسهما أو الأولادهما كما هو مذهب بعض الفقهاء سبع الهدي وهو ما يهديه الحاج أو المؤتمر إلى الكعبة من إبل وبقر وغنم كفارة لارتكابه محظورا من محظورات الإحرام أو لتمتعه بالعمرة إلى الحج أو لقرانه بينهما أو لغير ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين سورة المائدة الآية الخامسة والتسعون وقال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي البقرة السادسة والتسعون والمئة وفي هذا الهدي فرصة أوجبها الشرع ليطعام الفقير اللحم لحكمة معلمها الشارع الذي يرفض تصدق بثمن الهدي أو بأضعاف ثمنه قال تعالى فكلوا منها وأطعم البائس الفقير الحج الثامنة والعشرون فكلوا منها وأطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون الحج السادسة والثلاثون ثمانية حق الزرع عند الحصاد قال تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده الأنعام الوحدة والأربعون والمئة وقد ذهب جنات من الصحابة والتابعين إلى أن هذا الحق شيء غير الزكاة وهو حق متروك لضمير صاحب الزرع والتمر وحاجة المساكين من حوله ولهذا جاء عن ابن عمر في تفسير هذا الحق كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة وقال عطاء يعطي من حضره يومئذ ما تيسر وليس بالزكاة وقال مجاهد إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه قال ابن كثير وقد ذم الله الذين يصرمون أن يقتفون الثمار ولا يتصدقون كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة نون تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحة الواحدة والثمانون والمئة وما بعدها تسعة حق الكفاية للفقير والمسكين وهو أهم الحقوق فإن من حق كل فرد في المجتمع المسلم أن يوفر له تمام الكفاية من مطالب الحياة الأساسية له ولمن يعوله فإذا كان في مال الزكاة متسع لتحقيق هذه الكفاية فبها ونعمة وكفى الله المؤمنين أن يطالبوا بشيء آخر وإن لم يكن في نوال الزكاة ولا في الموارد الراتبة الأخرى لبيت المال سعى لتحقيق تلك الكفاية فإن في المال حقا آخر سوى الزكاة كما رأى ذلك التلمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال حقا سوى الزكاة ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب سورة البقرة الآية السابعة والسبعون والمئة ووجه الدلالة أن الآية جعلت من أركان البر إيتاء المال لذوي القرب واليتام والمساكين وغيرهم وعطفت على ذلك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فدلت على أن الإيتاء الأول غير الزكاة وهو من أركان البر وعناصر التقوى وذلك دليل الوجوب على أن الأمر أوضح من أن يستدل له بآية أو حديث فإن الأدلة عليه أبيان من فلق الصبح لأن طبيعة النظام الإسلامي كما رسمته آيات القرآن مكية ومدنية وأحاديث الرسول صحاحا وحسانا تجعل التكافل في المجتمع الإسلامي فرضة لازمة والتعاون والمواساة واجبا لا بد من أدائه ولهذا صور النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع فقال المؤمن للمؤمن كالبليان يشد بعضه بعضا متفق عليه وقال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر متفق عليه وقال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه رواه البخاري ومعنى لا يسلمه أي لا يخذله ويتركه يعاني الخطر والشدة وحده دون أن يعاونه ويأخذ بيده وقال أيما أهل عرصة أصبح فيهم رؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله رواه الحاكم وقبل ذلك جاءت آيات القرآن تنذر بالويل وتهدد بالعذاب في الدنيا والآخرة كل من يهمل المسكين أو يقص على الفقير والمحروم ففي سورة المدث وهي من أوائل ما نزل يعرض لنا القرآن مشهدا من مشاهد الآخرة مشهد أصحاب اليمين من المؤمنين في جناتهم يتساءلون عن المجرمين من الكفرة المكذبين وقد أطبقت عليهم النار فيسألونهم عما نزل بهم من العذاب فكان من أسبابه وموجباته حسب إقرارهم إضاعة حق المسكين وأتركه لأنياب الجوع والعري تنهشه وهم عنهم معرضون في ذلك يقول تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين المدثر الثامنة والثلاثون إلى الرابعة والاربعين ومثل طعام المسكين كسواته وإيواؤه ورعاية ضروراته وحاجاته في سورة القلم يقص الله علينا قصة أصحاب الجنة الذين تواعدوا أن يقطفوا ثمارها بليل ليحرموا منها المساكين الذين اعتادوا أن يصيبوا شيئا من خيرها يوم الحصاد فحلت بهم عقوبة الله العاجلة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فمنطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون سورة القلم من التاسعة عشرة إلى السابعة والعشرين إلى أن قال كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون القلم الثالثة والعشرين ولم يكتفي القرآن بالدعوة إلى إطعام المسكين ورعايته والتحذير من إهماله وإضاعته بل زاد على ذلك فجعل في عنق كل مؤمن حقا للمسكين أن يحض غيره على إطعامه والقيام بحقه وجعل ترك هذا الحق قرين الكفر بالله العظيم وموجبا لسخطه وعذابه في الأخرة في نار الجحيم يقول تعالى في شأن أصحاب الشمال في سورة الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية الحاق من الخامسة والعشرين إلى التاسعة والعشرين ثم يقضي فيه أحكم الحاكمين قضاءه العادل بالعقاب الذي يستحقه خذوه فغلوه ثم الجحي مصلوه ثم في سلسلة ذرعوها سبعون ذراعا فاسلكوه الحاقة من الثلاثين إلى الثانية والثلاثين ثم يذكر أسباب هذا الحكم الصار فيقول إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين الحاقة الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون أي لا يحث غيره من أعضاء المجتمع على إطعامه وإشباع حاجاته وهذه الآيات التي ترجف لها القلوب وترتعد منها الأبدان هي التي جعلت مثل أبي الدرداء رضي الله عنه يقول لمراته يا أم الدرداء إن لله سلسلة لم تزل تغلي بها مراجل النار منذ خلق الله جهنم إلى أن تلقى في أعناق الناس وقد نجان الله من نصفها بإيماننا بالله العظيم فحضي على طعام المسكين يا أم الدرداء الأموال لأبي عبيد الصفحة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة ولم تر الدنيا كتابا قبل القرآن يجعل عدم الحظ على إطعام المسكين من موجبات صلي الجحيم والعذاب الأليم وفي سورة المعون جعل الله من علامات التكذب بالدين قهر اليتيم وعدم الحظ على إطعام المسكين فقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين سورة المعون الآيات الثلاثة الأولى وفي سورة الفجر خاطب الله المجتمع الجاهلي المتظالم بقوله كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين الفجر السابعة عشر والثامنة عشر والتحاض تفاعل من الحض فمعنى لا تحاضون لا يحض بعضكم بعضا وفيه دعوة المجتمع كافة إلى التضامن والتعاون على رعاية المسكين وإذا كان أصحاب الشمال والجاهليون والمكذبون بالدين لا يحضون على طعام المسكين ولا يعنون بأمره فإن واجب المؤمنين والمصدقين بالدين كما تدل الآيات أن يعملوا على إعانة الفقراء والمساكين ولو بجمع المال من غيرهم حتى لا يقع تحت طائلة الوعيد وهي طريقة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية التي تنشأ لمصطحة الفقراء فأصلها ثابت في القرآن بهذه الآيات وأمثالها كما قال ذلك محمد عبده حاشية تفسير سورة المعون من جزء عم عنوان رأي ابن حزم وأبلغ من وضح هذا الحق وأيده بالأدلة الوفيرة من الكتاب الكريم ومن السنة المطهرة ومن أقوال الصحابة والتابعين الفقيه الظاهري والإمام أبو محمد ابن حزم الذي يعتمد في فقه على ظواهر النصوص وحدها دون اعتراف برأي أو كياس فقد وجد هنا من النصوص الصحيحة في ثبوتها الصريحة في دلالتها الكثيرة في عددها ما جعله يقرر في قوة وصراحة أن من الواجب الديني فرض حقوق إضافية سوى الزكاة على الأغنياء القادرين في كل بلد حتى يكتفي فقراؤه وتسد حاجاتهم الأصلية بحيث تتحقق لهم أمور ثلاثة واحد الغذاء الكافي الذي يحتاج إليه الجسم ليحيا صحيحا قادرا اثنان الملبس المناسب الساتر للعورة الواقي من الحر والبرد والصيف والشتاء ثلاثة المسكن الملائم الذي يقي من القيض والمطر وعيون المرة وناقش ابن حزم الرأي الذي تبنه بعض الفقهاء من أنه لا يجوز أن يفرض في المال سوى حق الزكاة مناقشة صارمة لم يدع لأحد بعدها مجالا لرد أو اعتذار قال في المحلة الجزء السادس الصفحة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة وما بعدها المسألة رقم خمسة وعشرين بعد السبعمائة وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكاة بهم ولا في سائر أموال المسلمين بهم فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المرة عنوان أدلته من القرآن برهان ذلك قول الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل سورة الإسراء الآية السادسة والعشرون وقال تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم سورة النساء الآية السادسة والثلاثون فأوجب تعالى حق المساكين وابن السبيل مع حق ذي القربى وافترض الإحسان إلى الأبوين وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت اليمين والإحسان يقتضي كل ما ذكرنا ومنعه إساءة بلا شك وقال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين سورة المدثر الآيات من الثانية والأربعين إلى الرابعة والأربعين فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة من السنة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة في غاية الصحة أنه قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله الحديث متفق عليه ومن كان على فضله وراء المسلم أخاه جائعا عريانا ضائعة فلم يغثه فما رحمه بلا شك وعن عبد الرحمن بن أبي بكر من الصديق أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو سادس أو كما قال فهذا هو نفس قولنا حاشية حذفنا الأسانيد التي ذكرها ابن حزم وهو يروي الأحاديث والآثار اختصارا وهذا الحديث رواه البخاري وابن حزم وقد رواه من طريقه وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه رواه البخاري وإيضا وقال أبو محمد من تركه يجوع ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد أسلمه وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان معه فضل ظهر فليعود به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعود به على من لا زاد له قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل رواه مسلم قال أبو محمد وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنه يخبر بذلك أبو سعيد وبكل ما في هذا الخبر نقول وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجائع وفك العاني رواه البخاري والنصوص من القرآن والأحاديث الصحة في هذا تكثر جدا عنوان من الآثار وعن أبي وائل شقيق بن مسلمة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو استقبلت من أمر مستد بارت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين وقال علي بن أبي طالب إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم فإن جاءوا أو عروا وجهدوا فيمنعوا الأغنياء وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه وعن ابن عمر أنه قال في مالك حق سوى الزكاة وعن عائشة أم المؤمنين والحسن ابن علي وابن عمر أنهم قالوا كلهم لمن سألهم إن كنت تسأل في دم موجع أو غرم مفضع أو فقر مضخع فقد وجب حقك وصحى أن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة رضي الله عنهم أن زادهم ثني فأمرهم أبو عبيدة فجمع أزوادهم في مزودين وجعل يقوتهم إياها على السواء فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف لهم منهم وصحان الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم كلهم يقول في المال حق سوى الزكاة قال أبو محمد وما نعلم عن أحد منهم خلاف هذا إلا عن الضحاك بن مزاح فإنه قال نسخت الزكاة كل حق في المال قال أبو محمد وما رواية الضحاك حجة فكيف رأيه قال والعجب أن المحتج بهذا أول مخالف له فيرى في المال حقوقا سوى الزكاة منها النفقات على الأبوين المحتاجين وعلى الزوجة والرقيق وعلى الحيوان والديون والأروش فظهر تناقضهم انتهى كلامه حاشية الأرش الدية والخج ما نقص العيب من السلعة انتهت الحاشية الوسيلة السادسة الصدقة الاختيارية والإحسان الفردي وفوق هذه الحقوق المفروضة وتلك القوانين الملزمة عمل الإسلام على تكوين النفس الخيرة المعطية الباذلة نفس الإنسان الذي يعطي أكثر مما يطلب منه وينفق أكثر مما يجب عليه بل يعطي بغير طلب ولا سؤال وينفق في السراء والضراء بالليل والنهار سرا وعلانية ذلك الذي يحب للناس ما يحب لنفسه بل يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة ذلك الذي يعد المال وسيلة لا غاية وسيلة للإنفاق والبر بالناس فيفيد قلبه بالخير فيضاء ويبسط يده بالعطاء بسطع ابتغاء رضاء الله ومثوبته لا حبا في جاه وطلبا لسمعة أو شهرة ولا خشية من عقوبة سلطان والذين عظمون أن القوانين والقرارات واللوائح هي كل ما تحتاج إليه الحياة البشرية قوم سطحيون لم يعرفوا حقيقة هذا الإنسان إن الإنسان ليس آلة تدار فتدور ولا دولابا يحرك فيتحرك ويوقف فيتوقف إنه جهاز معقد مركب من مادة وروح من بدن ونفس من عقل وعاطفة من أعصاب ومشاعر وأفكار وأحسيس إنه كائن يتصور ويحكم ويحس ويشعر ويختار ويرجح ويفعل ويترك ويتأثر ويؤثر فلا بد من مراعاة خصائصه كلها والضرب على أوتاره جميعا لنجعل من أخلاقه وضميره ما يجبر نقص القوانين وقصور التنظيمات على أن الإسلام بأتباره دينا لا بد أن يعنى بهذا الجانب الخلقي الرفيع ولا يكتفي بالحقوق التي تنظمها القوانين وتنفذها الحكومات لأن هذا الجانب في نظره ليس مجرد وسيلة لتحقيق التكافل بين الناس بل هو أيضا غاية من غاياته في تربية الإنسان الصالح الجدير برضاء الله ومرافقة المبيين في جنته وإن محى الفقر من الوجود ومن هنا جاءت آيات القرآن العظيم وأحاديث الرسول الكريم مبشرة ومنذرة مرغبة ومرهبة داعية إلى البذل والإنفاق محذرة من الشح والبخل متخذة أرواع الصور الفنية وأبلغ الأساليب الأدبية التي يذيب وعيدها القلوب الجامدة ويحرك وعدها الأيد الممسكة فتفيض بالخير وتنبسط بالعطاء وسنكتفي بأمثلة قليلة من الآيات والأحاديث وهي كثيرة جدا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقارض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويرسط وإليه ترجعون حشية سورة البقرة الآية الخامسة والأربعون بعد المئتين انتهت وقال عز من قائل سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم لهم أدرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون حشية سورة البقرة الآيتان الواحدة والستون والمئتان والثانية والستون والمئتان من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام نواصل القراءة تحت الوسيلة السادسة الصدقات الاختيارية والإحسان الفردي ونتابع القراءة في الآيات والأحاديث التي جاءت تراغب على ذلك كله وقال الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين حاشية الآية الأولى كانت من سورة البقرة وهي الآية الرابعة والسبعون بعد المائتين أما الآية وسارعوا فهي الآية الثالثة والثلاثون والمئة من سورة آل عمران والآية التي بعدها الرابعة والثلاثون والمئة انتهت الحاشية وقال سبحانه وتعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين حاشية سورة سبأ الآية التاسعة والثلاثون انتهت وقال سبحانه وتعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير حاشية سورة الحديد الآية السابعة انتهت وقال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون حاشية سورة الحشر الآية التاسعة وقال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين سورة المنافقون الآية العاشرة وقال سبحانه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا سورة المزمل الآية العشرون وقال سبحانه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا سورة الإنسان الآيات من الثامنة إلى العاشرة وقال الله عز وجل فلقتح ملعقبه وما أدراك ملعقبه فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة سورة البلد الآيات من الحادية عشر إلى الثامنة عشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي وإن ماله من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأقنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس رواه مسلم من حديث أبي هريرة وقال صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ومال وارثه ما أخر رواه البخاري والنسائي عن ابن مسعود وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه أي عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم فينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم شق التمرة نصفها أي تصدقوا بما يتيسر لكم ولو قليلا وقال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة أي قيمة تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه دلالة على حسن القبول ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم ثلوة أي مهرة أول ما يولد حتى تكون مثل الجبل رواه الشيخان عن أبي هريرة وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار رواه أبو يعلى بإسناد صحيح عن جابر وقال صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم من حديث عقبة بن عامر انتهى وقال صلى الله عليه وسلم سبق درهم مئة ألف درهم فقال رجل وكيف ذاك يا رسول الله قال رجل له مال كثير أخذ من عرضه مئة ألف درهم تصدق بها ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به حاشية رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة انتهى ولا يحسبن القارئ أن هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كانت ضعيفة الأثر في توجيه الحياة العملية للمسلمين كلا فقد كانت هي المصابيح الهادية والقوة الدافعة لتربية أزكى المشاعر وأنبل العواطف وأصدق العزائم الراغبة في عمل الخير وخير العمل وأكتفي هنا بسرد بعض الأمثلة الواقعية من تاريخنا الحافل دليلا على ما صنعته تلك النصوص من أثار مباركة في الأنفس والحياة روى المفسرون عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضائفه له البقر الخامسة والأربعون بعد المائتين قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله إن الله عز وجل لا يريد من القرض قال نعم يا أبو الدحداح قال أرني يدك يا رسول الله فناوله يده قال فإني قد أقرط ربي عز وجل حائطي قال ابن مسعود وحائطه له فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها قال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح قالت لبيك قال أخرجي فقد أقرطه ربي عز وجل حاشية تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة التاسعة والتسعون بعد المائتين وروا الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء حديقة له وكانت مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سورة آل عمران الآية الثانية والتسعون قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إليه بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى فضاها يا رسول الله حيث أراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذاك مال رابح ذاك مال رابح وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه تفسير ابن كثير الجزء الأول الصفحة الواحدة والثمانون بعد الثلاثمائة واستمر هذا البذل والسخاء في سائر الأعصار بدرجات متفاوتة ورأى الناس في كل عهد من عهود التاريخ نماذج وأمثلة رفيعة كان الله ورسوله وابتغاء رضوانه أحب إليها من القناطير المقمطرة من الذهب والفضة وكل متاع الحياة الدنيا حكوا عن الإمام الليث بن سعد أن أمواله كانت تدر عليه كل يوم نحو ألف دينار ومع هذا قالوا إنه لم تكن تجب عليه فيها زكاة لأنه لم يكن يدعها حتى يحول عليها الحول بل يتصدق بكل ما جاءه من مال وينفقه في سبيل الله قالوا وكان الليث لا يتكلم كل يوم حتى يتصدق على ثلاثمائة وستين مسكينة وحكي أن امرأته سألته عن عسل فأمر لها بزق منه فقيل له إنها كانت تقنع بدون هذا فقال إنها سألت على قدر حاجتها ونحن نعطيها على قدر نعمة الله علينا وكذلك كان عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما لا يرد سائلا يسأله حاجة حتى لامه بعض جلسائه في ذلك فقال إن الله عودني عادة وعودت عبادة عادة عودني أن يعطيني وعودت عبادة أن أعطيهم إن الله عودني عادة وعودت عبادة عادة عودني أن يعطيني وعودت عبادة أن أعطيهم فأخشى إذا قطعت عادتي عن عبادة أن يقطع عادته عني عنوان الوقف الخيري وكان من أهم ما رغب فيه الإسلام من الصدقة ما عرف باسم الصدقة الجارية أي الدائمة فقد جعل الإسلام لها جزاء متميزا عن غيرها من الصدقات لبقاء أثرها ودوام نفعها فكان ثوابها دائما باقيا لصاحبها بعد موته ما بقي نفعها وفي هذا روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له حاشية رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة وعن ابن عمر أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منها فما تأمرني فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربة والرقاض والضعيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول وفي لفظ غير متأثل مالا حاشية رواه الجماعة انتهى وبهذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الأساس الشرعية للوقف الخيري الذي كان له أثره الملموس في المجتمع الإسلامي في كافة العهود والذي يعتبر من أبرز الأدلة على أصالة عواطف البر وعمق معاني الخير لا في نفوس المسلمين فإنهم لم يدعوا حاجة من حاجات المجتمع إلا وقف عليها الخيرون منهم جزءا من أموالهم وقد كانت هذه الأوقاف من الساعة والضخامة والتنوع بحيث صارت مفخرة للنظام الإسلامي وأصبح الفقراء والمحرومون يجدون من تكاياها ما يقيهم الجوع والعري ومن مستشفياتها المجانية ما يعالجون به الأمراض والأوصاب ومن سبلها وربطها ما يعينهم على الأسفار وقطع المفاوز والقفار ولقد تتبع المسلمون مواضع الحاجات مهما دقت وخفيت فوقفوا لها كما قلنا حتى أنهم عينوا أوقافا لعلاج الحيوانات المريضة وأخرى لإطعام الكلاب الضالة فإذا كانت هذه نظرتهم للحيوان الأعجم فكيف للإنسان المكرم حاشية انظر فصل الرحمة من كتابنا الإيمان والحياة ففيه نماذج وأمثلة كثيرة لما وقفه المسلمون على أنواع الخيرات انتهى فلا عجب أن وجدنا أوقافا شتى لليتامى واللقطاء والعميان والمقعدين وسائر العجزة والذوي العاهات من المحتاجين ونكتفي في هذا المقام بإراد نص ناطق من وثيقة تاريخية ترجع إلى عهد الممالك في مصر وهذه الوثيقة هي حجة وقف مستشفى قلاغون والحجة هي الورقة الرسمية التي يسجل فيها الواقف وقفه ويضع فيها حدوده وشروطه ويشهد عليها العدول من المسلمين ليلتزم بها من يقوم على رعاية الوقف وكان يسمى الناظر تقول هذه الحجة انشئ هذا البيمارستان لمداوات مرضى المسلمين الرجال والنساء من الأغنياء المثرين والفقراء المحتاجين بالقاهرة وضواحيها من المقيمين بها والواردين عليها على اختلاف أجناسهم وتباين أمراضهم وأوصابهم يدخلونه جموعا ووحدانا وشيبا وشبانا ويقيم به المرضى الفقراء من الرجال والنساء لمداواتهم لحين برئهم وشفائهم ويصرف ما هو معد فيه للمداواة ويفرق على البعيد والقريب والمعروف والغريب من غير اشتراط لعوض من الأعواض ويصرف الناظر من ريع هذا الوقف ما تدعو حاجة المرضى اليه من سرر جريد أو خشب على ما يراه مصلحة أو لحف محشوة قطنة وطراريح محشوة بالقطن فيجعل لكل مريض من الفرش وسرر على حسب حاله وما يقتضيه مرضه عاملا في حق كل منهم بتقوى الله وطاعته باذلا جهده وغاية نصحه فهم رعيته وكل راعي مسؤول عن رعيته ويباشر المطبخ بهذا البيمارستان ما يطهر المرضى من دجاج وفراريج ولحم ويجعل لكل مريض ما طبخ له في زبدية خاصة به من غير مشاركة لمريض اخر ويغطيها ويوصلها لكل مريض الى ان يتكامل اطعامهم ويستوفي كل منهم غداءه وعشاءه وما وصف له بكرة وعشية واصرف الناظر من رعي هذا الوقف لمن ينصبه من الاطباء المسلمين الذين يباشرون المرضى مجتمعين او متناوبين ويسألون عن احوالهم وما يجد لكل منهم من زيادة مرض او نقص ويكتبون ما يصلح لكل مريض من شراب وغذاء او غيره في دستور ورق ويلتزمون المبيت في كل ليلة بالميبارستان مجتمعين ومتناوبين ويباشرون المدواه ويتلطفون فيها ومن كان مريضا في بيته وهو فقير كان للناظر ان يصرف اليه ما يحتاجه من الاشربة والادوية والمعاجين وغيرها مع عدم التضييق في الصرف حاشية نقل هذا النص من الحجة الرسمية عن طريق الشيخ محمد الغزالي في كتابه ليس من الاسلام صفحة الرابعة والعشرون والخامسة والعشرون انتهى وانها لواثيقة مشرقة وصفحة بيضاء ناصعة لعصر يعد من عصور التخلف والانحطاط اذا قيس بالعصور الذهبية لامة الاسلام ودولة الاسلام تلخيص تلك هي الوسائل الست التي علج الاسلام بها مشكلة الفقر والتي شرحنا ما في الصحائف السابقة ونستطيع ان نضم بعضها الى بعض ونركزها في ثلاث وسائل رئيسة واحد الوسيلة الاولى تختص بشخص الفقير نفسه وهي وجوب العمل متى تأسر له وكان قادرا عليه وعلى المجتمع والدولة معاونته بالمال او بالتدريب حتى يجد العمل الملائم اثنان الوسيلة الثانية وتتعلق بالجماعة المسلمة التي تقوم بكفالة الفقراء نزولا على حكم الواجب او استجابة لرغبة المثوبة عند الله وتتخذ هذه الكفالة الصور الاتية ألف نفقات الاقارب با رعاية حقوق الجوار جين ايتاء الزكاة المفروضة اذا لم تكن تجبيها الدولة المسلمة اداء الحقوق الطارئة في المال من الكفارات والنذور واغاثة المضطر وكفاية المحتاج وغيرها ها صدقة التطوع المؤقتة او الدائمة وهي التي تتمثل في الوقف الخيري ثلاثة الوسيلة الثالثة وتختص بالدولة المسلمة التي يجب عليها شرعا ان تقوم بكفاية كل ذي حاجة ليس له مورد ولا كافل من ابناء المجتمع سواء اكان مسلما ام ذمية ما دام يعيش في كنف دولة الاسلام وموارد هذه الكفالة هي الزكاة وهي المورد الاساسي الدائم للخزانة الاسلامية بشأن معالجة الفقر با الموارد الراتبة الاخرى كخمص الغنائم ومال الفيء والخراج والجزية والضوائع وميراث ما لا وارث له وما تغله املاك الدولة من اراضين وعقار ونحوها جيم الموارد الاضافية من الضرائب المكملة التي تفرض على الاغنياء لتحقيق كفاية الفقراء اذا لم تكفي الزكاة ولا سائر الموارد الاخرى عنوان شرط لا بد منه لا بد من نظام الاسلام ومجتمع الاسلام هذه الوسائل التي شرحناها والتي عالج الاسلام بها مشكلة الفقر وضمن بها تحقيق الكفاية للفقراء واسد حاجاتهم الاساسية وصيانة كرامتهم الانسانية انما تحقق هدفها وتؤتي اكلها على الوجه المرضي في ظل مجتمع اسلامي تقوده عقيدة الاسلام ويحكمه نظام الاسلام ويستظل بشريعته السمحة في حياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية اما ان يطلب من الاسلام علاج الفقر ومطاردته في مجتمع تسوده فكرة وفلسفة غير الاسلام او يحكمه نظام اجنبي مستورد من الشرق او من الغرب او من كليهما ويراد ترقيعه باجزاء اسلامية فليس هذا من شرعة العدل والانصاف ولا من المنطق السليم الذي يقره العقلاء ان النظام الاسلام للحياة والمجتمع نظام متماسك متكامل لا تصلح تجزئته ولا اخذ بعضه دون بعض فقد يكون الذي ترك مكملا او شرطا للذي اخذ ولذا امر الله تعالى بالدخول فيه كله والعمل بشرائطه كافة فقال يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة سورة البقرة الاية الثامنة بعد المائتين اي في شرائع الاسلام جملة لا كما اراد بعض اليهود ان يدخلوا الاسلام مع الاحتفاظ ببعض تقاليدهم القديمة وحذر الله رسوله من اهل الكتاب ان يصرفوه عن بعض احكام هذا الدين فاقال وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك سورة المائدة الاية التاسعة والاربعون ولهذا كان الاخذ بجزء من نظام الاسلام خروجا على منطق الاسلام نفسه الذي يرفض التجزئة ثم هو اخذ لا يجدي في علاج امراض المجتمع من الجذور عنوان الترقيع لا يجدي لقد قلنا ان العمل هو السلاح الاول لمحاربة الفقر وان على الانسان ان يعمل ليغني نفسه بنفسه ولكن هل يحقق العمل فائدته المرجوة اذا كان المرء يعمل في غير ما يحسنه او يعمل فيما يحسنه ولكنه لا يعطى اجره العادل او يعطى اجره ولكن لا تتاح له فرصة للترقي باظهار مواهبه وابداعه وقد يجتهد ويبدع ويحسن ولكنه لا يلقى جزاء احسانه من الاجر والتشجيع بل يؤخر عن مكانه انتقاما او حسدا ويقدم من لا يستحق محاباتا او اتباعا للهوى وارضاءا لبعض الرؤوس الكبيرة والنفوس الصغيرة وقد يأخذ الاجر المناسب لجهده ولكن طريقة الحياة التي يفرضها عليه المجتمع من حوله تجعله ينفق الكثير من دخله فيما لا خير فيه ولا نفع فيه له ولا للمجتمع اعني في الكماليات والمتع الرخصة او الشهوات العفنة في الازياء والمودات والسجائر والسينمات والملاه والمراقس وغيرها من المكروهات او المخرمات التي لا تبقي للحاجات الحقيقية للفرد واسرته الا القليل وقد لا يكون من هذا الصنف المنحرف ولكنه يعيش في مجتمع سيطر فيه الاحتكار والربا والاستغلال او تحكم فيه الاستبداد وسرى فيه الفساد فلا يشتري شيئا الا من السوق السوداء بضعف ثمنه ولا يقضي عملا الا بدفع رشوة ولا يعطى قرضا يحتاج اليه الا بالفوائد الربوية واذا حلت به كارثة في نفسه او جائحة في ماله فعجز عن العمل بعد القدرة او ذهب رأس ماله الذي كان يكسب من ورائه دخلا حلالا فاضطر الى الاستدانة واصبح من الغارمين فماذا يكون موقفه وموقف المجتمع منه هل يأخذ بيده ام يدعه يغرق ويهلك وحده كما هو الحاصل كل هذا يؤكد لنا ان العمل والسعي في مجتمع غير اسلامي وفي دولة غير اسلامية لا يكفي لضمان المعيشة الطيبة لصاحبه اما حين يكون هناك مجتمع اسلامي تنظمه وتشرف عليه دولة اسلامية فان وضع العمل والعامل يكون على نحو اخر الف ان الدولة الاسلامية ستقوم بالاعداد الوظيفي والتدريب المهني اللازم لكل عامل حتى ينتج اكبر قدر مستطاع باء تجتهد في ان تضع كل عامل في مجال اختصاصه وفيما يحسنه ويتفوق فيه من الاعمال سعيا الى افضل النتائج جيم توفر له من الالات ما يساعده على زيادة الانتاج واقتصاد الجهد والزمن دال تكفر له من الاجر ما يعادل جهده وكفايته مهما يبلغ هذا الاجر كما تتيح له ان يملك ثمراته ويورثها لذرياته من بعده ها اذا كان اجر العامل او رفعه او ناتجه من العمل لا يقوم بتمام كفايته واسرته فان له في خزانة الدولة حقا حتى يكتفي بل حتى تتم كفايته واو اذا حلت به كارثة او جائحة الجأت الى الاستدانة فان له حقا في مال الزكاة من سهم الغارمين وغيرها من موارد الدولة زاي هذا الى ان طريقة الحياة الاسلامية الصحيحة ليس فيها خمر ولا نساء ولا سهرات حمراء ولا تقر عبث الازياء وانتشار الفساد والتحلل الذي يهلك الحرث والنسل والذي يكلف الناس ضعف ما تحتاج اليه الحياة المستقيمة الصالحة او اضعفها ومثال اخر هب ان احد المجتمعات التي يعيش الاسلام فيها غريبا اليوم اراد ان يأخذ نظاما كنظام الزكاة وحده ويطبقه فماذا تكون النتيجة في رأيي تكون النتيجة ما يلي الف جمع حصيلة ضئيلة لا تكفي لمواجهة الفقر المنتشر والمشكلات الاجتماعية العديدة الناشئة من ورائه وضآلت الحصيلة نرجعها لعدة اسباب اهمها اولا ضعف الوازع الديني والوعي الاسلامي لدى كثير من الناس نتيجة للغزو الفكري الاجنبي الكافر اضف الى ذلك تهرب الناس من ادائر زكاة للحكومة لكثرة ما يرهقهم من ضرائب اخرى ولعدم ثقتهم بالحكومات التي تجبي الزكاة وهي لا تحكم بما انزل الله ولا اعتقادهم انها لن تصرف الزكاة في الوجوه المشروعة كاكثر الضرائب التي تعبث السياسة بمصارفها ثانيا ان جمهور الشعب لا يملك ثروة ولا دخلا ذا قيمة بحيث يكون موردا للزكاة وذلك اثر لطريقة الحياة التي يحياها المسلمون في هذا العصر وهي طريقة الكفار الاجانب الذين يتبعهم المسلمون للأسف شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلوه وهي طريقة تقوم على الاسراف في الكماليات والمظاهر والوان الترف واللهو الحرام التي تستورد موادها من بلاد اجنبية تستنزف مواردنا وطاقاتنا فيما لا يعود على ديننا ولا دنيانا بنفع باء هذه الحصيلة الضئيلة سينفق جزء منها على المكاتب والادوات والموظفين الذين سيخصصون لهذا العمل نتيجة للتعقيدات الادارية والتوظيفية والعناية بالابهة والسطحيات التي تبتلع الاموال قبل ان تصل الى الفقراء جيم عند التوزيع يحدث للطراب والفوضى ويحرم كثير من المستحقين ويأخذ كثير من من لا يستحق الزكاة وذلك لضعف التربية وضمور الايمان وسقم الضمير سواء عند القائمين بامر الزكاة ام عند الجمهور دال واخيرا تكون النتيجة لا تعالج الداء من اساسه النظام الاسلامي يزيد الانتاج ويقلل الفقراء ان الطبيعة النظام الاسلامي تجيب زيادة الانتاج في الامة وصينة ثروتها من التبدد والضياع فيما لا ينفع فالاسلام يحفظ طاقاتها وثروتها وجهود ابنائها ان تستهلك في شرب الخمور والمسكرات وفي اللهو والمجون والسهر العابث الحرام وفي الفواحش ما ظهر منها وما بطن انما يتبدد من طاقات الامة واموالها في ذلك العبث والفساد يصونه الاسلام بقوانينه الملزمة وعصاياه الهادية وتربيته العميقة ويوفره سليما قوية يتجه الى العمل والتنمية والانتاج ان الشعب الذي يستقبل يومه من الصباح الباكر متوضئا مصليا طيبا نفس نشيط الجسم مستقيم الخلق سيفوق انتاجه لا محالة انتاج الشعب الذي يقضي نصف ليله او اكثر في الخلاعة والفجور او العبث والمجون فاذا ادركه الصباح لم يقم من نومه الا مكرهة واذا توجه الى عمله توجه خبيث النفس كسلان مهدود القوى طبيعة النظام الاسلامي اذا طبق بحذافيره تزيد من ثروة المجتمع وتقلل نسبة البطالة وعدد الفقراء فيه وكلما قل عدد الفقراء في امه وزاد ثروتها بالطراد والتزم اغنياؤها الطريق المستقيم في الانفاق والاستهلاك كانت مشكلة الفقر والفقراء فيها سهلة الحل ميسورة العلاج بل لا تكاد تبرز هذه المشكلة قط ولا تشكل خطرا يهدد المجتمعات كما برز ذلك في المجتمعات الاقطاعية والرأس مالية التي قامت فيها الثورات تسحق وتدمر بحق وبغير حق فولدت تلك الانظمة الظالمة انظمة اظلم منها فولدت تلك الانظمة الظالمة انظمة اظلم منها واشد فسادة هي الانظمة الشيوعية السافرة والمقنعة التي عالجت الفقر القديم بفقر جديد كل ما احدثته من تجديد انها فرضت الفقر بالتساوي على الجميع ما عدا فئة قليلة من المحظوظين نظام الاسلام كل لا يتجزأ والواقع ان النظام الاسلامي بمختلف جوانبه وحدة لا تنفصم وكل لا يتجزأ ان النظام الاسلامي في الاقتصاد مثلا ينمي حوافز الفرد ويدفعه الى العمل والابداع اذ يبيح له الملكية الخاصة ويحميها بشروط وقيود تحد من طغيانها ويقرر حق الميراث الذي يطمئنه على ذرياته من بعده فيفسح بهذا وذاك المجال لشخصية الفرد حتى يستطيع ان يحقق ذاته ويبرز مواهبه ويظهر كفايته فينتج وينظم ويتقن ويتفوق فيستفيد ويفيد من فضلك تابع بقية المادة عنوان نظام الاسلام كل لا يتجزأ والواقع ان النظام الاسلامي بمختلف جوانبه وحدة لا تنفصم وكل لا يتجزأ ان النظام الاسلامي في الاقتصاد مثلا ينمي حوافز الفرد ويدفعه الى العمل والابداع اذ يبيح له الملكية الخاصة ويحميها بشروط وقيود تحد من طغيانها ويقرر حق الميراث الذي يطمئنه على ذرياته من بعده فيفسح بهذا وذاك المجال لشخصية الفرد حتى يستطيع ان يحقق ذاته ويبرز مواهبه ويظهر كفايته فينتج وينظم ويطقن ويتفوق وبذلك يكون المال عنده اداة صالحة في يد انسان صالح وكل ذلك نماء لثروة المجتمع ونفع لابنائه كافة ورصيد لمن يعضه الفقر بنابه منهم والاسلام حين اتاح للفرد ما اتاح من حرية التملك والعمل والابداع لم ينس مصلحة المجتمع كما نسيته الرأس مالية بل اقام التوازن المقصط بين الفرد والمجتمع بحيث يأخذ كل منهما حقه ويؤدي واجبه بلا افراط ولا تفريط في النظام الاسلامي يعتبر المال في الحقيقة مال الله ويعتبر حائز المال ومالكه عرفا بمنزلة الوكيل او الامين على هذا المال فهو غير مطلق التصرف فيه بل هو مقيد باوامر مالك المال الاصلي وتوجيهاته وهذا المالك هو رب العباد اغنيائهم وفقرائهم وهو ارحم بهم من الوالدة بولدها ولهذا كان النظام الذي شرعه رب العباد لحفظ المال وتثميره وتداوله وتوزيعه وانفاقه واستهلاكه محققا لمصلحة الجميع فقراء واغنياء على السواء لقد حضر هذا النظام اضاعة المال وتبديده وحرم الاسراف والتبذير وجعل المبذرين اخوان الشياطين ولم يكتفي بهذه التوجيهات الرشيدة فسن قانونا بالحجر على كل سفيه مبذر متلاف ولا تؤتس فهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما حاشية سورة النساء الاية الخامسة انتهت وحرم هذا النظام الترف الذي يقسم الشعوب الى اقلية منعمة مترهلة عاطلة واكثرية محرومة حانقة حاسدة والذي يجعل من اهله حجر عثرة في سبيل الهدى والاصلاح شعارهم انا بما ارسلتم به كافرون سورة سبأ الاية الرابعة والثلاثون والذي يؤدي انتشاره الى انحلال الامة ودمارها في النهاية واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا سورة الاسراء الاية السادسة عشرة وتطبيقا لهذا المبدأ حرم الاسلام اتخاذ اواني الذهب والفضة وما شابه ذلك من تحف وتماثيل لانها من ادوات الترف في بيوت المستكبرين كما حرم الذهب والحرير على الرجال في تنمية المال وتثميره حرم نظام الاسلام الاحتكار والرباء وهم الساقان اللتان تقوم عليهم الرأس مالية الباغية واعلن الرسول صلى الله عليه وسلم ان من احتكر الطعام اربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منها رواه احمد والحاكم وابن ابي شيبة والبزار كما اعلن القرآن على المرابين حرب الله ورسوله اذا لم يتوبوا وان تابوا وان تابوا فلهم رؤوس اموالهم لا يظلمون ولا يظلمون لا شك ان الاحتكار والرباء ليس الا امتصاصا من الاقوياء لدماء الضعفاء نتيجة ان يزداد الغني غنا ويزداد الفقير فقرا كما شدد الاسلام في تحريم كنز النقود وتعطيلها وتوعد الكانزين باشد العذاب وفرض الزكاة على كل ثروة نقدية تبلغ نصابا نماها صاحبها او لم ينمها وبذلك ساق اصحاب الاموال سوقا الى تثمير اموالهم في كل ميدان مشروع حتى لا تأكلها الزكاة بمرور الاعوام كما امر الاوصياء على اموال اليتامة خاصة ان ينموها ويثمروها بالطريق التي هي احسن حتى لا تلتهمها النفقة والصدقة واوجب نظام الاسلام اقامة القصط ورعاية العدل في كافة المعاملات بين الناس بعضهم وبعض ووضع ادق الاحكام واعدل القواعد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بين العامل وصاحب العمل بين البائع والمشتري بين المنتج والمستهلك حتى يأخذ كل ذي حق حقه ولا يطغى فرد على فرد او طائفة على اخرى عنوان الفقراء ليسوا طبقة في الاسلام ان الاسلام يطارد الفقر بقوانينه وانظمته وتوجيهاته ويعمل بشتى الوسائل على اغناء الفقراء فاذا بقي في ظل نظام الاسلام بعض الفقراء فهم على اي حال لا يكونون طبقة تسمى طبقة الفقراء فان شرط الطبقية ان تدوم وتتوارث بحكم القانون ومساعدة التقاليد وقوانين الاسلام وتقاليد اهله في مختلف العهود لا تفرض الفقر على طائفة من المجتمع بحيث يتوارثه الابناء عن الاباء والاحفاد عن الاجداد كلا فالفقر في المجتمع الاسلامي ليس جامدا ولا ثابتا ولا دائما بل هو رحالة ينتقل ويهاجر وقد يختفي ويزول نهائيا والفقراء انما هم افراد قد يكونون فقراء اليوم اغنياء الغد فان ابواب الفرص العادلة والطموح المشروع مفتوحة للجميع ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله سورة النور الآية الثانية والثلاثون سيجعل الله بعد عسر يسر سورة الطلاق الآية السابعة عنوان كرامة الفقير مصونة والفقر على كل حال لا ينقص من كرامة الفقير في المجتمع المسلم ولا يضيع من حقوقه ذرة واحدة فقد علم الاسلام ابناء هذا المجتمع ومنهم الفقير نفسه ان الكرامة والرفعة فيه ليست بالثروة والغنى وما يملك المرء من عقار ومنقول ومن فضة وذهب بل بالعلم والايمان والتقوى والعمل الصالح قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم الحجرات الثالثة عشرة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الزمر التاسعة يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات المجادلة الحادية عشرة وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء غافر الثامنة والخمسون ولقد كان الناس في المجتمع العربي الجاهلي يقيسون اقدار الناس بمبلغ ما يملكون من اموال وما يصحبها من جاه وسلطان فقيمة رب الالف الف وزد تزد وقيمة رب الدرهم الفردي درهم حتى انهم لا يعترضون على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في اول الامر لانه فقير وتمنوا لو ان الوحي كان انزل على احد الرجلين الثريين الشهيرين في مكة او الطائف الوليد ابن المغيرة القرشي وعروه ابن مسعود الثقفي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الزخرف الواحدة والعشرون فلما جاء الاسلام حطم هذه الموازين الجائرة وبين ان حقيقة الانسان في ايمانه وعمله لا في شحمه ولحمه او فضته وذهبه او ملبسه وزينته فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رب اشعث اغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لابر حاشية روى احمد ومسلم عن ابي هريرة مرفوعة رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره وروا الحاكم وابو نعيم في الحلية عنه ايضا رب اشعث اغبر ذي طمرين تمبو عنه اعين الناس لو اقسم على الله لابره وروا البزار عن ابن مسعود المرفوع رب ذي طمرين لا يؤبه له لو اقسم على الله لابره ورمز لهما السيوطي بعلامة الصحة هذا الحديث رواه البخاري انتهت الحاشية وفي مقابل ذلك يقول يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة حاشية رواه البخاري واقرأوا ان شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناء سورة الكهف الاية الخامسة بعد المئة خاتمة انتصار الاسلام على الفقر واذا كان الناس يؤمنون بالوقاع العملية اكثر من ايمانهم بالمبادئ النظرية فاننا نسوق هنا بعض الامثلة الحية التي سجلها التاريخ لانتصار النظام الاسلامي على الفقر والخوف وتحقيقه الرخاء والامانة لاهله في ظل الحرية وتحت راية العدل والعجيب ان هذا الرخاء والان وساعة العيش قد اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم اي قبل وقوعه لقد عرف صلى الله عليه وسلم بوحي من ربه قيمة النظام الذي بعثه الله به هدى ورحمة ونعمة وما يمكن ان يأتي به من اطيب الثمرات وافضل النتائج اذا احسن الناس تطبيقه والانتفاع باحكامه ووصياه فبشر الامة بما يثمره هذا النظام من غنى دافق وامن غامر ورفاهية شاملة حتى ان الصدقة لا تجد في الناس من يستحقها او يقبلها وذلك حين يستقر نظام الاسلام وتتوضض دعائمه في الارض روى البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم انه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتاه رجل فشكى اليه الفاقة ثم اتاه اخر فشكى اليه قطع السبيل وكان عدي قد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل في الاسلام وخشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يفت في عضده ويثبته عنه ما يرى من ضعف اهله وفقرهم وعدم انتشار الامن في ارضهم حين ذاك فالقى اليه بالبشارات المذكورة في الحديث ترغيبا وتثبيتا فقال يا عدي هل رأيت الحيرة؟ حاشيه بلد قديم معروف موقعه بارد العراق كان يحكمه المناذرة من العرب انتهى قال لم ارها وقد انبئت عنها قال ان طالت بك حياة لتراين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف احدا الا الله وفي رواية انه لا يأتي عليك الا قليل حتى تخرج العير الى مكة بغير خفير الضعينة المرأة في الهودج يعني المرأة المسافرة قال عدي راوي الحديث قلت فيما بيني وبين نفسي فاين دعار طيء بل دعار طيء الذين قد سعروا البلاد حاشيه الدعار قطاع الطريق وسعروا اي وقدوا النار انتهى يعني انه استبعد في وقته ان ينتشر الامان الى الحد المذكور وهو يعرف من دعار قبيلته وحدها وقطاع طريق منها من خوفوا الايباد واوقدوا نار الفتنة في البلاد واكمن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه اليه فقال وَلَاِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاهِ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَةٌ قال كسر بن هرمز قال كسر بن هرمز وَلَاِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاهِ لَتَيْرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْأَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ يطلب من يقبله منه فلا يجد احدا يقبله منه ولقد اسلم عدي واحسن اسلامه ورأى بنفسه ما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله وكنت فيما نفتتح كنوز كسر ابن هرمز ولان طالت بكم حياة لترون ما قال النبي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج من الاكفه يعني ما بشر به من فيض الغنى وفقدان الفقراء حاشية حديث عدي اخرجه البخاري في باب علامات النبوة في الاسلام من كتاب المناقب انظر عمدة القاري في الجزء السادس عشر الصفحة الرابعة والثلاثين بعد المئة انتهى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي لان طالت بك حياة لترين الرجل يخرج من اكفه من ذهب الى اخره يدل على ان هذا ستحقق في عهد قريب بحيث يمكن ان يشهده من طالت حياته من الصحابة وهذا ما حدث في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز كما سنذكره فيما بعد وقد تتابعت الاحاديث النبوية بكثرة تنبؤ بالغنى الذي سيفيض على الامة فيضع حتى ينعدم بينها من يستحق الصدق ولا شك ان النص على ذلك من رسول معصوم لا ينطق عن الهوى امر له دلالته وايحاؤه واثره في دفع المسلمين الى مطارضة الفقر املا في محوه والقضاء عليه على خلاف ما نصت عليه التوراة من ان الفقر امر ابدي وان الفقراء لا يفقدون من الارض سفر التثنية الاصحاح الخامس عشر الفقرات العاشرة والحادية عشرة والنسرد بعض النصوص الدالة على محو الفقر من مجتمع المسلمين روى البخاري وغيره عن حارثة ابن وهب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فانه يأتي عليكم زمان يمشي رجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بها بالامس لقبلتها فاما اليوم فلا حاجة لي بها فتح الباري الجزء الثالث باب الصدقة قبل الرد وروا ايضا عن ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يوم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يأعرض عليه لا ارى بلي فتح الباري الجزء الثالث الصفحة الوحدة والثمانون والمئة نفس الباب الصدقة قبل الرد وروا ايضا عن ابي موسى الاشعاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد احدا يأخذ منه المرجع السابق ولم يطل الزمن كثيرا حتى ادرك المسلمون هذا الغناء ولم يوجد في مجتمعهم من يستحق الصدقة وذلك حين استقر بهم الامر وتهيأ لهم حكم عادل وخلافة الراشدة وذلك في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه روى البيهقي في الدلائل عن عمر بن اسيد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب قال انما ولي عمر بن عبد العزيز ثلاثين شهرا لا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمهل العظيم فيقول جعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيه فلا يجده قد اغنى عمر الناس قال البيهقي بعد رواية هذا الخبر فيه تصديق ما روينا من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وانتهى كلامه عندة القاري للعيني في الجزء السادس عشر في الصفحة الخامسة والثلاثين والمئة وقال يحيى بن سعيد بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات افريقية فاقتضيتها وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقيرة ولم نجد من يأخذها منه فقد اغنى عمر بن عبد العزيز الناس فاشتريت بها رقابا فاعتقتهم سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم الصفحة التاسعة والخمسون ولم يكن هذا الغنى والرخاء والسعى في افريقية وحدها كما روى يحيى بن سعد بل الذي يبدو من الاخبار الواردة ان الاقاليم الاسلامية كلها كانت في مثل هذا الرغض من العيش روى ابو عبيد ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عبد الحميد بن عبد الرحمن وهو بالعراق ان اخرج للناس اعطيتهم اي رواتبهم ومخصصاتهم الدورية فكتب اليه عبد الحميد وقد بقي في بيت المال مال فائض في الخزانة فكتب اليه ان انظر كل من ادان في غير سفه ولا سرف فاقضي عنه فكتب اليه اني قد قضيت عنهم وبقي في بيت المال مال فكتب ان انظر كل بكر اي عزب ليس له مال فشاء ان تزوجه فزوجه واصدق عنه اي ادفع صداقه فكتب اليه اني قد زوجت كل من وجدت وقد بقي في بيت مال المسلمين مال فكتب اليه ان انظر من كانت عليه جزية اي خراج فضعف عن ارضه فاسلفه ما يقوى به على عمل ارضه فانا لا نريدهم لعام ولا عامين الاموال الصفحة السادسة والخمسون بعد المائتين وهكذا بلغ الرخاء والغنى في ظل عدل الاسلام حدا استطاع معه كل ذي حق ان يحصل على حقه من خزانة الدولة بلا تظلم ولا شكوى ولا طلب واستطاع كل ذي دين ان يجد من مال الدولة ما يوفي منه دينه ويبرئ ذمته واستطاع كل عزب ان يجد من بيت مال المسلمين ما يتزوج به ويبني به اسرة فلما وفيت الحاجات اللازمة والعارضة وجه الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز واليه الى المساهمة بمال الدولة في زيادة الانتاج بمعونة صغار المزارعين من اصحاب الارض على زراعة ارضهم وتحسينها وذلك بتسليفهم من خزانة الدولة ما يقويهم على هذه المهمة وهذا قبل ان تعرف الدنيا بنوك التسليف الزراعي بالمئات السنين وقد بين امير المؤمنين ان حسن استغلالهم لارضهم ليس قوة لهم فحسب بل هو قوة للدولة ايضا وان على الدولة التي تبحث عن حقها من الضرائب في ثروات الممولين ان تتذكر واجبها في معوناتهم وامدادهم بما يقوون به على اداء واجباتهم المالية بيسر وانتظام ولقد بلغت ساعة النعمة وكثرة الطيبات وتدفق الخيرات على الناس مبلغا عظيما يكفينا في تصور مداه ان والي عمر بن عبد العزيز على البصرة كتب اليه يقول انه قد اصاب الناس من الخير خير حتى لقد خشيت ان يبطروا فكتب اليه عمر ان الله تبارك وتعالى حين ادخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار رضيا من اهل الجنة بان قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده فمر من قبلك ان يحمد الله حاشية الحمد لله الذي صدقنا وعده سورة الزمر الاية الرابعة والسبعون وهذا من سيرة ابن عبد الحكم في صفحة الثامنة والخمسين انتهى واسبق من عهد عمر بن عبد العزيز ان بعض الاقاليم التي سعدت بحكم الاسلام وعدله في عهد عمر بن الخطاب ادركت حظا عظيما من هذا الغنى الذي عمت بركته اهل الاخليم كافة فلم يجد معاذ بن جبل مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن والذي اقره ابو بكر وعمر من بعده على ما كان عليه اقول لم يجد معاذ باليمن بعد سنوات قليلة من حكم الاسلام بها واحدا يأخذ منه الزكاة بما جعله يبعث بها الى عمر في عاصمة الخلافة وحاضرة الدولة الاسلامية المدينة والندع ابا عبيد يروي لنا هذا الخبر عمن اسنده اليه قال ان معاذ بن جبل لم يزل بالجند اذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث اليه معاذ بثلث صدقة الناس فانكر ذلك عمر وقال لم ابعثك جابية ولا اخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من اغنياء الناس فتردها على فقرائهم فقال معاذ ما بعثت اليك بشيء وانا اجد احدا يأخذه مني فلما كان العام الثاني بعث اليه شطر الصدقة اي نصفها فتراجع بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث اليه بها كلها فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك فقال معاذ ما وجدت احدا يأخذ مني شيئا سيرة ابن عبد الحكم وكذلك كتاب الاموال لابي عبيد القاسم ابن سلام في الصفحة السادسة والتسعين بعد الخمسمائة وانتهت الحاشية لله ما اعظم هذا الخبر واروعه هذا الخبر الذي نمر عليه في كتبنا ولا نعيره اهتماما لقد اثمر نظام الاسلام وعدله في اعوام قليلة هذه الثمرة من الغنى والاكتفاء والاستقرار فهرأت الدنيا مثل ذلك وهرأت حاكما قبل عمر ينكر على واليه ان يرسل اليه المال من الاقاليم الى العاصمة ويذكر الوالي انه لم يبعثه لجباية الضرائب يأخذ المكوس الجائرة كما كان يفعل الملوك والاباطرة وانما مهمته ان يأخذ المال من اغنياء الاقليم ويرده على فقرائه لولا ان الصحابي الفقيه الجليل معاذ بن جبل اقنع امير المؤمنين عمر ان الناس في اقليمه قد اظلتهم الكفاية والعدل وانه لم يبعث اليه بشيء وهو يجد احدا يأخذه منه كيف وهو الذي امره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه ان يأخذها من اغنيائهم ويردها في فقرائهم والمسلمون في كل الاقاليم امة واحدة فاذا استغنى اهل بلد وفضل من زكاتهم مال وجب ان يعانى اهل بلد اخر به او تتصرف به حكومتهم المركزية بما فيه الخير لجماعتهم ودينهم تلك بعض الثمرات التي انتجها تطبيق نظام الاسلام حينما تهيأت له الفرصة في بعض البلاد وبعض العصور وان كان سوء الحظ قد حرم الامة الاسلامية الى حد كبير من بركات هذا النظام الفرد وما ذاك الا لان امرهم قد استبد به الظلمة واموالهم قد استحوذ عليها السفهاء ودينهم قد افسده الجهل والابتداع ومن هذه الامثلة الواقعية نعلم خطأ الذين يظنون الفقر داء لا دواء له وبلاء مفروضا على المجتمعات لا مخلص منه ونعلم خطأ الذين يحسبون ان تشريع الزكاة في الاسلام اعتراف الرسمي بضرورة وجود الفقر والفقراء في المجتمع الاسلامي كلا ان الفقر ليس ضربة لازب وليس امرا حتميا في المجتمع المسلم وانما هو امر طارئ يعرض للمجتمع المسلم كما يعرض لكل مجتمع غيره فلا بد من مواجهة هذا الامر الواقع او المتوقع بالتشريع والتوصية اللازمة ولكن قد يأتي يوم تسد فيه مسارب الفقر وتتفجر فيه ينابيع الثروة والغناء ويسعد الناس بحياة امنة مطمئنة يأتيهم رزقهم فيها رغدا من كل مكان وتنقطع اسباب الشكوى من العوز والفاقة والجوع والخوف لما غمر الناس في الحرية والعدالة الاسلامية من زيادة الانتاج وعدالة التوزيع حتى لا يوجد في المجتمع فقير يستحق الزكاة وحينئذ تتجه الزكاة الى المصارف الاخرى من المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل انتهى كتاب مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام قرأ الكتاب عليكم احمد عزت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهت هذه المال ولكم تحيات اخوانكم بشبكة بالالو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة